اشتركوا في القناة الاخيرة الكابتن شريف عبد المنعم هنتكلم معهم وهنتناقش في كل الامور الخاصة بملف كرة القدم وملف الاسبوع الرابع من جوالات الدورية النصية الممتاز واللقاء القادم للنادي الاهلي امام نادي الزمالك المفهود ان شاء الله يكون نادي الزمالك ده امر طبيعي جدا كلنا شفنا واسمعنا وقالينا البيان المجلس الادارة اصدره منذ ايام وموقف النادي الاهلي واضح وصريح النادي الاهلي بيقول انه يحترم الجهات الامنية ويحترم الدولة المصرية بشكل كبير لكن انه يخوض مباراة قبل مباراة فده امر مش هيتم مش هيتم بسبب اللوايح وقوانين وبسبب جدول في الاول مشين عليه لكن كله بيقول ماتش اهلي وزا مالك تأجل ليه هل الجهات الامنية هي فعلا لأجلة المباراة طيب دور التحدي المصري كرة القدم او دور اللجنة الخماسية اللي موجودة حاليا بتدير الكرة المصرية او بتدير ملف الكرة المصرية دور اللجنة ايه دور اللجنة انها تقنع الجهات الامنية وهي اللي تنسق وهي اللي تنظم كل الامور الخاصة بمباراة كرة القدم يعني الاسبوع الرابع نصر تلعب الاسبوع الرابع نصر ما تلعبش اهلي وزا مالك بلعبوا في الاسبوع الخامس طيب ماصير مباراة القمة طيب ليه مباراة القمة من الاول بدم هيكون فيها كلام وممكن تتأجل وممكن ماكونش موجودة في الاسبوع الرابع طيب ليه من الاول ما كانش موجود فيه خطة واثنين وثلاثة طبيعي جدا ان انا لما اجدير في اي مكان او في اي منظومة لازم يكون عندي خطة والبديل والبديل علشان لما تفشل الخطة الاولانية اروح للخطة التانية اروح للخطة التالتة لكن انا بالنسبة لي الموضوع ماشي مش عارف راسي من رجلي طيب بنقول التعصب ومش التعصب وان تعجيل المباراة بسبب التعصب طيب ما حضراتكم اللي بتعمله التعصب وحضراتكم اللي بتعملوا الكلام اللي موجود ده كله لكن ايه لازمة ان اهلي وزمالك مباراة مهمة زي دي ومباراة عشان بس يعني نرجع لنقطة مهمة قبل ما اكمل كلام ان الاهلي ان شاء الله كده كده بالنسبة لجمهور الاهلاوي يعني مفيش قلق مفيش اي شيء مش واضح الواضح جدا قدامنا واحنا شايفينه واسمعناه وقرناه في البيان ان الاهلي مش هيلعب ماتش القادم غير بعد ماتش الزمالك يلعب ماتش الزمالك في الجولة الرابعة بعد كده يلعب ماتش الجونة في الجولة الخمسة وبالتالي اللعيبة بتستعد ان هي تلعب مباراة نادي الزمالك وبالنسبة لنادي الاهلي هم كمان بيستعدوا ان اللقاء القادم هو لقاء نادي الزمالك مش مباراة الجونة فعشان كده بقول حضراتكم الدنيا واضحة جدا من نسبة لنا عندنا هدف وعندنا مباراة عارفين من المنافس اللي موجود فيها ومين اللي احنا هنلعبه المباراة اللي جاية لكن الكلام والنغمات اللي بتبقى موجودة والتهديدات والكلام وخصم النقاط والليحة طب ما طبق الليحة لنفسك الأول بقيت طبقها على الناد الأهلي طبق الليحة أنت من الأول طلعت وقلت والكلام مسجل وكلنا بنشوفه بنسمعه مش بس في فرنات الأهلي في كل حتة في السوشال ميديا على الفيسبوك على الإنستجرام على تويتر حضرتك اللي طلعت وقلت إن الدوري هيبقى منتظم ما فيش ولا أسبوع هيتلعب قبل اللي قبليه وده يعني حاجة كده مكتوبة وكل الخمس أعضاء أكيد كانوا حضرين الكلام ده لكن رئيس اللجنة الخماسية تطلعوا وتكلم قالوا إن ما فيش مباراة تتلعب قبل المباراة عشان كده بقول لحضرتكم تأجيل المطش هو دور اتحاد الكرة المصري إيه أو دور اللجنة الخماسية إيه إن هم ينظموا يعني فيه تنظيم للمسابقة هو التنظيم ده أي حد ينظم لكن أنت دلوقتي ما فهو تطور ما فهو تحسن ما فهو تشتغل على السلبيات مفهود تشتغل على الإجابات شمت تطورها أكثر من هي موجودة لكن حضرتك بتيجي دلوقتي مش عارف تعمل مباراة كون القدم طيب ماشي ما الأهمل طيب ما الزمالك بيلعب النهاردة أو الزمالك هيلعب مع المؤولين كمان شوية طيب مش معنى الزمالك والمؤولين ما فيش فيه مشكلة طيب الجهات الأمنية قرأت لحضرتك مش هينفع ليه الزمالك طيب دور حضرتك أن أنت تقنع الجهات الأمنية تتكلم معاهم تقولهم ممكن المباراة نلعب في الإستاذ الفلاني بدون وجود جماهير زي ما تلعبت قبل كده في اختام الدوري يكون ممكن يكون في ظروف مش أحسن حاجة موجودة لكن زي ما بقول لحضرتك أو زي ما بقول لحضراتكم أبداً الكلام الأهلي واضح دايماً للأهلي الأهلي دايماً مش بيقول كلام عشان يرجع فيه الأهلي بياخد كلام أو بيقول الكلام مدروس كويس جداً الأهلي بيقول كلام بيكون متناسق مع بعض وعارف وبيقول إيه ما ينفعش الأهلي أبداً زي ما احنا شفنا سنة اللي ثلاثة أو الموسم الماضي اللي هو السنة الحالية مباراة الأهلي بPiramids في الكاس ولما الأهلي يعني الأهلي مش أخد موقف ١قابل مباراة الدوري قبل مباراة الكاس وبالفعل الأسمة أو مش أسمة هي أسمة بدون الأسمة اتحلت بدون أي مشاكل وبالفعل الأهلي اللعب مباراته الأولى في الدوري وبعد كده اللعب مباراته الثانية في الكاس زي ما بقول لحضراتكم أنه كان فيه كلام كتير جدا جدا يعني بيصار الفترة الأخيرة لكن زي ما بقول لحضراتكم نادي الأهلي مش داخل قضية أو مش داخل موضوع أو مش داخل مباراة وهو عارف أنه هو غلط لأ الأهلي صح 100% واللي يقدر يقول غير كده يطلع يقول لي فشي أنه أنت بتقول كلام غلط وأن موقف الأهلي غير سليم وصحيح 100% هرجع وأقول وعيد وزيد تاني في السطرين أو في الجملتين المهمين جدا الأهلي عارف وبيعمل إيه خطواته محسوبة مدروسة ومجلس الإدارة كله حريص على مصلحة النادي الأهلي وحريص على مصلحة البلد ككل من أول أكبر رصيها الأزغر رصي النادي الأهلي بيحترم كل مؤسس الدولة وأي شخص بمصر الدولة هو على العين وعلى الرأس لكن زي ما بقول لحضراتكم دور الاتحاد المصري لكرة القدم كان في حاجتين أولا أن الحالة الأولانية هو إقناع الجهات المسؤولة وإقناع الجهات الأمنية أن المباراة تكون في معادها وممكن تكون في ظروف مختلفة حاجة تانية المهمة جدا طيب هو دولة يعني الجولة الرابعة طب ليه تلعب نصها وليه مش هيتلعب نصها يعني لازم يا جماعة يكون عندها دوري منتظم دوري يكون يعني يليق بمكانة مصر الاجتماعية والرياضية كله بيقول كلام وكله بيتكلم وكله بكلم وكله بكله بشيء صل breed احنا مش بنحاول نتكلم ونجرح أويف نحاول احنا نتكلم بكلام محترم كلام إنه هو بمنطقية وبعقلنية مش هنطلع نعمل زي غيرنا نعمل فتنة ونخبط ونقول ونعيد ونزيد ونقول كلام ونرجع فيه ونقول كلام ونرجع فيه لأ كلامنا هنا واحد وكلامنا مرتب ومنسق ومنظم بنطلع بنكون عارفين بنقول ايه في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة علشان ما نجيش نقول إحنا قلنا وبعد ما قلنا رجعنا وبعد ما رجعنا هنرجع الثاني نعد للأهلي كلام واحد مش واحد علشان خطر هو فوق تحدي المصري كروة القدم لكن الأهلي دايما هو معودنا على النظام كل اللي دخل نادي الأهلي سواء في الجهات أو في المنظومة الإدارية أو المنظومة الفنية بتكلم في لعبات المختلفة الرغضية أو حتى بتكلم على الإدارة بشكل عام مجلس الإدارة موجود في إدارة جوناد الأهلي فأي فرع من الفروع عارف النظام وعارف السيستم اللي الأهلي بيمشي عليه وعارف أن الأهلي دايما لا يمكن يمشي على سطر وبيسيه بسطر الأهلي ماشي على سطر وبيكمل بالسطر وبيكمل بالسطر علشان كده بقول لحضراتكم المباراة الجاية لكل الجماهين نادي الأهلي اللي بيسأل وبتبقى عارفة وعايزة تعرف أنا بقول لحضراتكم الأهلي طلع بيان وبالتالي الأهلي كلام واضحة صريح مباراة قادمة للنادي الأهلي هي مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة لبطولة الدورة المصري الممتاز ده الكلام اللي طلعت حد كرة القدم لازم يحتوي البيان والخطاب ولازم يتصرف في الأيام اللي جاء لشان خاططه قام المباراة وده حق المشروع للنادي الأهلي وأنا ما أعتقدش أن النادي الأهلي بيفرض في حق من حقوقه زي ما دايما بيحافظ على حقوقه على مرء التاريخ وعلى مرء السنين ده يعني بالنسبة لي هو كلام واضح وزي ما حضرتكم شفتم وسمعتم النادي الأهلي دايما بيكون عنده موقف حازم وصارم وصريح بالنسبة للعبة كرة القدم وبالنسبة لكل الرياضات الأخرى لما يكون عنده حق لازم ياخده أبداً ما حدش يجي على حق النادي الأهلي علشان اللي بيجي على حق النادي الأهلي يعني في الآخر بيكون خسران بالقانون وباللواح وبالقوانين علشان طول ما أنت ما يخفك صح أبداً ما تقلقش وما تخافش من أي شيء ومن أي حاجة ده كان كلام سريع جداً بالنسبة للجزء الأول والكلام اللي أنا كنت عايز أقوله وأوضحه لحضرتكم بالنسبة للجولة القدمة والمباراة القدمة للنادي الأهلي وهي مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة مش عارفين موقف في الجونة إيه لكن النادي الأهلي موقف واضح وصريح إن النادي الأهلي إن شاء الله المباراة القدمة هي مباراة الأهلي والزمالك قمة الأسبوع الرابع غير كده كله كلام بيتقال ما حدش أبدا يصدق أي شيء بيتقال التهديد والكلام اللي بيتقال بدون أي وعي هو بيعمل إيه حضرتك أو حضرتكم اللي بتقوله فتنة والأهل يوزمالك والوقت بيكون حساس والكلام الحضرتكم عارفينه ده يعني حراك للأسف إن هم اللي بيعملوا الفتنة الفتنة أبدا مش يكون بين الجمهورين ما بين إعلام لازم يكون فيه إعلام سواء كان إعلام إيجابي وبيشيل حاجة اسمها تعصب ما بين الجمهورين وفتنة بين الجمهورين أو إعلام يكون موجود يعمل فتنة بين الجمهورين على فكرة جماهير الكرة المصرية بشكل عام هي موراش غير إنها تتفرج على برامج وتتفرج على مطشوط فأي كلام حضرتك هتقوله هيكون فيه فتنة أو هيكون فيه تعصب ده ينعكس على الجمهور سواء أهلي أو زمالك وضعنا هنا في قناة الناد الأهلي دايما عندنا مبدأ ماشيين به لا للتعصب دايما بنتكلم بنتكلم في الاتجاه المزبوط في الاتجاه اللي دايما بيعمل موازنة ما بين كل شيء ما بينجيش لحاجة على عساب حاجة لا بنيجي على الأهلي قوي ولا بنيجي للأهلي قوي دايما بنتكلم فار وبنتكلم في حلول طرد جميع الأطراف لكن حلواتك لو كنت أنا في موقف العكس إن أنا دلوقتي عندي زي ما لعبت في الموسم الماضي لعبت المشاطة مؤجلة قد إيه والضغط علي قد إيه وكان عندي إصابات قد إيه لما جيتش قلت أنا مش هلعب علشان خاطر ظروف أو مش هلعب علشان خاطر عندي إصابات أو مش هلعب علشان خاطر وخاطر وخاطر كل الكلام والحاجة جبقا اللي تaha게 لديك دي انت عملت وانت سويت وانت ملعبش دوري تاني غير لما جيت اللعيبة أو أو الفرق اللي انت أو اللعيبة اللي انت دعمت بيها الفرق علشان خاطر تفوز بالدورة طبع ما انت كنت فاري في النقاط قد كده ما كسبتش الدوري ليه ولو في الاخر انت لو ما كنتش كسبت الدوري او لو كنت كسبت الدوري معفوا متأسف كنت هتقول لا انا بالنسبة لي كنت مستعد وكنت بالنسبة لي انا عندي اي وقت ألعب فيه ومش فارق معايا طيب خلاص البطل واللي عايز يخب طولة الدوري ابدا ما بيهموش اي حد او ما بيهموش الحل الفنية اللي هو موجود فيها علشان كده بقول لحضراتكم ان موقف الاهلي واضح وصريح دور الاعلام هو وعي ما بين الجمهورين والوعي دايما بيكون من خلال المنصة الاعلامية اتمنى ان الناس اللي بتتكلم تقول فتنة تبص الاول على نفسها وتبص الاول على الشكل اللي هي بتظهر به بعض عايز اقول لحضراتكم ايه بعض الشكل الاعلامي او الشكل اللي دايما بنتكلم فيه في الرياضة الرياضة خلاص بقى دلوقتي كلها صوت عالي وخناءات ومشاكل مع ان الرياضة اول شيء بتحث عليه هي الروح الرياضية ما بين كل الاطراف وبين فريق واخر بين العيبة وبعضها بين الجهاز الفني والاداري بين مجالس الادارة نا ممكن نشوفه لكن في مصر اعتقد ان الوضع بقى صعب جدا الوضع بقى مش نستحمل ابدا اللي احنا فيه كرة القدم يعني ما بقتش لعبة رياضية كرة القدم بقت للأسف لعبة خصومة ولعبة صوت عالي ولعبة الند بالند ولعبة ان انا همشي كلامي عليك او انت تمشي كلامك علي او تحديات انت يعني يعني كلام كتير جدا بس تعالوا نروح ونمطلوا نشوف بقى اخر الاستعدادات الخاصة بالنادي الاهل والفريق الاول من خلال الزميل العزيز المراسل فروه صلاح فروه برحب بيك حبيبي تحياتي بيك يا عمر ولكل مشاهد ومتابعي شاشة اقلات النجل اهلي كل مكان طمنا اخر الاخبار يا حبيبي خلينا اناك عمر حالة من الجانسية الفنية والاسترح مع نويلة بالعبة النجل اهلي المدرق اللي من عرضه اتقلت مرامج ثمانة ساعة الرابعة اعكد الراحل اللي كان طريق الجهاز الفني ادها للفريق خلال امس بدل طريق مرامج ثمانة ساعة الرابعة مستر ريني فايلر والجهاز الفني وكيف انتر عبد الحقيقي تجتمع مع العدين في متصف الملعب اه بعد الاستعليمات والملاحظات الجهاز الفني دي الاعدين من اجل انها في استكمال المشيور القادم اه انصرق المرامج لما بدأ مستر ثمانة طبعا امر النهاردة المرامج نطق عليه ومشاد عليه الحالة البطنية كل تركيز على النواحل البطنية للتعادين مع مستر ثمانة كان منه هناك بعض الاحاديث الجانبية عبدالين الكابت الحقير عبدالحفيز والكابت ومستر ريني آآ فيلر. وآآ بعض التعليمات آآ من مستر ريني فيلر لآآ بعض الاعدين محمد بحمود. وآآ وليد ازارو. وآآ وصالح بمعة وهي بعض الاعدين في المبلالي. آآ تركز مستر ريني فيلر في حديثه ايضا مع مستر تماث على بعض الامور آآ في الجانب الجدم عند بعض الاعدين. آآ من اجل تهيئة اللي عبين لآآ ديدر نولي يا عمر ان كل اللي عبين في حالة تجاهزية بدنية آآ مران تقول ناعف يعني كادوا في آآ الحالة البدنية والتركز على النواحي البدنية. خلينا اطمنك على شفك تاني وهو شفك مهيبة المصابين. آآ مياردة عمر آآ كريم نزد بدأ مرحلة اللي هي المتأهيل الاخيرة بالآآ جاري حول الملعب مع محمود متولي ومروان مستن. آآ محمود متولي تقدر طول خلال ايام القليلة القادمة هيكون ان شاء الله موجوده ويشارك مع آآ اللاعبين والفريق في التمرينات اللجمعية. آآ وكريم نزد خلاص طول ما قلنا المتحلة الاخيرة من المتحلة التجهيز والتأهيل خطة كريم نزد خلاص طول يختتم هذا الامر النهاردة جاري حول الملعب ثم بعض التمرينات في الكورة تمرينات خفيفة آآآ بالنسبة المروان مستن يعور النظر من المروان جاهز لكن في انتظار واقع الوجهة أو القناع اللي انجاء الله هيكون موجود خلال الفترة القادمة هيكون ايضا مروان مستن بعد الحصول والحصول على القناع وواقع الوجه هيكون جاهز ايضا بالمشاركة مع النادر اهلي عبر. طيب يعني فاروق انت ستتكلمني في كل شيء انا عريض اسألك سؤال مهم جدا. اه بالنسبة لاستعداد الناد للmee اللعلية اللي يجاية هالي اللعيبة.endasق ومن بعض هالي اللعيبة وعية كل الوعية ان عندها مباراة مهم جدا. امام نادي يا الزمالك المدران اللي جاية يعني اكيد اللعيبة شايفت وحست وقربت اكتر من خلال البيان اللي طلالة نادي. واكيد الرؤية تم نقلها من خلال الكابتن سالح الاحفيز ان المدران اللي يجاية مش للجونة المبران اللي الزمالك ده تبقى للوايح والقوانين وتبقى لجدول الدوري المصري الممتاز حالة نفسية بأنه لعيبة بينها من بعض هل حالة التزبزب اللي موجودة في الكرى المصرية المؤثر على اللعيبة ولا أنت شايف من خلال وجودك وأربك من لعبة الفريل أول أن الأمور ماشية بشكل عادي جدا بالنسبة لهم كل شيء يعني هم مستعدين ليه صواء مباراة في الدوري أهلي ضد الزمالك أو الجون أو حتى مباراة في أفريقي هل تشايف أن الأمور مستقرة بشكل كبير الحمد لله؟ لا خلينا أصمرك أكثر برضو يا عمر هنقول حالة التزبزب الموجودة والتدارب في القرارات خارج النفاق الناد الأهلي وفي الحادة الثورة وفي القرارات منصفلة تماماً تماماً عن طريق الناد الأهلي وعلى استعداده ليه اللقاء القادم للقاء الزمالك للعديم في استخدمة التجيز الجهاز الفني مع العديم تصوصل تماماً حالة التدارب والتزبزب الموجودة في القرارات الخاصة دي مععيد النفاقات الخاصة بالمجنة التي تدير الحادة المصر لقرارة القدم تكن الثاني عبد الحديث ومستر رينيو بايلر مغفرين للعديم الجو المناسب أو الجو المنائم للإستعداد للمقرارات المعينة مركزة جداً يعني لكذا المراني الأهلي النهاردة مش هيختلف عن الثماريين اللي فاتت في الأيام الماضية لا هي حالة التركيز الموجودة الروح المعنوية الاتفاق الثقة عند اللعبين بتشوفي الثقة على وجوه لعيب الندرها دي على معلول ورمضان صفحي حرفت المرمى الشيناوي وشريك إخرامي وعلي نصفي عضي وليد أذارو سنحنوهم عن محمد محمود كل اللعبين بلا سناء تركيز بقام يعني صدر طيل هي حالة الثقة الموجودة عند اللعبين والتركيز مستمر النادرها دي مش مش يعني هنا ضرور نقول لا مفيش أي تأثير للتضارب الخارجي على الفريق لا الفريق مستعب بكل اللعبين جاعتين تمزدها لهم مباراة الزمالة مباراة زي أي مباراة في الدوري الفريق بيستعدي لها أيضا من اللعبين برضو اللعبة في تركيزها لمشوار الأفريقي ومشوار الزوري كلها أمور مركزة فيها أعتقد أن مليش مفيش أي تأثير لحالة التضارب الخارجية في قرار اتحاد القرى على اللعبين تماما ده كان كلام مهم جدا يا فروب أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي الزميل العزيز فروب صلاح من نادي الأهلي بالجزيرة وآخر الأحداث والأخبار اللي حضراتكم سمعتوها واتمنتو بيها على الفريق الأول سواء من آخر الاستعدادات أو حتى المصابين معاودة كريم ندفد أكيد إن شاء الله تكون مرحلة مهمة جدا ومرحلة جديدة ويقدر أنه يرجع تاني وينور مع زمائل جوال ملعب يتقلق من جديد وربنا يكفي دايما ويحميه من شر الإصابات ده كان جزء خاص بالفريق الأول تعالوا نروح الفاصل علشان نرجع بعديها نستقبل الكابتن أحمد أبو مسلم في أولى فقراتنا الحوارية من الأهل الليلة ونسأله ونشوف رأيه في آخر الأحداث والأخبار ورأيه أكيد في تزفزب الكرة المصرية خليكم معانا ولكن بعد الفصل أهلا بحضركم من جديد وأولى فقراتنا الحوارية ومع واحد من نجوم مصر والنادي الأهل الكابتن أحمد أبو مسلم كابتن أحمد أبو مسلم كابتن أحمد أحب بيك أكيد كتير جدا فتقدر تقولي الحالة اللي موجودة فيها كرة القدم من تزفزب وعدم استقرار ونتكلم بقى في تأجيلات رابع أسبوع طب الدوري الرابع الجولة الرابعة تلعبت نص منها ونص تنين ما تلعبش فرأيك بشكل عام عمر زي ما أنت قلت الحالة اللي قبل كده كنت تكلمت معاك فيها قلنا أول حاجة الأدريات أو الاتحاد الكور لازم يكون مسؤول عن كل حاجة إدارية موجودة اللي هو التنظيم وشوفنا راجل حط جدل كويس وقال لك مفيش تأجيلات يعني اتبشرنا خير يعني بس رجعنا للعكس رجعنا نتالي نفس الموضوع لن نتكلم نادل أهلي بيتكلم عن حقه ومش من الكلام أكتر من كده لانت راجل مديني موعد بمدي الجداول معينة ومديك متوشة معينة أقدر عمل السيستم بتاع عشان أقدر أشتغل الفترة اللي جاي شغالة زي بذات عند متوشة أفريكي عند متوشة بقدر أحتكي البلات يشعفين راجل بيعمل رتشها من شكل كبير فيقدر يعمل شكل بالزبط بالذات انت كمان خلي بالك انت بتحسبها احنا بنحسبها كمشاهدين غير المدير فاني المدير فاني بيحسبها وراء وقلان بيحسبها عندها خوب كان بمطماتش اللي جاي المدير فاني بردك عمل يعني نوعا ما اداء كويس مميز بس احنا نتصرع لحد لما نشوف بردك الموجهات القوية اللي بنتكلم فيه احنا بنتكلم عن الحق بتاعك فلازم الطبيعي اللي انت تاني تدينا حقنا مش نفدر كل شوية نرجع ولسه ما لابداش متوشة أفريكي خلي بالك لسه ما لابداش متوشة أفريكي هنرجع بدان انت رضيت بالأول كده يبقى عندك مشاكل تانية حتى كل واحد يقولك لأ انا اجل لنا كمان وشوفنا النهاردة كزا نادم الانديا بيطلوب اللي هو مش عايز يلعب مطش الخامس الاسبوع الخامس قبل الرابع لما يلعب الرابع الاول وكان في مشكلة من نادم اولين كان نفسي كلام كبتنا احمد ابو مسلم حالك قلت نقطة مهمة جدا ان انت مدخلش على مشروط افريقيا وبالتالي كله هيجي يتكلم يقولك اجل لنا كمان اللي عنده اصابات اللي عنده لعيدة في المنتخبات الاول للاولمبية حتى في المنتخبات العسكرية خلي بالك فيه منتخب اللومبي كمان يبقى فيه ناس كتيرة هتلعب تصفيب البطولة تلاقي بنا في مصر في اسكندية فالممكن فيه اندية تقولك انا عندي 3-4 هايبون عندهم خمسة هايقولك لا هايقولك طب ما تأجل لنا كمان مش معنى انت كنا بتحطيني تحت ضغط بالذات من شايفين برك العكس اللي احنا عندنا في الدوريات التانية الناس بتلعب من غير يعني مثلا الدور السعوية والناس بتلعب من غير يعني ما فيش مشكلة لعبة دولية لازم بتلعب عادي طب تانا احمد ابو مسلم هال حرك شايف ان دور اتحاد المسر وقورة القدم حتى لو الجهات الامنية طبعا بما انها المسؤولة عن تنظيم المباراة امنيا لو هي قالت ان المطش الاهل والزمالك مش هينفع يتلعب بسبب 1-2-3 دور اتحاد الكورا انها هيقول تمام ولا لازم يقنع الجهات الامنية بان توقيت المباراة ده اهم رسالة علشان نوجهها لأي حد ممكن يحس ان احنا دولة ما ننظرش ننظم مباراة القدم وده العكس تماما 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 احنا دولة بتقدر ان هي تنظم امه افريقيا هتنطلق كمان كم يوم نظمنا بطولة افريقيا 24 منتخب لأوي مرة في تاريخ افريقيا يتم تنظمها بعدد كبير من المنتخبات هل 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 تشايف دور اتحاد المسر كروت القدم ان هو بس ينظم ان هو بس يكون موجود يحط جداول لا لازم لازم اومر بريكم في اتفاق بينك وان الامن احنا ما عندهاش مختلفة اختلاف خرص على الامن وعلى تا وعلى مصلح العلية للمصر طبعا هم نتكلمش حاج بس احنا بنتكلم في نقطة لقت معينة زمانت بتقول احنا كان لسه من فترة رائبة مثلا من 5-6 شهور مصر كان بيحصل فيها الاستاذ الكوارب فيه استاذ قصد البرج العرب الاستاذات السماعالية واسكندرية والسويس كان بنتشب تلاقي بتعكاس لأمم كان الناس بتبقى موجودة 80 ألف و90 ألف و100 ألف كان الناس موجودة في الاستاذ الليل اذا ما عندهاش مشكلة التاني حاجة لاننا ه PCs تتكلم عن الشكل العام انت من الفترة اللي فاتت ما فيها حفلات كتير وفيه فيه مناسبات كتيرة في مصر موجودة وإحنا كلينا tyingلاب Sur Weこれ نناسب نلعب نعم اهل و زمالك وتمشي المسابقة خلي بالك زي ما انت قلت بدل انت تنزلت في اول خطوة يبقى الدوري كلها يبقى فيه تنازلات وش من الكلام دلوقتي احنا اش بنبص في يوم وليه لنادل اهلي او الزمالك ده اكبر حاجة موجودة بس بدل انت تريد كده لازم الانديه التاني لازم يكون فيه مسواه فدي مشكلة كبيرة اللي احنا دلوقتي احنا مستثمرين اللي احنا عندنا جدول عايزين نمشي عليه وانت شايفين متبشرين خير باللجنة خمسية اللي هي تقدر تدير بكورة مصرية بشكل موايز وفيش تأجيلاته وراجل لما لعمل قرأة بتونت الدوري شوفنا شكل شكل مختلف وانا بشرنا خير بس احنا كنا شكناها بنرجع تاني وارا يعني احنا شكناها بنرجع تاني نفس الخطوات السنة اللي جاية يعني هنفضل نفس الكلام نادل اهلي مثلا يروح في افريقيا نجد هيلعب فرقة تانية يقول لك لا اجلي يومين ثلاثة عبان ماجي عشان نزوله في الطيران خد بقية على نفسك كده هيبقى الدوري برضك هيبقى في مشاكل هيبقى بدل اول حاجة بتريتها بمشاكل هيبقى في مشاكل احنا بدل نتكلم ان احنا عايزين حق اينا حق اصيل اللي حين نضارع مصلحة النادي الاهلي اللي انت لقتي طب رأيك في البيانة كابتن احمد البيانة اللي صدر من النادي الاهلي طبعا بيوضح فيه ان هو يعني هيحتفظ بحقه وهو عدم لعم مباراة الجولة الخمسة قبل الجولة الرابعة وان المباراة المقبضة للفريحة مباراة نادي الزمالك شفت البيان ده يعني من وجه نظرك هل هو حق للنادي الاهلي والتمسك بحقوق وانو يلعب مطش الزمالك قبل مباراة الجولة وقال لرأي حضرتك بس عشان نوضح لاموره زي ما نحن بنقوله ان احنا فار هل هل شايف ان الاهلي مزود في البيانة او الاهلي ماروش حق انه يعمل كده خالص احنا نتكلم عن حقنا النادي الاهلي وده يعني شفنا البيانة لطلع البيان محترم جدا الشتحاد الكوره هو المسؤول عن المعيد بعتلي جدول جدول بالمنطوشة بتاعتي يبقى انت مكور اللي انت لازم تعمله اللي انت لازم تنفزه ما ينفعش تقولي الجهة امنية او حاجة امنية او يعني مهما كان السبب اللي هوش موجود نادلا يعني مصر كلها بتنظم كل يوم وقتمرات فوق الفئة الاعلافات فاحنا بنتكلم اللي انت عايز لو انت كنت عايز ننفذ المطش وعايز تدور على الحق النادي بتاعك كوراحت وسعي تقنع الجهات الامناء والاهم ما ينفعش ونحن مباعدة بدون جمهور وودي حتى اسوان وودي حتى لوصر بس اي اتجاه احنا مش بنتكلم بس بنتكلم انت مبدأ نفسه مرفوض انت بتكلم مبدأ نفسه اللي هم مرفضينه شوفتها كابتن ماتش ريال ورشونا ازاي رابط اللي جا الاسبينية قالت ايه لنا دين قالت لهم انا هديكم اهلة لحد يوم 26 اكتوبر تتفقوا جا انت الاتنين مع بعض على معاد لو انت فقط وصلتوا للمعاد هتبلغونا هنمشي عليه وخيروهم طبعا بين مواعيد يعني مواعيد معينة قالوا لهم لو المعادة عادة من غير ما ترجعوا لنا بقرار احنا هنحط التاريخ لا بس ما انت بص عمر خلي بالك زي ما قلنا من اول الموضوع كله ومشكلة كلها كان السنين اللي فاتت في منسبة للمنتخبات او الاندية او الحاجات دي كلها كانت ايه التنظيم ما عندكش بلاه موجود من اول السنة اللي انت هتقدر تتحط مثلا من يوم واحد لحد يوم واحد وثلاثين وقلت لك مثلا لما اننا كنت منلعب في اوروبا كنت منعرف يوم هابتل يوم واحد يوم عشرين هنزل لحاجز التكت بتاع الطيارة بطبع حاجز كل حاجز محل نتكلم في كده هي المشكلة التي اللي احنا عندنا التنظيم عندنا مشكلة مثلا نروح لليش عارف الناس كانت موجودة قديمة ورلحج ما نشعارف مين نروح لمين عايزين معايش عشان خاطر ان العال جاية مجهدة انه ناجل اسبوها ايش عارف ايه نفس الكلام فده اللي بيتكلم ايه حاب نتكلم فيه الناس اتغيرت بس السيستم هو هاو هاب نتكلم الناس اتغيرت ويعني اللي يتدير اتحاد الكورة هوا 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 نفس البيتكار هي هي نفس الموجودة يعني لو في ضلنا القرار التنفذ والدنيا مشت زم هي كده يبقى الموضوع هوا 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 احنا ما عملناش حاجة ما اختلفناش حاجة هي هي الادارة موجودة الشكل العام انت مثلا بيتجيب حد ما كانش مكنش ليه سبق قبل كده في الاتحاد اللي هو ما كانش بيدير بشكل كبير ناس كلها جديدة بس هو هو نفس السيستم وناس هي هي الموجودة وناس اللي جان هي 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 لجوه نفس الكلام احنا عملناش حاجة ليه بس لكن المسابات الغيرت مش سابات الغيرت بس مين باخد القرار عمر حال اللي حالك شايف وجود حسام الزناتي ممكن يكون هو طبعا ولد شاطر ولد ليه مستقبل كبير في الادارة الريدية في مصر لكن هالل حالك شايف ان وجوده في التعويت الحالي مش متناسب مع الكورة بشكل عام وانحنا عندنا يعني فيه تذبز شوية في بعض القرارات وان بالاخر ممكن نقول انه اتحرق بدري شوية هو مش اتحرق هو راجل منظم شغل كويس وكاس الأمم كان عمله بشكل كويس بس هي المشكلة كلها نقول احنا بنتكلم ان احنا تنظميها مع الامن لازم نتكلم يعني لازم يكون في حتى محاولات عشان ما نوصلش للموضوع ده لازم كان من بدري او يتحرك ودي عز خبرات يعني كان حد من بدري كان قاعد مع الجهات الامنية ولازم الموضوع يشغل بشكل معين زي ما احنا قلنا بدون جماهير ما عندناش اي مشكلة احنا خافين نعمله في اسكندرية اي حتة تتعامل فيها برج العرب ما برج العرب طول السنة الفاتت شال كل الفرق كل الفرق شاية الناد المصري قاعد ينكع عطول مقيم هناك في اسكندرية كل الاندية اي اندية بتبقى موجودة عندها مشكلة بتروح تلعب في برج العرب طول ليه من العبش في برج العرب انا كابتن بتكلم عن نقطة حسام الزناتي ان هو يعني انت كبت وفاقتك ممكن يكون موجود في واحد تاني عنده خبرة حسام يشتغل معاه وعلى نهاية الموسم او الموسم الجديد او حسام مش نقص خبرة احنا بنتكلم في حسام نقص خبرة انا بتكلم كابتن من احدش النقطة دي عشان بس محدش فهمه غلط انا بتكلم على وجود حسام الزناتي في تايتل الحلقة قلت انا خدت من كلمك ان اللجنة الخمسية اللي موجودة معندهاش خبارات في ادارة الكورة بشكل عام هم اول مرة يكونوا موجودين في تايتل او في مكان زي ده فعشان كده بقول حالك هل ان انا كواحد جديد موجود لازم اجيب ناس اصحاب الخبارات ولا اجيب وجوه جديدة علشان خاطر يعني تحطيلي سيستم ايه اللي مفووض يحصل عشان يحصل لي عشان يحصل توازن لا احنا انا عمتا وانا بشجع الفكرة للشباب لازم تشتغل بس مش لوحدهم بس لازم يكون فيه اتفاق ما انت خالبه لك عمر رجل يكون حتى لو هو مكتهد معندوش ادوات مش يعرف يشتغل انت فهم زي لازم تدين الادوات والصالحيات لانت تتكلم لازم نشوف مثلا النهاردة حطينا جدول او رجل حطي جدول وعمل قورة بشكل مميز جدا حلوي اوه اه الفترة او حطي لك الجدل معندوش مشكلة انت الوقت بديك عملنا كابتن بعد القرار ناس قرد ناس قردت لك الحج عامر الحج عامر وفرح الحج عامر عم حسام الناس فاكرة عليك ان القرار لي منزمها زي ما عليك كنت انه ايه ناس فاكرة ان القرار يعني بس من لجنة المبساكة لوحدهم ما عرفوش ان فيه تحاد كورة بيدير وبياقض قرار وممكن القرار الي فيه اصحاب كان كل فترة فاتت أو الظروف اللي فاتت حتى من الاتحاد القديم اللي كان بيدير كان لازم بيقعد مع الأمن أو بيتكلم بالاتصال مباشر مع الأمن اللي فيه كذا فيه كذا فيه كذا فاحنا بنتكلم هو ده لازم ليحصل لازم يكون فيه كونتاكت مع الناس عشان تكينعطف تتكلم ما ينفعش اللي أنا مش عارف أسيطر أو مش عارف أدير بشكل معين أجى طلع الحجة اللي هي مثلا يعني ظروف أمنية ده بالعكس انت كلا بتدور البلد في حاجات كتير يعني انت تتكلم في حاجات كتير ده مصر ليسه دخل على كاس الأمم لسه مننظمها بشكل مميز وناس كلها مبسوطة وليسه عندنا 23 سنة متخبوا لهم بتاعكبت ان شاء الله غريب نفس الكلام فانت كلا بتخش في حاجات تانية كتير والتانية حاجة ضيفة عمر التالتة الفرقة بتالي كان بتلعب ناتزة مالك اللي هي جات لقيت لك جنراسيون جنراسيون لما انت قابلتوهم لما انت ودتهم حتة تانية كنا هلعب بطرس بورت ودتهم حتة تانية فسكندرية فممكن يمسك لك النقطة ري قولك تمانها أنا كنت بتتكلم كلامي صح اللي في الظروف الأمنية فيها مشكلة احنا بنتكلم اللي احنا من لازم نحط السبب نحط سبب ممكنة السبب الناس كلها تتكلموا يعني الناس كلها شايفاه اللي هو على قد الحدث ما ينفعش ان انا يعني اجيب اي سبب احنا مع الامن مع مصلحة مصر نقولنا كل حاجة بس الموضوع الموضوع سهل جدا الموضوع فرقتين من غير جماهية احنا مئة سنة السنة فات لعباها كتير طيب عايزة اخدوا حرك في خطاب الناد الاهلي واللي اتكلمنا عليه والأكيد كل جمهور الاهلي تسمعوا وشافوا وقراء هل ده ممكن يحط لجنة الخمسية في مأزق ولا ايه اللي ممكن يفكر فيه لجنة الخمسية واعضاء لجنة الخمسية لما اروا البيان وتمسك النادي الاهلي بما يقفوا بعدم اللعب المباراة القادمة في الجولة الخمسة لجونة قبل مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة رأيي حضرتك ايه اللي هيحك مرها هو حتى الخطاب بتقال يعني احنا مبسوط جدا بالخطاب اللي التقال او البيان اللي نزل وده بيبيلك حاجة مهمة جدا كابت Triple خطيب طبعا يتمنه له الشافة لما جيتكلم في النادي الاهلي ما كان بيتكلم في بطولة النادي الاهلي قالك حاجة مهمة جدا النادي الاهلي بيتعامل على قد كومة النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي وعلى وايح وبناخد النادي الاهلي بياخدوا حقه بالقانون وبالطرق الموجودة فتحادم مصير الكورتكاطا صح واغلاط طبعا فده اللي احنا بنتكلم فيه اللي انت بتتكلم دلوقتي اللي انا رجل المسؤول عن مجلس دارة الناد الاهلي هو اللي بتتكلم اللي اوقع هي اللي تقدر تفصل بين اي حاجة تاني حاجة انت رجل المفروض بتدير المسابقة انت لازم تحط ما ينفعش تحطيلي نهاردة جدوال وبكرة تحطيلي جدوال تاني انا هلعب بلنسبوع رابع وفي دوري بره في اوروبا بتلاقيه بلنسبوع الخمسة بلنسبوع الرابع نحن نتكلم بردك ان احنا مش عزين نرجع بردك لأيام محمد علي مش عزين نرجع لأيام العصر الحجري وردك حمر انت تتكلم ازاي نحن نازم نتكلم لمفعش يبدال انت ماشي بشكل كويس واحنا بتشجع التجربة الشباب الموجودة لازم اكون انا حطت الجدل بشكل مميز ما يفعش ألعب لأسبوع الخامس والأسبوع الرابع انت مسموحة لقلك انا انش ألعب لأسبوع الخامس ألعب الرابع وجاء لك المؤلم ان كانش عايز يلعب نفس الكلام انت بتتكلم لكل النادي بيدور على حقه بما شايفه الاصلح لي انا دلوقتي فائق الفرقة هتكسب مناسل المؤلمين لك انا لابد زمالك تبما انا كده ممكن ورد لأنا ممكن اخسر فارروح المعنوان بتاع الفرقة بتاعتي تبقى ايه تبقى صعبة جدا هيبقى عندي مشاكل هلعب فرقة بعدها قوية ممكن اخسر تاني او هلعب فرقة ضعيفة انا كنت هلعب فرقة قوية اقدر اخب منها بونت او اتنين بونت او تلاتة وبعد كده لابد زمالك ممكن ورد لأنا كسب او اخسر فكل واحد بيدور على الاصلح نادي الاهلي ما بتعداش نادي الاهلي بتكلم في الحقوق والحاجات اللي احنا عايزينها اللي هو حق النادي وحق البطولة انت بالدهاني اللي انت الفرقة اللي هي الشروط اللي انت حطها لان هل ممكن نقول لك أبدا ان كل واحد يتحمل نتيجة اخطاءه طبعا يعني الاهلي ما حاطش رجل اللجنة الخمسية اللجنة الخمسية يعني كل واحد يتحمل نتيجة اخطاءه وان انت ما نسقطش الامور قبل ما تاخد قرار بس كده التاني حاجة هو مين اللي بيدير المسابع عمر تحدى المصر كروت الخدر بس انا منتظم بك انت لاتي قلت لي البيان دلوقتي اللي انا هتلعب بكرة هلعب بكرة انت اللي بتنظم المسابع ما تجيش تقول لي لا مش هلعب بكرة عندي مشاكل طب انت حطوتي التاريخ ده ليه يبقى انت المسؤول المشكلة عندك انت المسؤول انت تحلها طب لو حصل مشكلة وحصل ازمات وده ورد انه يحصل هل ان طبيع لجنة الخمسية تجتمع بناديين حتى لو على انفراض وتعرف النادي قابليها بشوية لكن ما يتفاجئش قبل المتصف هي دي مشكلة مشكلة الحوار اللي لو انا عندي مشكلة لازم اقدر اتكلم واقدر اشوف المشكلة تتحل منين اقدر اشوف هنا ايه نسب هنا ونسب هنا ودورة ليه الحق ده لازم يشتغل ما ينفعش انا اروح جايب انا هو ده لا يتنفذ وبعد كده هو ده اجيبها في الظروف امنية هي ده اللي يحصل هو ده اللي يحل الموضوع يعني ما ينفعش المسابقة كابتان احمد منتظم هل هو امر صعب على اتحاد كرة القدم مش بتكلم على اللجنة الحالية لا انا بتكلم على اي تحاد كرة القدم موجود هل تنظيمه سابقة تكون موعيد محددة وتواريخ معلنة ونمشى على طول سنة هل ده امر صعب يا رجل المحسن مزاناتي عملها هو ما فيش اي مشكلة بس احنا بنتكلم في التطبيق عمر عندك مشكلة في التطبيق ويبدأ طول عمرنا طول ما انا مشيين بالدنيا يعني ما فيش نظام ما فيش لوائح تحكم المسابقة حتى لوائح لتعملت احنا طبعا مش شفنا الاسبوع الاولاني او الاسبوع التاني زي ما انت شفت خصمات خصمات و لوائح قلنا بشرنا خير يعني 30 الف جنيه شعارف مين و 20 الف جنيه مين وشعارف تأخير عن نزول الأرض لسيات 50 الف قلنا خلاص بقى القانون هيمشى على الناس كلها بعد كي ترجع على النقطة تانية لانت كل شوية يحصل المشكلة انت لوقت اجلت ماتش من لاشي يعني انت مشكلة لاشي يعني المشكلة ما فيش اي حاجة انت الملعب محلول كل حاجة محلول فما تجاليش انت صدر المشكلة تدخلني في مشكلة مع الامن في حاجة زي كده فانا ما شايف اتحاد المصري من اول لو كان قادر يحل الموضوع كان ممكن يعمله بشكل احساب من كده بكتير طيب عايزة السيح لك اخي سؤال في القصة وفي الملف بتاع ناد الأهلي وتأجيله وطلبه ان هو يلعب مباراة الزمالك قبل مباراة الجونة هل حالك شايف ان توقيت البيان من ناد الأهلي كانت توقيت مناسب ولا متأخر ولا بدري ده طبعا توقيت مناسب على قد الحد اسم انت خلي بالك احنا سمعين نخلي بالك في مشكلة كبيرة جدا الموضوع المشكلة لما تأخذ قرار في تحدي المصر الكرد قدم بيترمي زي بلونت اختبار يا عمر تيترمي الأول هو لسه احنا عايشين في بلونت اختبار لسه نفضل الموجودة لحد ونفس السيستم موجود لو انصرب ونعرف رد الفعل شوف رد الفعل ايه لو ايتي الدنيا مختلفة زي بردك الموضوع بتاع المنتخب المنتخب مصر الأول لما الدنيا ترامت شوية نفس الكلام اللي كابتن حسين بعد كده كابتن هاب جلال شوف رد الفعل الشارع ازاي الرأي العام والسوشال ميديا والميديا ماشية ازاي بالزبط فهو ده اللي احنا مشويف بيه فترة نشوف الأول الشكل العام ايه شوف رد الفعل عامل ازاي لو لقيت الدنيا ماشية كويس لا ممكن نكمل لو لقيت الدنيا دربك شوية ممكن نحنشوف لها حل يعني حاول نشوفها حل فنطلع حاجة ما نقدرش ولا أنت دي در تتكلم ولا ما نقدر تتكلم دي مصلحة أولي طيب كابتن دلوقتي عنديا طلبت أن هي مع ناديا تضامنا معا ناديا ما تلعبش الجولة الرابعة قبل الجولة الخمسة وفيه عنديا لعمت ما عنداش أي مشاكل الجولة الخمسة قبل الجولة الرابعة حضرتك يعني مع مين يعني لو ناديا دلوقتي عندك عنديا وفقت وعندها ما وفقتش يعني بأمانة وكل صراحة كابتن أحمد أبو مسلم شايف الوضع ازاي ويميل لأنه كفة لا أنا ميل الكفة اللي هي المصبوطة اللي هي اللايحة الموجودة اللي هلعب النهاردة أهلي هلعب أهلي هلعب مطش بكرة لتحاجد هلعب أهلي هلعب دجل هلعب دجل ما ينفحش ترحمر أهلي وبعد كدة تلعب لي دجل وبعد كدة تلعب لي وشكل تتخلي فيلم إزاي سنة لفدت لما ناد الأهلي تأجله وكان مطش اللي هو كان بيلاعف بطولة الأفريقية لقينا مسكنا لقينا سماعات شغلة من هنا لحد أفريقيا اللي ناد الأهلي بتأجله المتوش على الحزب الوقت اللي انت عايز انت فهم ازاي? وتلاقيت بقى ازعاد بقى واللاد لها اللي بيختاروا الفرقة الضعيفة دلوقتي. وقعدة وتسوير وبص راجل دا كان ازاي? والفرقة دي. ولحد لما يرجع رمضان صبح ويجيب اليناير ويجيب اللاعي بقى. تبا انت تتكلم ازاي? تبا احنا لاتي ما عندناش مشكلة. احنا ممكن نلعف ايه حتة. اخدنا في الهندة هنلعب. اه. احنا لاتنا مشكلة. دلوقتي المشكلة انت عندك هتدير هتعرف تدين المسابقة. ولا مستعرف تدين المسابقة. طب هما دلت لو حد بيتفرج علينا وقال لك. والله دل مش همين حاجة. وعملين يقولوا كلام وفيه المسابقة عشان تتنظم بتاعتك واحدين ثلاثة اربعة. يعني رأيك ايه يعني. ولد ايه دا يحصل ولد انا دا يتكلم. هي المسابقة تحت الدور المصري او اللي انت حطه الاعسابية. دي عايزة مشكلة. انا انا نفس اعرف هو ايه المشكلة في تنظيم بطولة بتواريخ معينة. اه. ولو حد بيقولك الموضوع يا جماعة زي ما انتوا فهمينه. طب انا عايزة افهم ايه اللي احنا مش فهمينه. يعني يا كابتن الكلمة دي. في الاعلان بقالها كاميوم. هي الناز اللي بتهاجم اللجنة الخمسية. يعني مش نهاجن. يعني مش نهاجن. طب. طب. نسأل في مين. ولا ولا كابتن نقول لي مين. يعني نروح مين. نروح للقالدية. مالقالدية ملاش دعوة. ما يقولك انت بتسأل الراجل المنهوض اللي هي اللي تحدد مصر الكرد قدم هو اللي بيدير. فانت بتسأل الراجل اللي بيدير. الراجل اللي بيدير هو عنده جواب دلوقتي ما بيتخدش منه حاجة. لازم الاول يرمي لك حاجة تشوف انت رد فعالك ايه. وبعد كده ما جاتش. يدخلك في اتجاه تاني خالص. اه لازم يتجرج من اتجاه تاني خالص. بعيد عن كل البعد عن الكرة. يشوفك ايه حاجة. هم نتكلم في مسابقة. اي حد يقدر يعمل مسابقة يا جماعة. ده 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 تواريخ بنشوف الناد الهلي عنده متشرب امتى. وناد زمالك عنده امتى. ناس المشتركة في افريقيا. فهمت ازاي. واعمل الجدول واشوف حد امتى. واتدي له واسع خمس ايام اللي مكون عنده مساحة. لو حصل مشكلة ممكن يوم او يومين مش عمله حاجة انت فهم ازاي. والدورة يمشي على كده. بس محدش بقى حتى لو فرقة عنده زي ما قلتلك الفترة جاهة ومنتخب اللهم بي لازم اه هشوف البديل. مش عطل الدورة ممتاز عشان اربع لعيبة او خمس لعيبة. ما الكلام ده ما بيحصلش برضك. لازم الكلام تتكلم في المسابقة اللي هي التواريخ الدولية اللي هي فيها متوشة ومنتجمعت منتخبات. ما عندهش مشكلة. او ما لطول ما من مسابقة عمر الدوري الممتاز. بتكلم على الثلاث اسابيع الاسبوع الاول والتاني والتالت. ورابع الاسبوع تلعب منه شوية احنا في اسبوع الخامس دلوقتي. ما احنا 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 رابع والخامس. احنا نطينا سيبنا الرابع وتلاخلنا على الخامس. ما لا لا فيه متشوط رابع تلعب. فيه متشوط رابع تلعب تنبارح. عشان كده بقول حالك. رأيك في المسابقة لما لما كانت ماشية منتظمة قبل الكلام الخاص بمبارات اهلي وزمالك. رأيك حررتك في ايه? ورأيك في مستقبل المسابقة او شايف المسابقة هيبقى مستقبلها عمل ازاي? بعد اللغة الكبير والكلام الكبير. وبدأنا في قصة التأجيلات بدري بدري. فرأي حررتك ايه? احنا كنا طبعا كنا مبسطين متبشري خير. بس بعد الموضوع الحدث اللي حصل دوت اكيد هيبقى فيه مشاكل تانية. هيبقى فيه دو مصابقة او عنده مشكلة او عنده حاجة لازم هيأجل. هيولك انا كنت بيعوا لعب افريقيا الثناني. ما هي لعب افريقيا الثناني اشتبني او بيلعب الثناني. كمان مع الاهل والزمالك. اهل وزمالك وبيرامت. بس. نفس الكلام. والمصر كمان هيبقى عندك مشكلة. الناس هتجي تقولك لأ الظروف التيران هتأجل. مص بدا لك اول حاجة تنزلت يا عمر. واش لا تنازل. يعني أنت لما أجلت وعملت حاجة زي كرة هيمشي على الناس كلها ما ينفعش تأجل لحد وتسيب لحد تاني كابتن أحمد هل ممكن قرار تأجيل يوروبك حسابات مدير فني أو فرق بمعنى عشان بس الكلام يكون واضح والسؤال مفهوم لحضرتك أن مثلا استعداد الجونال للماتش اللي جاي ما كانش الأهلي فأنا ممكن يكون لعب واخد انظارين وأنا مخالي ياخد انظارين علشان قالت يلعب ماتش الأهلي بدون أي مشاكل العيب عندي مصاب فأنا بعده بكل ما قطيت من قوة بالجاهزة الطب اللي موجود علشان يكون جاهز لماتش الأهلي هل كابتن قرار التأجيل ده وان الفريق يلعب مكان فريق في ماتش ومعاد مش معاد وهل ده ممكن يوروبك الحسابات الفنية للفرق مش الأهلي والجونة بس هي فنية طبعا بقى فيها مشكلة كبيرة جدا أنا كمدير فني عارف من النهاردة أنا فأقول الأسابيع اللي خالب لك الأسابيع الأونادي عمر بقى فيها عندها بتلم ابناط يعني بتلم زي الحرص حدود مثلا عمال يتسحب وعمال ياخد ابناط كويسة يعني كسب مبارع الإسماعيلي بقى الأولات عنده بقى سادس انت فهم ازاي فالأسابيع الأونادي انت طول ما انت مش فاي أو شف في فرمتك بتلعب الفرق الكبيرة في الأول ممكن انت بتلم بسرعة وهم وش لسه ما دخلوش في فرمت المباريات انت فهم ازاي ففي حد يقولك أنا قابل ان اردى النهاردة الآلي في الأول ونهارد لك لا قابل نهاردة زمانك لسه ما اجهز قاعد راخد منه بمط أو اثمين أو ثلاثة غير لما يلعب بعد اصلا خمس جولة أو سدس جولة أو سبع جولة انت فهم ازاي قال الحمل البدني وان كل مدارب بيجاهز لعبته فنينه بدنيا بيكون معلاقة بالترتيب المتشاط طبع ما انت خالي بالك كانت انتحد وكورة فيها انتفاهم الكلام ده ليه ليه ما بيفكرش بالكلام ده ليه ما بيفكرش في أكل عيش مدير فاني ويفكر في أكل عيش فريق فجو مهور بيفكر في مصطحة الفريق ليه فاكرين ان كل مباراة زيها زي غيرها بستعدل الاهلي زي استعدل الجونة زي استعدل اسماعيد زي اللي ممكن فيه مدير مدير مدريف ان يمكن يمشوا انا بتكلم فيه مدير عيش اه طبعا الموضوع بيقى صعب جدا انت مثلا عندك الاتحاديين فيه تعادل وهزيمة ومكسب فممكن النتاج مش مساعدك قوي تروح بلاعب فرقة مثلا كنت تلعبه الأسبوع الخامس يعني فاكر المطش الرابع يبقى عندك سهل شوية تكسبه وتخش على الخامس تروح انت لعب الخامس تروح انت ماشي يا غير بقى كمان زي ما انت تقول كده فيه لعيبة هتبقى انت عامل حسابك اللي انت هتخدمه على المطش دوت او عنده انذارات فهقدر اخليه افكود المطش ده عشان لعبه مطش اللي بعديه فدي كلها فنيات فيها حاجات مشاكل كتير جد نحن نتكلم بس نحن نتكلم على المبدأ نفسه نحن نتكلم دلوقتي على المبدأ نفسه انا نتكلم دلوقتي على المبدأ نفسه او انا لقتي انت لليه ترجعنا الى ورا اللي كون منطلع الى قدام نرجع تاني الخطة الى ورا ليه عشان تنظيم نحن نزل عامل وعدوا الحج عامل حج عامل دخلنا نفس القسمة هي اسيناريو واحد هل ده يثبت ان رئيس لجلة المسابعات هو اينظم بس ومالوش قرار في اي حاجة تانية او الا رئيس اجل المسابعات ممكن يقرر وممكن ينفذ رأيه او ممكن يمشي رأيه طبقا للواح والقوانين لا هو شو اخذ الصلاحات كاملة الواضح صح؟ طب الطبيعي يا كابتن احمد طبيعي الطبيعي اللي انت تنزل تمشي بالصلاحات الكاملة انا همسك في المكان ده اما تبين الصلاحات الكاملة قدر اشتغل وطلع الشغل بشكل مميز زي ما احنا شفنا في كاس الامم فضل او حسام كانوا واخدين صلاحيات من جهات اعلى وكان فيه مساندة كبيرة جدا من البلد فعشان كده تلع المنظر اللي احنا متوقعين اللي هو المنظر المحترم اللي يلي باسم مصر طب كام واحدة كابتن ممكن يوفق يرفض يقولك انا بقى موجود رئيس الاجل المسابعات او موجود عضو رجل الخماسية بس ممكن ما يكونش فيه صلاحيات فممكن هستقبلتلك انا بقى موجود مفيش مشكلة او بقى موجود دي ترجع لي شخصيات كل واحد ما انت خلي بقى دي تحسب على كل واحد دي شخصيات كل واحد انا هخوش عايز ابقى انا رجل اا اَا قفيدي المكان او رجل او موجود اللي انا تكملت المجلس انت فهمك كاي فده ترجع لكل واحد كل واحد شخصيات ايه بالضبط لايما دي لكرة المصرية وقتا رعاة من شكل كويس ناس كلها تقدر تتكلم من السنة دي زي ما انت عملت اسأل حاجة عن انت عملت قرعة مكنوش بنشوفها قبل كده بشكل مميز وجبت النجوم موجودة قبل كده اعتزلت سحبة القرعة الناس كلها بوسطت واتفقلت خير فانت احنا بنتكلم دلوقتي اللي انت لازم تعمل تكمل تاخد البصمة اللي انت عمتها دي تشغل فيها بشكل كويس ماينفعش نرجع تاني للورة تاني وهنرجع تاني للموتوشا وهنعرب مطشين في الأسبوع ونلعب تلات موتوشا هيبقى فيه مشاكل كبيرة جدا نخلي بلك فاحنا بنتكلم من اللي احنا عايزين نحق الأصيل بتاعنا اللي انت بتتكلم فيه مدال أجلت يبقى خلاص يبقى انت خلاص بعد كده الفترة الجاية هتقابل كتير بقى هتاخد بقى حاجات كتير جدا هنعمل لك في أمم أفريقيا اللي جاي بالشكل اللي حالك شايفه ده أمم أفريقيا تحتها 20 سنة وقفض مصر كتن شوقي واتكلم معك في لك انا عايز اعرف رأيك حالي احنا بالشكل اللي حالك شايفه ده زي هننظمه ازاي يكون في جمهور وازاي وازاي هالحالك شايفه انه يكون بطولة مكحز الأمم أفريقيا اللي ممكن القرارات اللي موجودة حاليا تؤثر بعض الشيء على بطولة أفريقيا لا خالص خالي بالك البطولة الشعب المصر واعي جدا انه التاني حاجة انت تتلعب باسم البلد دلوقتي اللي هو منتخب بتاع شاوي غريب اللي هو منتخب المنبي اللي هو موجود في محمد شاوي ورياض شيتوس ومعتمد جمال جاس فني محترم بس انت تتكلم اللي هو عامل م��وشة في م �وشة في اسكندريج اكتبوا موجودة عمر زمان تعرف وفي منتوشة تبقى فى الكهيره شو بمجمعتين فانا شايف ال related ان شاء الله مجموعة الكهيره يكون فيها اللي عب على استاد الكهيره استان عارف لهم عبر حادي الوقت المعلومات اللي عندنا لهم عبر عافلة استاد الكهيره فان شاء الله تبقى يعني ان شايف المنتخبات المجموعة قوية شوية بس لو جنا نتكلم المجموعة دي قوية والمجموعة التانية برضك خلي بالك قوية. يعني اللي ننزي بعض عمر خلي بالك. وتفوار ميجيريا جنوب افريقيا زنبي. ماشي. طبعا انت عندك ولا منتخب عربي يوصل للمغرب وصف ولا تونس ولا الجزائر. تمام. مجموعة تانية مصر والكاميرون وغانا ومالي. ما خلي بالك على فكرة نفس المجموعتين نفسينا المجموعة دي قوية والله المجموعة دي قوية. وخلي بالك اللي حطت قدامه هدف. ناشي احنا مش احنا ما اختلفناها كابتالا احمد بس المجموعة تانية جدا 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 جدا. محتاج شغلي جامد. هو محتاج شغلي جامد. وخلي بالك كابتش هو غريب عنده عنده العناصر وعنده الحاجات عنده الخبرات الكبيرة اللي يتحط في المواقف دي قبل كده كتير. كان معانا من ايما كنا بنلعب منتخب الشباب. عايز فالك عشان قطل انتلقاته. كان معانا منتخب الشباب كان عندنا مجموعة اكتر كنوانا وجنوب افريقيا ووانا مع غانا. الوحيد اللي كان عامل معانا مشكلة غانا عشان كان عمار السنية بتاعتهم انت عارف السنة بتاع منتخب الشباب بمزورين شوية. العمار كبيرة شوية. فاللي طلعنا من بطولة اللي قبل انهائي في الامة افريقية في السيبيا كانت غانا. واللي وصلنا نكون بنلعب تايا. كنا نلعب على الفينال اللي قبل انهائي برضا. اللي طلعنا منه لعبنا على ثلاثة ورابعة كنا نلعب على الاول والتاني كانت غانا. فبنتكلم اللي هي غانا في العنصر دوت عندهم العناصر الكبيرة شوية. بس نحن نتكلم هو عنده من الخبرات وعنده حاجة ميزة كبيرة جدا اللي انت عندك محمد شاوي وعندك شيتوس قريبين من اللعيبة شوية في السن. انت فاهم ازاي؟ فبيقدر ينقل الخبرات بتاعته بشكل احسن. ودي الميزة اللي هو عملها اللي هو اخد ناس صغيرة مرت التجربة يعني اشتغلت التجربة واحرازت بطولة. فتيقدر تنقل خبراتها بشكل اصرع منهم. انت عارف عنصر السن كبشاوي كبير. وكانت معتمن برضا كبير انت فاهم ازاي؟ انت السن سن شاوي مثلا اكبر منهم مثلا 8-9 سنين. فالموضوع من الموضوع. محمد شاوي عشان ناس بس بتتفكر شاوي. لا محمد شاوي. محمد شاوي. دلقة الدماغ اختلفت وكلم تاني في الكورة وايه وعلى رأي بركات كورة في الكليتش. انت بهم ازاي؟ فهي دي النقطة اللي الدنيا اختلفت سيمرنهم بالتجربة هتبقى احسن شوية. اللعبة هتبقى عندهم يستفادوا بشكل مميز بالذات انت تتنين لهم المعلومة بسهولة اللي انت عشتها وقالت لهم النهاردة هيحصل كذا. هي محتاجة جهد كبير. محتاجة مستندة وانا شايف البلد ممتبخلش اي حاجة. احنا كفاءة اللي عملنا البروفة الجميلة عملناها والمنظر الحضر الكبير اللي عملناها في كاس الامم اللي فاتت. انا شايف ان شاء الله هي البطولات دي وعمر المجمعة دي تبقى فيها مشكلة كبيرة جدتين. اول ماتش. ايوه. لو كسبت خلاص. ممكن قبل كابتما نروح للبطولة عشان عايز اسأل حضرتك على متابعتك لأداء المنتخب الأولمبي في اخر مباراة امام جنوب افريقيا لو حالا كنت تبعت او حتى تفرجت. دي اشوفت الماتش او. المنتخب الأولمبي محتاجين شدة شوية ومحتاجين يشتغل على نفسهم اكتر علشان عندهم بعض السلبيات اللي موجودة. والبعض الاخر قال لسه منتخب مصري بيستعد علشان يبقى جاهز لأول مباراة. رأي حضرتك ايه؟ وفي الاخر عايزك تقول للمنتخب او تقول لكابتن شاء الله غريب. المحلة اللي جاية محتاجة ايه بالظبط علشان ما فيش وقت ودخين على حدث. بنتقهل من خلاله لأولمبياد توكيو 2020. لو جاءنا نتكلم مع التجربة الفاتش الثالثة على جنوب افريقيا. التجربة والشوحش عم ما اخلي بالك من بردك شوية غريب. عنده من الزكاء اللي هو بردك مكشفش عناصر اللي موجود عنده كلها. فممكن يكون حاطت بردك العيبة في اماكن. عايزي شوف ده نهاردة رمضان الناحية ده اتجاه تاني. عايزي شوف مثلا مصطفى محمد من تحت شوية. عايزي شوف مرام صلاح محصن بشكل مميز اكتر من كده لعب على اطراف اوي. شوف شكل. عايزي شوف احمد والفتوح الباكليفت بيشتغل ازاي بيعمل شوتنج. فانا بكلمك هو عنده عناصر كلها المؤلم بي. عنده منتخب قوي عنده منتخب قوي. احنا بنتكلم في التجربة على جنوب افريقيا. هي الميزة ايه المميزات التي عشاءه غريب. لو عايز يلعب في منتخب قوي. عنده السراعات وعنده الهجمات المرتدة بعملها سريع جدا. انت عشوفت منتخب جنوب افريقيا. كانت باص ويعملوا الهجم المرتدة في ثانية. فانا بنتكلم ان هو كان عايز تجربة ديت. عايزي شوف اللعبها كلها. التاني حاجة هازين نتكلم اللعبها عندهم الخبرات. هي التاني حاجة كان عامل متوشة من فترة. اللي هي كانت موجودة منتخبات. لايه منتخبات الدورة اللي كان بيلعبوها. بيلعبوها بره. كان بيلعبوها في إطالة واش عارف ولا فين بالظبط. كانوا احتكوا بمدرس كتير. فهو غريب عنهم ان الخبرات ديت تلويني لها بشكل كويس. بس خلي بالك ده كله واش يجي زي ما قلنا. في اللعيبة الهدفة ايه. يعني احنا ما كنا معاها مثلا منتخب الشباب كنا بنتكلم. اللي احنا اول يوم اتجمعنا فيه. اللي احنا ان شاء الله كنا خط وخطنا. قلنا هناخد بطولة بطولة افريقيا. وبعد كرة هنروح كاس العالم. كان طموحنا. والحمد الله حقنا معاه. هو طموح اللعيبة عايزة ايه بالظبط المرحلة ديت. عارفين بلعب باسم مصر. البطولة على ملعبنا خلا بلك عندهم ميزة كبيرة جدا عمر. اللي انت بتلعب على ملعبك. وسط جماهيرك. انت لعبش في افريقيا. انت عارف في افريقيا. اللي اكل صعب جدا. الملاعب صعبة جدا. درجة الحرارة مختلفة تماما. انت بتلعب في مصر. فان عندك كل حاجة سهلة. عزا ادائك انت في المرعب. فانا شايف اللعيبة عندها شكل مميز. وعندها جاس فني كويس. انا شايف انت ما نرم التوفيق هو اول مباريات ديت. لو كذب ان شاء الله اول ماتش. ادينا بتختلف. في البطولات دي احنا حتى ما كنا بنلعب. في البطولات اول ماتش تعادلنا. بعد كده كسبنا على طول. لازم الاول حاجة في اللقاءات المنتخبات دي. لازم تكسب اول ماتش. عشان تقدر تعدل مرحلة بعدها. الناس تخاف منك. تاني حاجة تقدر تجمع نقاط بسرعة. عشان انت خالب لك اما ست ما ست فرق. هياخدوا اربعة هنا واربعة هنا. تمانية متألي. البطولات عندك مجموعتين اربعة واربعة. اربعة تمانية هياخدوا منها ثلاثة. بس في دلوقتي اه لا انت عندك اه لا اثنين واثنين كابتن. اثنين اول وثاني من هنا اول وثاني من هنا. بس زمانة كابتن او قبل البطولات اللي قبليها. كان عندك الاول والثاني والثالث بيصعدوا. اه يوقت الوحديهم. الرابع كان بيلعب ملحق مع اه مع اللي جاي من اسي. ايه. ففيه كلام انه هو اتلغى. اتلغت دي لا اتلغت. حلو او اتلغت. في دلوقتي بقى الموضوع عندنا صعب. يعني احنا كابتن في مجموعة مش سهلة مجموعة فيها ثاني. بس انت خالب لك ده اربع فرق. يعني انا شاف الموضوع ان شاء الله كسبت مطشين خلاص خلاص الموضوع. انا شافنا صعب وسهل. سهل ان انت لو انت لو كسبت مطشين خلاص وصلت. بس انت عندك حاجة تانية. حاجة تانية اصعب ان انت لما تصعد. عندك نوكاوتس. يعني انت عندك قبل النهائي. فانت لو صعدت للمباراة النهائية انت خلاص وصلت ما عندكش اي مشكلة خادستك الاول. لا قدر الله قسرت. عندك فرصة ان اللي قدامك على الثالث والرابع. ان الثالث ده يصعد. يروح مباشرة للالنبيات الرابع يخرج. احنا بنتكلم بقى في اول مطش ده خمسين في المية من البطولة كلها. بس اول مطش. بس اول لقاء ثلاثة بانطر خمسين في المية من ترجلك جوه. فهذه النقطة اللي بنتكلم فيها. اللي بطلات البطولات اللي هي مجمعة دي لازم تكسب اول حاجة. مين من المنتخبات يا كابتن احمد اللي ان شاء الله ان شاء الله تتوقع عنها تسعد مع منتخب مصر. هل لحدك شايف كاميرون ولا غانة ولا مالي ناس. بس اول مالي منتخب قوي جدا. عارف. يعني كل يوم زي باسم الله ان شاء الله اليو ديانجي كده. بس انت تتكلم في المرحلة دي عندك غانة بتبقى مهيزة جدا. طبعا. والكاميرون بتبقى صعبة شوية. هم دول صعبين شوية. ممكن مالي يعني اقلهم شوية. بس مالي كوريتها برضا كويسة تطور الفترة الفتتة بقى المنتخب الاول كمان جاهناه هنا. فرقة بتؤدي اداء كويس جدا. وخلي بالك نص الفرقة دي منتخب اللومبي خلي بالك كل الفرقة الموجودة كانت غانة ولا كاميرون ولا مالي دي كلهم محترفين في اوروبا ومحترفين في اندية كبيرة. طب بالنسبة للغة كابتن احمد في الفترة الاخيرة منتخبات زي السنغال ومالي بسبب اللغة بنشوفهم بيلعبوا في فرنسا بشكل كبير جدا وكلهم يعني بصراحة ماليين الدور الفرنسي سواء المنتاز او الاول او التاني. لا بس الفترة دي كابتن شوفنا تطور كبير جدا للكورة السنغالية والكورة المالية كورة السنغالية من الفين واثنين ممكن تكون اختفت شواء لكن طبعا رجعت بقوة وجود صاد يومانيا وكلبالي وخلافه. وبنتكلم كمان على مالي مالي بقى فيها منتخبات قوي جدا من اول الاول لحد منتخبات الشباب. هل ان حراك شايفة انى منتخبات السنغالية والمالية تتفوق على المنتخبات مثل كاميرون وغانا وناجيريا ولا ناجيريا وغانا الاوال وك veutك لا تحتفظ بالقوة اللي كدنا متعودين عليها. لا اكن اذا ما قلتلك هذه المدارس ك excerمة مدارس قوية جدا السنغال او كاميرون او ناجيريا دو كلهم. انا عايز السنغال من الهم الفرنش الوحدهم لا اهم اطول كلهم خلي بالك الهم بقولوا الفرنكو فورون هي تلعبوا دورة الفرنكو فورون اللي بيروح تلعبوا فيها فبنتكلم هي عنصر اللغة طبعا بيسهلهم إجراء كبير جدا بزاد في أوروبا تاني حاجة الاندية الفرنسوية انا كنت تعرف مثلا النادي ستراس بورج ده عمل مدرسة أكاديمية هناك في السنغال وعمر في الكاميرون الهم بأكاديمية صغيرة بيصرف عليهم يأكلهم وشربهم وكل حاجة عشان يأخذوا اللعيب سهل من هناك يعملوه فهنا بنتكلم اللغة عنصر اللغة بيوفر كتير فمنتكلم الاندية دي خلاص الاندية الأوروبية كلها بقت تعمل كده خلي بالك مباش من نظام لهو كشاف ينزل يدوره على ثلاثة أربعة وخلاص لأ هم الناس هناك عاملة مدرسة بالنسبة في أفريقيا رخيصة جدا يعني مش مكلفة بس بيشوفوا التعيب لا بيتابعوا اللعيب ويعلموه هناك لحد مثلا خمت شهر بعض شهر بعض شهر سنة ويأخذوه يعني يأخذوه فالموضوع دلوقتي يتلاقيه فتح الباب بنسبة كبيرة جدا بس هناك كبت مش بيهزروا هنا بيهزروا يعني ممكن بره يعني مثلا ماينز عامل يعني زي مسعاد يوماني راح ألمانيا ومدرسة ماينز في البداية ومدرسة ماينز فتحة في السنغال فكان فيها لعيبة سنغاليين أخذوا لعيبة المميزة بس هنا كبتهم بيهزروا لا هنا في مصر فيه حاجات كتير الناس مختلفة تماما كل دعاية كل دعاية وكل حاجات خلي بلك الأكاديمات دهات في مصر الموجودة دي كلها كلها بيزنس في كتير كده يعني فيها كل استثمار داخل بيخشولها خمسة ستة مليون جنيه بيخشولهم والتاني حاجة النسبة وقاليلة جدا اثنين أو تلاتة من عشرة أو اربعة من عشرة اللي بيأخذوا منها لعيبة المميزة فدي ليه بنتكلم فيها اللي هو هو مشغل الشغناء ديت وشعشان يجيب لعيبة كويسة لا هو بيجيب دخل اللي عايز يجيب دخل سابت للنادي فهذا الفرق اللي بنا برا اللي هو بيحط فلوس في حتة مجهولة مثلا في أفريقيا من عرفش اللي لعيبة يطلع ايه بس بيقدر يجيب اللعيب مثلا زي سادي يماني والناس دي كلها بيبعب بـ 300 مليون و 400 مليون فهذا الكلام اللي بنتكلم فيه بذات لأنك أفريقيا مليانة عمر انت عندك لعيب داتي بترجى تانية في الدور الانجليزي السوداني كان بيلعب نيمتي منها في الدور الانجليزي خلبك اللي هو الدرجة التانية فاشعرف اسم الحسن حاجة رجل الجامد جدا فأنا بنتكلم حتى أنا بص السوداني متدرى فيها التطور كمان فأنت بتتكلم من اللي إحنا ما عنداش اللي محمد صراح مثلا تريزيكيه شوية بترى يخش ومن هنا بردك لما قلت له خالي بقى لغير الوكيل أحملك هو السمع فهو شكل وهو اللي اشتغل بشكل مميز تريزيكيه بيعمل كل حاجة يعني بيعمل كل حاجة بس التسوئيه إذا ما انت عارف عمر انت كنت في أربو عارف لازم حد السوائج بشكل مميز احنا كنا مازلنا في فرنسا تعمل شكل مميز جدا لما انزلنا درجة تانية أنا وحسن عبد الربو الفرقة كلها مشت ما كانواش بلعبه أربعة مطوشة وإحنا العادي عشان ما فيش حد السوائج بشكل كويس فإنها حد تسوئيه طبعا أنا لقد لعبت كل متحاطئ مع ستراسبورج في الممتاز ولما انزلت الدرجة تانية كله مش عشان عنده وكيل وبيعرف يساوي وانتوا فضلتم موجودين ودعفش تتكلم هي دي بنتكلم اللي هي هنا في مدرسة كانت تعلم فرنساوي برا بتعرف تتكلم بتبقى قريب منهم معرف كل حاجة بتقدر تتشغل بشكل مميز بتقدر تتمشي على طول تعرف الناس عايزة تتكلم ازاي فيه نهاردة ايه بالنسبة تتكلم عندك في الصحافة ازاي ده اللي بنتكلم فيه وده محمد صلاح لما تلع في نادي أقال شوية مرحلة شوية بازل نادي كبير برضاك في سويسرا بس مش مش أوروبا بازل سويسرا برضاك مش اللي هي الطب في أوروبا بس مرحلة ومحطة مرحلة ومحطة وبعد كده تقدر يستعد بشكل مميز تطلعه في حاجة تانية ده اللي بنتكلم فيه فإحنا بنتكلم نلاقي سور النجوم قد كده تروح كود وفارت لقى سورة دروبة هنا ودروبة بيستبداروا يستغل عمر النجوم بتاعتهم بشكل مميز فإحنا بنا عايزين نستفاد من دي اللي انت عندك راجل الماركد حاجة جامدة جدا موجودة في أوروبا مش لما صلاح يعمل أعلان نمسك حاجة نقولك نفضل نتكلم في الأعلان وحاجة تانية غدا ونسيب الإيجابيات راجل عامل حاجة جيدة جدا حالة موجودة في أوروبا في إنجرطرة الناس عامل بتتكلم بشكل كبير جدا راجل عامل ده وصل إزاي وشفنا ناس تانية ودخلت في حاجات تانية سياسية راجل أطنق حاجة تانية أطنق الإسلام عشان محمد صلاح فأنت بتتكلم في حاجات أجا بص على الأعلان مثلا أنت راح لابس أميسة أو لابس شيرت الناس بتتكلم ناس في أوروبا ببص فيه وإحنا بنبص فيه يعني مركة الوحدية محمد صلاح يعني مركة الوحدية متنقلة يعني كنزي متنقل وإحنا بنتكلم في نبص الجاكت أو اللي تشيرت لدينا هنا بص إحنا تموحنا فيه وناس تموحها بره بتتكلم فيه طيب يعني هندروح لملف أفريقي آخر لكن خاص بالنادل الأهلي وعايز أعرف رأي حددك في المجموعة نتكلم في النجم السحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزنبابوي من رأي حراكي في المجموعة هل هي مجموعة متوازنة هل هي مجموعة قوية تقدر تبين لكل جمهور الأهلي مدى القوة وإمكانيات مستر راني فايلر واللعيب اللي موجودين حاليا في مرحلة المجموعات قبل ما نروح لأدوار الإقصائية في دور التمانية في دور أبطال أفريقي لا أقول لك أنا مستر فايل انتفائل بيه خير جدا هو عارجل عنده ميزة كبيرة جدا فترة الفاتت تقدر يبصي يعني خلي بالك عمر لو قدرك إكساف سكة جمهور النادل أهلي في وقت أولاية جدا مش حاجة سهلة اه طبعا بالسهلة وخلي بالك ديلكت نقطة النقطة المفقودة بين لسارتي والجمهور النادل أهلي خلي بالك اللي هو حتى رجل المكسي ببطولة بردك الناس مش متقبل انتفههم ازاي عشان عمل حاجة حالة لاتعت أفريقيا أو بتعملات وداد الأهلي جمهور حتى العادة بعد مئة سنة ما بتنساش انت فهم ازاي ففايلر الشغل بشكل كويس ادى الفرصة لناس كلها ودي طبعا أولئلة من المدرين فانيين خلي بالك اللي هو بيجي اللي هو بيجي اللي هو بيجي اللي هو بيجي بيجي حط مثلا قوام بتاعه 14 رعيب أو 15 رعيب هو اللي هو بيجي هو اللي هو بيجي اهنا شفنا الراجل ادى اللي اللعيبة كلها بمستوى مستوى كويس اللعبة كلها ظهرت بقى عندك نقطة اللي كنا بنشوفها معلسارت فيها مشكلة اللي هو عندك الراجل الاساسي واللي احتاطي بيقال منه شوية دلوقتي الاثنين نفس المستوى هيلعب السلية هيلعب اي حد هيلعب حسين الشحات رمضان هيلعب اي حد منبرع محمود وحيد بياخد بشكل مميز فعمل فرقتين بشكل مميز بالفترة ديت فراجل عنده مميزات كتير بيدي الفرصة للنس كلها شغله النقلة بعمل نقلة كبيرة جدا اللي هي السرعة في الاداء الهجومي محضرتوش في بلجيكا لما كان في اندرلخت شوفته شوفته صح اه حضرتوش تعرف بس كنتم موجود في الهرسة كابت نحن ايه كنتم موجود في الهرسة حضرتو كنتم مزك اندرلخت وخلي بالك لما كان حد سألني عليه من ما كنا بنتكلم في دل اللقاط قلت له لهم ضرب كويس شخصيته كويسة هادي الاسلوب بتاعه هادي في الملعب بس بيقدر بيعمل بشكل كويس يعني بيشتغل بالذات النحل الهجومية عنده على الفكرة اللعبه كله هجوم يخلي بالك ما بدفعش بشكل كبير يعني دي المدرسة دات يعني هتتأقلم يعني الجميلنا ده هتحبه اللي هو الراجل بيلعب من تحت بسرعة شفت الأداء دلوقتي رمضان دلوقتي غير من رمضان من ثلاث شهور اللي اربع شهور صح بيوقف على الكرة بشكل مميز رمضان لازم الكرة تجيله في رجل وعمر عشان يقدر يعد من واحد ويعمل بس دلوقتي رمضان بينزل استلم من تحت ويتعمله الكرة اللي جون زي اللي جون اللي جابه اللي جابه في أسوان اللي هو رجل حططه حططه شايط في الانتاج الحربي قصلي اللي جات بشايطة رمضان بيشتغل حسين الشحاد دلوقتي غير من ثلاث شهور صح دي ترجع لمن دي برضك نقدر نقول المدير فني قدري وزل بشكل كويس عنده الشخصية عنده عنصر البدن يجب نتكلم عليه نادل أهل اللي بدن دلوقتي أعلى جدا من فترة تحت لسارتي الرجل كل أي حد هلعب رجل مد السكرة للناس كلها فشايفين الأداء مميز الأداء بالنسبة النجم الساحلي وتاريخهم على النادي الأهلي وتاريخ نادل أهلي جدا في تونس حتى الليل السوداني واحد من أقراندي الموجودة في تونس كمان بلاتيني من زمبابوي بالنسبة للنادي الأهلي جديد فهل شايف أنه فيه فريق ممكن يكون أقر من ثاني ولا تلاث فرق بتاريخهم بالعنف الجديد الموجود ممكن يكون صعبين على النادي لأ هي تلات فرق مميزين بس نحن نتكلم على فرق اللي هي صحاب الجوالات المعانا الصعبة اللي تم موجودة النجم الساحلي اللي عابت هناك كثير النجم الساحلي فرق قوية جدا وجماهير قوية جدا ونادي كبير لعبنا دمهلال خليب لك فطولة أفريق يا بقى إن كنا كذبين هنا ثلاثة وتعدين هناك ثلاثة ثلاثة بتاع أحمد بلاي الشود التاني كانت درجة الحرارة ستين أهو الله كنا هناك هناك هنا في مصر ثلاثة سفر رحنا هناك درجة الحرارة معدية رحنا هناك الثلاثة الثلاثة الحد آخر دي والحمد الله مش عارف كان بلاي الباين بلاي الماطش دا كانت فاكره اللي هو جاله رباط صليف ساعتها فيه جاب جون أربعة ثلاثة امتالية أو حاجة كده كسبنا بطلق الروح يعني هي المنتخش خائدات الموجهات في السودان بالزبط في السفة والموضوع صعب طيب رح مأكل المنتخب سريعا كده عشان عايز عرف رأي حراك في الموجهة الأخير أمام بوتسوانا وتجربة أو أول تجربة لكابتن حسام البدري مع المنتخب بعد مستر أجري فتقيمك لمنتخب مصر وأداءه فيه مباراة بوتسوانا المنتخب يستعد إن شاء الله لمباراة تصفيات بطولة أمم أفريقيا اللي جاية شايف أخر تجربة ازاي وشايف أول تجربة رسمية ازاي لا تجربة مش وحشة طبعا مش منتخب نفس القوة زي ما نقول بس هو الرجل كان عايز يعمل السقة بينه وبن الجماهير كانت حسين بدري تمنى للتوفيز ويقول لك بس هو فيه مكاسب كتير طبعا واحد زي حمدي فتحي قدر يحرز أول لقاء ليه يحرز هدف وعندك حسين الشحات أول لقاء بردك بدأ به اللي هو بشكل تجربة رسمية عن تجربة مع منتخب مصر بشكل مميز فيه مميزات كتير الرجل اللي بترى يشتغل بها بشكل مميز وفيه حاجات تانية المستوى ما كانش نوعا ما ما كانش اللي هو فيه لعيبة طبعا أكيد كانت موجودة بقالها فترة عن نفس المستوى فلازم نعمل روتشن في الشكل دوت لازم أشوف مثلا في خط الهجوم دوت عندي ناس مش نوعا ما مش عايزين نتكلم على حد باسمه يعني هو حد بشكل العام لازم يشوف المشاكل فين عنده في خط الهجوم عنده مشاكل ممكن لازم يجيب حد بشكل مميز بس هو طبعا هو لسه بيشوف لسه الدمكة حسام عنده لسه مساحة كبيرة جدا فهي دي المميزات بس اللي وجدنا نكلم بتسوانها مش وحشة انت بتشوف لعيبة 3-4 وتديهم الثقة في أول منتشرة بتاعتها فدي حاجة مميزة يعني كابتان حد أم سلم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا يعني الوقت معاك بيمر بسرعة جدا كلمت معاك يعني ملفك تيرة جدا وأراء مهمة وكان عادة رأي حالتك أكيد محترم جدا وحاجة يعني بتزود من المعلومات اللي موجودة عندنا بشكرك لا عمر بشكرك طبعا مبسوط وتمناتنا لنا والتوفيق لنادي الأهلي وجميل نادي الأهلي طبعا أنا خليك بشكرك أحمد وصلنا مع حذرتكم لنهاية الفقرة الحوالية الأولى مع نجمة نادي الأهلي ومنطخب نصر الكابتن أحمد أبو مسلم فاصلوا ونروح نستقبل الضيف التاني في الفقرة التانية وهو أمناقض رياضي الكبير والصحفي الكبير الأستاذ عصام شرطوت ولكن بعد تفاصل أهلا بحضرتكم من جديد ولسا مكملين معكم في الأهلي الليلة والفقرة الحوارية التانية مع ناقض رياضي الكبير وصحفي الكبير الأستاذ عصام شرطوت لن نتكلم معاه من وجهة نظره الصحفية في الكلام أو البيانات سواء من اتحاد المصري لكلة القدم بتأجيل مباراة القمة وأيضا البيانة اللي نادي الأهلي أصدره وقال إن لن نخوض أي مباريات قبل مباراة نادي الزمالك سمعنا وشفنا وجهة نظر الكابتن أحمد أبو مسلم لكن جيت دور على الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شرطوت عشان يقول لنا وجهة نظره في البيان برحب بحلاك سعصام أهلا بحضرتك قطر عمر أنت اللي مناور وكل مشاهدي القناة الآن ربنا خلي عليك طبعا زي ما عليك قلت سمعنا كلام أبو مسلم ووجهة نظره في البيان وتأجيل مباراة الأهل والزمالك لكن وجهة نظر حركة أكيد مختلفة فعايز أعفرأي حالتك في أولا تأجيل مباراة الأهل والزمالك ثانيا البيان اللي أصدره النادي الأهل شوف خلينا نبدأ من عند بيان النادي الأهل وهو محق تماما في إصداره لبيان بيطالب فيه بمعايير واضحة جدا وطبيعية جدا اتفق الجميع عليها واستبشرنا خير أنه الأهل والزمالك أو الزمالك والأهل اتحطوا في البولة وانت بتعمل جدول المسابقة الأهم الإيجيبشن ليج لابد أنه هو يصل لمرحلة الارتقاء ومن ثم أعتقد أنه كان لابد من هذا البحث وده اللي رعا نادي الأهل فيه أول جملة في البيان لما قال أنه الدواعي الأمنية ومصر الغالية على الكل بدون مزايدات يجب أن تكون هي القبل هي الأحق نقطتين ولكن هل هناك بالفعل ما يسمى بيه لغة أمنية فرضت على التأجيل وعلى اللجنة الخماسية إذا كان هكذا موضوع يعني لماذا تم التأجيل بعد منتصف للثلاثاء أكثر من سؤال طرحوا نفسهم ثم ما هو المدلول الواضح والصريح لأن الأمن المصري طالب ودي مهمة أوي طلبة دي طالب تأجيل المباراة الأمن لا يطلب تأجيل وراءات الأمن يستمد الداتا ممن يدير كرة القدم بمعنى أنه قد يكون هناك من أكد الأمن أنه ثمت احتقان أنه هناك يعني ما يحدث بين بعض الجماهير هنا هناك من مناوشات أنه هناك كلام بيسخن الحكايات لكن الأمن حين يسمع هذا من من يدير كرة القدم ويعي ويعرف أن مطلبه هو التأجيل مين بتاع كرة فينا تعال الكرة اللجنة التي تدير وليس الأمن الأمن المصري لا يمكن تحميله كل ما يمكن أن يكون من مسؤوليات استبشرنا خير تاني بقولها لحضرتك وكل الجماهير بلجنة بمعايير من الفيفا وباختيار من الفيفا ليه؟ علشان تروح جايبة ورقة ومعرباها يعني ورقة ومترجمها يعني أن تكون هناك حالة أمن الملاعب لكن غاب المنصق الأمني فغابت معه كل ما يمكن أن يطلق عليه تواصل مع الأمن بمعنى حين كان هناك على فكرة في بداية اتحاد الكرة كان هناك دائما مدلول للاختيار في عصر الهواية ربما كان الظهور الأول للرجل العفل الثان طاهر اليد حرب الدهشوري بدون ألقاب كان وجوده في اتحاد كرة القدم وقتها لأنه ممثل وزارة الداخلية ممثل الأمن المصري وكان أيضا على نفس الطاولة ممثل للقاتل المسلحة أتصور أنه كعضو مجلس إدارة ربما كان اللواء فروع أبو العز بالإضافة لوجود اللواء محمد خليل الدي برحمة الله أحد أهم الكيادات العسكرية أول وقبيل وزي ما أنت عايز تقول بقى أقول ثم ممثل لوزارة التربية والتعليم أو لوزارتي التربية والتعليم العالي والتعليم العادي وأعتقد أنه كان ربما هو وزارة واحدة وقتها ليه بقى كلاهما يعلن ويسمع ويسمح بتداول الخطاب الأمني كيف ستؤمن المباريات كيف ستكون حالة الأمن يوم المباراة مسؤول القاتل المسلحة كان موجودا لأن هناك لعبون يؤدوا الخدمة الوطنية وآخرون على وش تجنيد وهناك منتخبات وفرق ومن ثم أيضا ربما تحتاج أنت كصانع كرة قدم من قواتنا المسلحة وهي على طول عهداء لديها الكثير مما هو لوجستي وما هو خدمات جليلة لاستخدامها منشآت كانت أو 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 ومن ثم التعليم أيضا لماذا؟ لأن هناك دوري مدارس هناك ناشئين وشباب هناك دوريات للجامعات أيضا يجب التنسيق وبالتالي في وجود هؤلاء الممثلين كان الأمر رغم أنها حالة هواية كاملة اللهم إلا بعض يعني المكافآت هنا وهناك ورواتب يعني لا تسمن ولا تغني من جوع زي ما بيقولوا بحجم الكرة وقتها ومن ثم حين دخل عالم الاحتراف استمرت الحال استمرت مع أفراد سواء مرشحون أو من العاملين في اتحاد كرة القدم للتواصل مع الأمن يذهب مثلا آخر قال لنا ناخد المشهد الأخير ألوى سرواتسوهيلم والمونسانة بريدة كرئيس الاتحاد ومدير تنفيذي وهو رجل شرطي بالدرجة الأولى كانوا يذهب إما لمكتب السيد الوزير أو لقطاعات أمن مختلفة يعني الأمن الوطني والأمن العامل لبحث فكرة ماذا سيقدم اتحاد الكرة للأمن من مدلول عن المباراة يعني اتحاد الكرة بيقنع الجهات الأمنية بإقامة المباراة في حالة أن الأمن قال إن احنا ممكن نأجله صح كده؟ ولا داي خطة أو يقول له لا يا فندم هنلعب وكذا وماذا ونستطيع أن نقيم المباراة في وجودكم طيب ممثل الجيش أيضا وإلى مقربة كان هناك اللواء صفي الدين بسيوني واللواء محمد علي حتى لو عملوا فيه قطاعات مختلفة بعيدا حتى عن طاولة المجلس برضو كانوا يذهبوا فورا لطلب من القوات المسلحة باستخدام أحد ملعبها المؤمن جدا جدا برعاية جنحي الأمن للبلاد والعباد الشرطة والجيش لما تفقد بقى الحوار ده أنا يعني ما هو ما ينفعش بقى كده تقول لي إنك قاعد جنب التليفون منتظر الأمن المصري لديه مهمة هي الأهم ثم ما هذا الخلط بين السياسة والرياضة هو خلط مرفوض قريا وعالميا الدين السياسة العنصرية ثلاث أشياء ما تدخلهمش في بعض لا وجود أساسا لفكرة أن مصر ربما لديها بعض الأزمات الدولية فيدخل هذا في مشروع كرة القدم لا 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 خالص دول مش متلازمتين أبدا أبدا وبالتالي انتظر طويلا الأمن أن يعلن له كيف ستكون الترتيبات لمباراة القمة لكن لم يحدثه أحد اللهم إلا إذا كان ما علمنا أن الحديث كان كالقاتي هناك شحن أفنم وكذا ومذا وبالتالي عايزي عمر مين اللي طلب أفنم معلش يعني حراك الحتة دي مهمة جدا مين اللي قال في شحن أفنم المؤكد مسؤول كرة القدم يعني مسؤول كرة القدم هو اللي حراك يعني إحنا ما تخيل مع بعضينا طبعا إحنا مش بنجزم إن حاجة حصلت بالزبط هي السيناريوهات آه بزبط كرة علىك يعني هو قال إن يعني هم مسؤول كرة قراء قالوا إن الأمن إن فيه ليه بقى لأنه ما لا يمكن إعلانه هو أسرار أمننا طبعا لكن ما يجب إعلانه هو رأي الأمن الأمن لو كانت هناك مخاطبة لظهرت ما حاجة بقى قال يقولون ليه بالظبط لو قال في حاجة ظهرت فعلا لا ما هو حراك إعلامي أنا بسأل حراك محدثك إعلامي لحراك صحف كبير ورجل ناقت ممكن تكون عندك معلومات أكتر مني وكذا هذا ما لدينا من سيناريوهات والأدلة على مش صحاتها لكن على وجودها على الأقل هي فكرة التأجيل بعد منتصف الليل ما كتبوه زملاء كبار في المهنة من نفس يعني أو كانوا على نفس التردد لو اعتبرنا أنه يعني التردد زي القنوات على نفس التردد بيقولوا يا جماعة من الذي قال أنه الأمن الأمن يعني يستخدم ما هو رسمي لكن في نفس الوقت حتى حين تطلق صيحة يعني زي ما قالوا أن الأنداء صديقي يا زميلي يا عزيزي يا نادي يا تابعي هو اللي بيجيب الموافقة هو أنت جاي الساعة 12 نص بالليل تأجل مباراة القمة الدربي العربي الأفريقي المصنف عالمياً ولا تعي أن كل صحافة العالم ووكالات الأنباء ستنقل أنه أجل لدواع أمنية يا راجل إحنا ما بنصدق أن إحنا نصدر صورة مختلفة تماماً من مهرجات مهرجانات وإيفنتات في كل مناحي الحياة سؤال مهمة نيجي إحنا عندي دي ونحط العربية طب وبطولة أفريقيا اللي جاية ومطر زمالك اللي جاية يعني لما إحنا هراجل نقول إن المطر يتأجل لدواع أمنية طب إحنا إزاي هننظم بك بوضوح شديد لا أحد يستخدم الأمن ما حدش هو الواصي على الأمن المصري الأمن المصري وبأكدها تاني لحضرتك ولكل الجمهور اللي بيتابعنا الأمن المصري زوبأس شديد هو أمن احترافي هي سلعة مصروف عليها مكلفة المصريين طواعية يوافقوا عليها وكلنا شايفين حجم الأمن والأمان أما فكرة أن تصدر للأمن أنت في تخصصك أنت أن أنت مزيع فبتقول له أنا مش هقدر أزيع النهاردة لأن شلتوت لو جه ممكن يقلي بالطولة ممكن يكسر المايك ممكن طب عايز إيه يا عمر تقول له طب لها بقى فقرة شلتوت يعني لو ينفع سيادة ننجلها كده نخلي الحلقة اللي جادة دي بعدين لك بقى وعليك ما عليك وبالتالي زي ما قلت لحضرتك ارجع تاني لكبار يعني كتابنا وعشان كده وانتركش نقدنا لأنه مش في فصيل واحد اللي كتبوا لا الذين كتبوا مستقيم من وضع جملة دواعي أمنية هم كثر من أهل الرأي وبالتالي لا علينا أن احنا نسمع أما يعني تخرج عليك أصوات الحقيقة يعني فيقول لك نحن بصدد توجيه بيان مقابل بيان النادي الأهلي أو كذا أو ننتظر عودة السيد عمر الجنيني من رحلة عمل خاصة فيعني للأمانة أعتقد أنه الحاجات العبقرية دي هي يعني الحل تليفونات تستطيع أن أنت تجلب الرأي والرأي الآخر وتخرج بيه قرارات عبر ما يسمى كول كونفرنس والتراجم في الأشياء دي كثيرة وبالتالي لا أعرف السيناريو الأخير أو كلمة النهاية كيف ستكتب الحقيقة نحن نحتاج مراجعة عاجلة جدا 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 صورة مصر لو حد بقى بيتكلم عن مصر صورة مصر تستحق أن نحجز لها مساحات عريضة جدا بعنوين طيبة تستحقها المحروسة وموجودة على الأرض المصرية أن مصر في أمن وأمان وما دون ذلك هو حق أصيل للأمن بس في الحالة دي بيعمل إيه بقى بيخرج للأعلان حدش قال عايز منه تفاصيل لكن عايز منه دليل هو اللي يقدموه لي لا طبعا إدارة كرة القدم هي اللي تقول يا جماعة جاء أنا البيانة التالية تفضلوا شكرا ومع هذا مع كلمة أجلة تأتي بعدها فورا كلمة سنلعب يوم كذا لكن فكرة التأجيل على عوينات وكده فكرة مش بس غير مستحبة فكرة مكروهة ممجوجة لا يمكن أبدا السماح بتطولها مرة أخرى ليه؟ لأنه الدوري المصري كنا نأمل أنه مع هذا الموسم اللي أنا بقول ما هواش استثنائي بمعنى أنه يعني محتاجين فيه أشياء استثنائية لا هو بداية لأن سعر الدوري ده دون حصر لأن الدولة المصرية قررت أن تقطع كل يد تقترب من جيب المصريين اللي بقول لك كلام في الصناعة والصناعة تحتاج حماية والحماية هي الإعلان مبكرا عن جدول يتم الالتزام به عن إيفنتات اللي هي الماتشات لا يمكن أبدا التراجع عنها إلا بجاءنا البيانة التالية طالما ما جاءناش البيانة التالية لابد أن نبحث عن السيناريو الحقيقي صلى الله عليه وسلم كلام بيتردد كتير في الفترة الأخيرة إن اتحاد المصري كرة القدم أو لجنة الخمسية اللي بتدير الكرة المصرية والمشرفة على الكرة المصرية هتم دعوة الأندية في الفترة اللي جاية علشان يحلوا الأزمة اللي موجودة في الوقت الحالي هل حالك شايف أن ده حل علشان يخرجوا دعوة ما دمت أنت اللي بتوجه لي دعوة أن حالك تفضل عندي في البيت اللي هو اتحاد المصري الكرة حتى نقعد قاعدة عرب ونتكلم ونشوفها نخرج زي من الأزمة الأخيرة دي ما ينفعش حد يخرج منها على اتحاد الكرة أن يفرض ما هو رؤية تستحقها الكرة المصرية التي هي الآن موجودة قريا وعالميا بشكل مكثف جدا لاحظ أن لديك نجوم محترفين لاحظ أن لديك أهم كلاسكو في المنطقة ومصنف عالميا واحد من أهم الدربيات والدليل أنه حين أجلت المباراة خرجت كل صحافة العالم تقريبا حسب المساحات بقى عربيا شرقا وسطيا قريا في أفريقيا وأسيا ربما عالميا المساحات أقل لكن الكل تحدث عن تغييب لقاء الدربي الأشهر في المنطقة لدواعي أمنية إحنا بقى ممكن نحجز مساحات في صحافة وإعلام العالم علشان نوري مصر الآمنة المستقرة هي حالة حقيقية والله العظيم طبعا حالة حقيقية طبعا حالة حقيقية وبالتالي يا أخي أنا أعزي أقولك حاجة حتى لو كانت حجم الشعب لابد أن تكون لديك رغبة في تنفيذ ما وصلنا إليه مما أطلق عليه الطلبات النيابة العامة التي هي طلبات الفيفا لكن شوف سابه الكرة لما تبقى طلبات النيابة العامة لأنها محامي الشعب وبنشكرها لما قالت على فكرة هم ترجموا العالم بيحصل فيه إيه بيحصل فيه كاميرات بيحصل فيه قانون رياضة بيحصل فيه قانون شغب يعني شفت الناس قد إيه دخلوا في الصناعة عشان يحموها لأن النيابة العامة هي محامي الشعب والأمن المصري على عكس كل أمن في العالم لا يمكن أن يكون موجود عند البوابات وعند التزاكر بالعكس هو بيكون في محيط الملعب في المساحات حول الملعب بالمناسبة يعني ودي منظومة دولية على فكرة ومن ثم يبقى فيه شركات أمن مدربة بتفوز بثقة صناع الكرة والمستثمرين فيها وإحنا جايين بها الفكرة الاستثمار حين تكون يعني لديك رغبة في أن يأتي إليك مستثمرين ماذا ستتحدث معهم أو في ماذا ستتحدث معهم وأنت تؤكد أن أهم شيء في الصناعة اللي عايزين يستثمروا فيها وهي قرة القدم أو الرياضة عموما بتلغى بدواع أمنية على الرغم من أن لا يوجد جاءنا البيان التالي وأن الأمن يرى أن هذا هو الأوجة للمصريين تعالي حضرتك على أن الأهلك دايما هو اللي بيعمل مشاكل وهو اللي بيفتعل الأزمات وهو اللي بيضع العراقين رايح رايك إيه في الكلام اللي بيطار علشان الكلام ده يعني تيجي نروح مع الكلام ده تعال نروح ونسبت للناس بقى يعني مين اللي بيضع العراقين ومن اللي بيصنع الأزمات قبل ما نسبت لهم تعال نروح ورا الكلام ده إذا كان لها اللي بيعمل كده عقبه بموجب قوانين ولوائح وكذا بس قولوا لنا هو إيه الموضوع يا أولاد يعني الستة طيبة في الشارع كده أو في المنطقة المصرية زبان تقوم يعني تلاقي لوشة ودوشة فتقول لك إيه هو إيه الموضوع يا أولاد فإحنا هيقول لنا طيب إيه بقى اللي بيعمله من عراقيل إيه اللي بيعمله من مشاغبات مشاكسات معاكسات وكذا لكن أنت كمان حين تهيئ نفسك للغد ما يبقاش الغد ده هو بنبو فيه يعني ما تجيب ليش شباب لا تعدى أعمارهم التلاتين سنة وتقول لي هذا هو التجديد أين الخبرات يا جماعة فين الخبرات حتى يخرجوا هذه المنظومة الشابة يعني وبالتالي يا أخي أنا يعني تحدثت مع مسؤول شاب يعني فضلت أكلمه 14 مرة مسجلة على يعني هاتفي الجوال إن صاح التعبير يعني فكتبت له كده الرد على عباد الله صدقة يعني حلاك كلمة 14 مرة ما ردش عليك أنا بقول لحضرائك أهو فلما كتبت له الرد على عباد الله صدقة راح رد عليك أنا في اجتماع بقالنا ثلاث تيار على ما يبدو الاجتماع طول طب حظة بس مسؤول في اللاجنة الخماسية أو اللاجنة الخماسية في التعاد الكورة وبعدين تلاقي الردود من نوعية إيه بعدما تقول أنت رد مثلا يصلهم من نادي وفي الحالة اللي إحنا فيها النادي الأهلي يقول لك ما قال الأمن ما قالش وما قاله إيه هو أنت مش عارف أنه الأمن أنت اللي مفروض تجيب الموافقة هو أحنا بنعمل لبعض يعني زجزج ولا بنقول عن قواعد لو هو اللي لازم يجيب الموافقة ما قلت لهش ليه من أسبوع على دراك عندك موافقة اللي ما عندكش لكن أنت بتفاجئني ثم حوار آخر ماذا ستفعله مقابل بها النادي الأهلي تقول لك إحنا لما يصلنا شيء رسمي الحقيقة لما يصلنا شيء رسمي هنبقى الرد يا جماعة إحنا مش بلدين إحنا بلد واحدة ما تقوليش لما يصلني فلما يصلك فتبدأ تفكر أنا رد أقول إيه لا الحكاية مش لعبة مصرعة الزراعين أو الرست بالمعنى الدارج يعني الموضوع لازم يكون له أول من آخر يعني كما تبدأ حروف الكلام بالألف لازم تنتهي نهايتها بالياء وبالتالي المسألة محتاجة مراجعة لا تشكيك في أحد ولكن لازم الناس تقف على رجلها عمر لازم الناس اللي بتدير كرة القدم تعرف أن هذه الصناعة يمكنها تحويل فعلا مصارات كثيرة جدا من سياحة رياض من خلق فرص عمل للشبان إداريين بس مش أقولك بقى مؤاهلين وكذا بمرتبات تقترب من الخمسة لسبعة تمن تلاف جنيه قرابت مليون فرصة عمل كل موسمين مثلا بمنصك كذا وماذا يعني لا 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 الموضوع كبير قوي الموضوع استحق العناية لا يخرج من إديرك الموضوع استحق الدراسة الموضوع استحق المزيد من تدويل الحكاية أن نصبح زي ما الساد الرئيس قال حين فوزنا بتنظيم أو أنقذنا أمم أفراكية بقى بدقة عشرين تسعة تاشر وعملنا مونديال كما قال رئيس الاتحاد الدولي نظمناها وأعلن الساد الرئيس مش شبه العالم مصر زي العالم فأقيمت بطولة زي العالم ثانية مرة للفان اي دي بعد روسيا وهو مونديال أصعب تكراره كانت في مصر الحجز الأونلاين اللي كانوا بيخوفوا الشباب منه حدث بالفعل يا صديق العزيز أيضا حتى القناة الوطنية تايم سبورس أطعت إيدين كل الحصري اللي بترمى فيه مال أسود كثير والكل يعرف ومن ثم بات لدينا فعلا ما يجب أن نحافظ عليه صناعة اسمها كرة القدم أهم مصانعها هي الاستقرار وعدم تغيير قواعد لا اللعبة ولا مواعيد المنتج وهو مش ممكن أنت تكون شغال في الحليب والحليب معروف أنه صباحا ومساءا لابد أن يتوالو أفراد الأسرة فتيجي في يوم تقول قدامنا ثلاثة يام لما إزاي يعني إزاي يعني فلتغلق بقى مصانع الحليب وهكذا 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 وتصدير فكرة الأمن ده ده شيء لا يجوز والأمن يصمت لأنه لا يريد زيادة مساحة العركة أنا بقولها لك هو بالبلد طيب بلد أن تحرك عايزين نجواب على السؤال الأهم من يضع العراقيل في دوري المصر الممتاز وفي كرة القدم هذا الأهل يوم من يضع العراقيل وبيحطوا العودة في المنشار زي ما الأغلب اللي بيطلع على الساحة الإعلامية اللي هو مفروض للأسف أنه يكون يعني ممبر إعلامي شريف وممبر إعلامي يكون فيه مصدقية وممبر إعلامي فيه توازن ما بين كل الكلام اللي بيقوله بيطلع يقوله الأهل دائما بيضع العراقيل بيحطوا العودة في المنشار والبلد والدواع الأمنية وهربط لحضرتك الكلام ده للمقال اللي كتب الأستاذ عبداللطيف المناوي كتب النوضة في مصر اليوم طبعا طيح حالك النوضة كمان النوضة عبداللطيف المناوي في مصر اليوم كتب مقالة بعنوان لدواع أمنية فعايزة عف حالك يعني هنتكلم عن مقالة لكن العراقيل مين اللي بيضعوا العراقيل فعلا علشان يفتعل أزمات هل الأهل زي ما البعض بيقول زي ما احنا قلنا عايزين نوضح أكتر ولا القائمين على الكرة هما اللي بيضعوا العراقيل الوحيد اللي ما نطبي أن يقول شيء ويثبته هو من يدير كرة القدم من يدير كرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم للاتحاد أو الوغنة الخماسية وعشان كده يبقى فيه كلام كتير قوي لما يرجع السيد عمر الجنين لأنه هتقول له هذا لا هقول له أن ما فعله من تركتهم هنا يساوي زيرو لا يمكن أبداً هذا الاختفاء الغير مبرر لا يمكن أبداً اعتماد وفقت على مخاطبات اللي هي بنج بونج ترد لي الكرة وخلاص لا عايزين حد يكسب النقطة عشان كده لما السيد المناوك كتب أنا بقولك أنه هذا الرجل يتحدث سياسياً صحة ولا أنا أفهم غلط آه يلا أنا ممكن أعرف عجلتك جزء يقولنا جزء لأنه بعدها حتى بالالتباس بتاع سد النهضة مال سد النهضة هو بالضبط كده كتب طبعاً تتحرك الدولة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية وتسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتعديل قوانين الاستثمار والدعوة لمؤتمرات لتشجيع المستثمرين وجال بالمزيد من الاستثمارات خاصة مع الأرقام يعني هو بيكلم على إيه حجم الاستثمارات البلد شغالة فيها وتسعى فيها العمل اللي شغال في كل حتة ده كل محفظة ولكن تفاجأنا جهات مفترض أنها جزء من جسد الدولة المفترض أيضاً أنه جسد واحد تخرج علينا بإجراءات لن تجد من يقدرها وأشكرها عليها من غير المتربصين للدولة واستقرارها أكثر الحجة التي تساق لتبرير هذه المواقف هي الدواعي الأمني وطبعاً يعني بعد كده كنت طبعاً كلام كتير جداً لكن حالك فهمت المقصود من المقالة إن هي الحجة الغير مبررة أنت لا تريد أن تأخذ قرار فالأسهل دائماً دواعي أمني أن تمرر الكرة بلغتك يعني يا أهل الكرة أن تمررها لإيه للأم يجيب بقى جون يتعادل فأنت تقول إيه عم أنا مليش دعوة أنا نفطش دومي لا لا طبعاً ممكن دواعيك على آخر سطر وكذبه وخص في الجزء حتى كلمت عليه وقلت أحد أهم العناصر التي تستخدم في تلك الأجواء هو ذلك الإرهاب الاتهامات الكبيرة المشرعة كأسلحة في معرقة مفترضة حول مباراة قرى القدم لم أفهم حتى الآن ما علاقتها بسد النهضة ما أنا بقول لحضرتك ما ده من ضمن الالتباسات اللي حصلها يعني يعني الكلام مالوش دعوة أصلاً بالكرة لكن فعلاً نحن نريد ردود واضحة نحن نريد مش خارطة طريبها نحن نريد استكمال ما تم الاتفاق عليه أن هناك دوري أعتقد أنه على ما أذكر قيل لنا أنه باليوم والساعة والثانية صح كده؟ ورئيسة حتى طلع مسجل صوت وصورة في أحد البرامج قال ولا مباراة تأجل أنا بقول لحضرتك أهو وبالتالي لابد من مش إضاحة من رد سريع لابد من تعديل الجدول اللي يعود لمصاره الطبيعي لكن أن تؤجل الرد وتؤجل الرد وتؤجل الرد ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر مزيد من التنافس؟ ها؟ هل تنتظر مزيد من الاحتقان اللي أنت أشارت أن فيه احتقان؟ طب أنت بتقلله كده ولا بتزوده؟ على فكرة إذا دخلت الجماهير وخلينا نقول بوضوح شديد الزمالك والأهل أو الزمالك مهما كان من احتقان هو ما تشوه التاني بس طبق القواعد طبق قانون الشغب المركون جانبا ركن في بارك والبارك قفل والأمن بتاع البارك لسه مرجعش لغاية دلوقتي طبق الكاميرات طبق وجود الكاميرات طبق المشجع اللي لازم لو عمل حاجة يعني يصل الأمر الوانت دي شفناها في دوريات أوروبية من عشرين لخمسة وعشرين سنة سابقة مش هقولك من قرية اللي هو ده ما يخشش تاني خلاص شفنا رئيسة وزراء عدلت مارجريت تاتشر عزاء عدلت مصار الكرة الإنجليزية بعد أن يعني قهربت على أنها تبقى كرة قدم سيئة السمع وبالتالي لا احنا محتاجين قرارات حاسمة سريعة ممن يدير كرة القدم مش اقول من الدولة المصرية لأنه في الآخر أنت بصدد احتراف والاحتراف يعني أنه حين تكون مسؤول اتحاد الكرة عليك أن تدير هذا المصنع لأنه احنا قلنا صناعة واستثمار على أفضل ما يجون لأنه عن حزبك كسبنا ولا خسرنا عن حزبك عملنا ولا ما عملناش حتى في الأغلب الأعام من اختياراتنا من تداخل على تنظيم أمم أفريقيا للشباب ماذا أنت قائل لضيوفنا الأعزاء اللي جايين ماذا أنت قائل لسواح عرب كثر كانوا بيستعدوا لفترة بداية الشتاء في المحروسة العظيمة دي ماذا سيكون ردك على فكرة الشارع غير آمن بين المصرين وبعضهم هل حراك مع الأندية اللي قالت إن أنا عايزة مبدأ تكافل فرص يكون موجود بين الأندية بينها من بعضها ولا حراك بالضهر معلش خلينا برضو نيجع على حراك شوية معلش دي مش مهتاجة سؤال يعني مش هتاجة هل أنت معا لا ولا إيه رأيك في المقل أنا مش عايزة أقول إيه مش عايزة أقول حراك أكيد مع عشان برضو أدي حراك فرصة مش أنا بس طبعا 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 صح عشان كده عايز مع الكلام يعني دي فطرة الكرة دي فطرة الكرة أن يفطر علي يفطر علي كل أهل الكرة على اللعبة الوحدة يا رجل طب عشان عشان كثير بيسأل واحنا ليه بنتكلم ونقول المطش تأجل والأهل مش يلعب قبل قبل مطش الزمالك والنلجونة ما ينفعش نلعب الخامس قبل الرابع المشجع يقول لك طب هو استقرار البطولة ونالجونة يكون بطولة منتظمة ده هيرجع علينا ويفدنا بايه مين بقى اللي قال المشجع المصري اللي بيتكلم وبيتفرج وبيتشوف ناد المشجع فهم قوي المشجع قارب معلش ما احنا عايزين دي سخورة الأحداث اللي هي التشويق اللي بيدفع فيه تأمن التسكرة لكن لإنه محدش بيحاسب حد محدش بيسأل انتو بتلموا تذكر ولا لا وتدخلوا الناس ببلاش ولا لا والبوابات بتشتغل ولا لا وفي شركات أمن بجد ولا لا وشركات الأمن دي بتسافر تروح تشوف ماتشات أوروبا ولا لا عشان تعمل زيها أسهل حاجة بقى أحدف عند الأمن العام أنا لسه راجع من ماتش برشونة وإشفلية في الكامفنوس وإصامت حاجة احنا مش بعيد يا عمر لا لا خالص خالص لا طبعا يا عمر اتعملت في الكاس الأمن لا 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 طبعا أنا عشان كده بيقوله حراكة الموضوع أسهل جدا وبسيط ليه اتعملت لأنه كان هناك من يؤكد أنه لن يمر إلا القواعد الرولز زي ما بيقوله الأجاني من غيرها محدش تاني هيفتي محدش هيتكلم وبالتالي هتعود عليه بالإثارة ومزيد من الاستثمار زي فيلم السلم النهجة ايوة أنا عايز أخد الحتة لحراكة بتها دي الاستثمار يا سيد الفاضل لماذا ينتج منتج عمل سينمائي فيكسب بينما كرة القدم لا حسيبة ولا رقيب واحذر من حاجة حضرتك وكل الجمهور اللي بيتابعنا أن كل حاجة يقوله حتى لو الأهلي دخل في عركة مع اتحاد الكرة هو أنت رأي تستدعي عليه الدولة ليه أنت هي الدولة مالها هو في الكرة الأزبانية ممكن يروحوا لرئاسة الوزراء مثلا في موقف حوالين جدوى للدوري فيقول ألحى رئيس الوزراء أو ألحى وزير الداخلية أو ألحى مثلا للساد الرئيس أو للملك أو الملك أو الأمير لا ما فيش الكلام ده طب حراكة عرفت الكلاسيكو تتأجل إزاي أنا كلاسيكو ده مريض براشلونة لا ده موضوع تاقي عشان حراكة بتقوله هل في دولة ممكن تروح لرئيس الوزراء تدخل القصة مش أصدي ده أنا بتكلم على الناس بره عشان نقول للناس كلام حق هو إقليم يطلب الانفصال عامل لا 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 أنا بتكلم على المواتش تأجل إزاي ربط الليجة الأسبانية بعتت للناديين قالت لهم اتفقوا علامعات إحنا بنخيركم بين ثلاث موعيد مثلا فلو ما اتفقتوش علامعات لحد تاريخ محدد ومعين إحنا هنحط لكم اللي تاريخ ما هو صعب الشغل ده رد ما رجعوش مثلا قاله إيه ما هو سيد الفاضي ما هو ده صعب الشغل لأنه الأهم من كل ده بقى صح أقول لك أنا بقى الأهم إنه لما قيل استبدال الماتشين الكمبنو يروح البرنابي وبعدين بقى نرجع لا يا حبيبي لا لا هكذا المسابقة الدور الأول في الكمبنو يبقى في الكمبنو سيادتك حضرتك أفن وبالتالي لا يا جماعة وما رعوش قاله الحقيقة دولة برشلونة مارك الحقيقة دولة هو إقليم عايز ينفصله والدولة والتوهم نريد كمان متعطفين معاهم قالوا بادام برشلونة مش عايز إحنا كمان مش عايزين إيه يا عام في إيه الموضوع مش كده خالص لكن الدولة تدخلت متى في فرصة لانفصال إقليم طبعاك متخيل حجم الكارسة اللي موجودة في انفصال إقليم يا عمر للمرة الرابعة مش في كلامة عن يعني سخونة بين جمهورين ما فيه سخونة بين جمهورين عالجوة زي ده مطارة أفالي ورسل الشاعة عالجوة زي في الكلاسيكو سخونة الجماهير طبعا يخله عدد محدد اللي بيروح مع الريال وراح كام بينه ما بيقسموش بقى المغة طبعا ما بيقسموش ليه بقى لأنه مؤتاري فيه إنه فيه ما قد يعكر الصف طب هتدي لك نفس إيه اللي انت قلتقولي من شوية تكافق الفرص فحضراك يا مستر برشلونة وانت رايح مدريد هتاخد مية ناس مثلا أنا مش فاكر رقم بالزبط لا أتعدى ألاف حتى ولا أعرف يمكن المهم إنه حضرتك بتروح هناك ها تاخد معاك مية ناس وأنا جاي لك أجيب معايا مية ناس سيادتك يمكن كمان يسوم بنفس طولهم وعدد الستات من الرجال وكذا أنا بحاول أقول للناس كلام عن الالتزام قد يصل لكده إنه حتى فيه مع ناصر نسائية أو أطفال أو 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 يمكن ممنوع الأطفال تروح لوحدها المباريات فيه ربا ممنوع لذلك يجب أن يكون معه ولية أمره صح طبعا بشي نظمي فهمي صح إحنا مش أقلم الناس دي ومش بعادة عن الناس دي والدولة المصرية يا كابتن عمر وكل جماهيرك مهياء الساحل ده إشماع نحن بناخد كل حاجة كل في طبقته على أحدث حاجة نيجي لغاية الكرة لا حسيب ولا رقيب على فكرة اللي بيستعدوا الدولة على نادي أو أندية أو مسؤولين ده الدولة إيه اللي لازم تحسبه حضراتكم بقى أن تكتلنا إيه إن شاء الله يا صحيحة لا تستطيع التدخل لكنها يمكنها كما حدث المرة اللي فات أن تتحدث مع الهياء الدولية ويمكن أنا لو أنت فاكر بعد بطولة أم أفريقا وكنت معاك وانتح من حق الدول أن تخاطب الفيفا بس تقول لها إيه أنا عاوز نموذج دولي واللي عندي ما بيعملوهش فييجوا الفيفا يشوفوا بنفسه لكن ما فيش حاجة اسمها يحل وربط والكلام ده ليه؟ علشان ما يبقاش ضمن العمل الروتيني مش عشان الدولة مش من حقها تتدخل لأن هناك صناعة كرة قدم هناك رابطة كل قعد فيها بياخد تلاتين تلاف جنيه عشان يدير الدولة ده فيعمل مكاسب متعظمة أحنا مش أنا أصدر والسادة الموجودين الآن على فكرة هم محترفين أعرف كده أو لا طبعا برواتب طبعا برواتب ليس عامل تطوعي وهذا لا بالعكس ده إحنا ده إحنا بنطالب وحرك بتطالب في كل حتة حركة ما يكون موجود فيها يبقى الموضوع بأجر طبعا تطوعي دي بتأثر على حاجات كتير جدا ممنوع التطوعي بتطوع ليه أم التطوع هو للوطن وفق صح ما دون وللوطن فين في حاجة واحدة بس حتى مش في بناء مصنع ولا غيره لا في الدفاع عن الوطن في الدفاع يعني تلعب قلب الدفاع ونبرو ونفندر في الجيش في الوزعي إيه اللي هيحصل عشان برضو حراك طبعا حراك قريب من الأحداث وحراك بحكم عامل حراك حراك قريب لكل الأطراف إيه اللي يحصل الفترة اللي جاية من خلال خطاب النادي الأهلي وتأجيل مباراة أهلي وزمالك هل في قرار هنسمع قريب أخشى ما أخشى ما هو الحكاية تقلب قعدة عرب طيب وإذا أتصار إن النادي الأهلي هيوافق هيوافق أنه يوافق هيوافق وليس من حق النادي الأهلي أنا وافق أنا طبعا بقول مش هيوافق لكن ما أرى الحد الثاني يصر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ما تم الاتفاق عليه أو حد يقول له ها كلام تاني اللي احنا بدأنا طبعا ايه هو الكلام التاني اللي ممكن ممكن الكلام التاني ده إنه بصراحة شديدة أيوا يخرج بيان أن الأهلي كان محق ها أيوا وأن هناك سمت شيء خاطئ إذا كنا عايزين نبرد القضية وأن هناك سمت شيء خاطئ وأن الخطأ عند الإدارة الفلانية والعلانية داخل المنظومة بتاعت تحاد الكرة مش حكايت بها عشان يجلدوا حد أو يعاقب حد وبالتالي الحل هو أن يلعب الإسبوع كذا يوم كذا زي ما حضرتك قلت على الكلاسيكو برشلونة وريال أو ريال وبرشلونة هذا هو السيناريو مش آخر الدور الأول مش ممكن يقولك أحطوا آخر ماتش في الدور الأول إزاي يعني إزاي ما حصلت الموسم الماضي إذا كان احنا ملاءتنا السعادة ما احنا قلنا بقى إن الموسم الماضي ما أحنا بقى ما أنا عايز أقول لها حدق نحن الحقيقة فقدنا ناس كانوا هم اللي بيحلوا في الأوقات دي لكن حالة التسايل والفكاكان هي اللقاءاتهم يعني عندما نشوف الحج عامر الحقيقة يبقى لازم نقول له احنا أسفين حج عامر هل حراك شايف يعني حراك زعلان جدا من اللجنة الخمسية هل حراك زعلان من إدارتهم للكرة المصرية ولا زعلان من عدم تعاملهم باحترافية مع وسائل الإعلام والصحفيين ما هي هي أنا زعلان لأن طموحي معهم كان كبير أول طموحي معهم كان النقلة طموحي معهم كان تثبيت صناعة كرة القدم بكل معانيها مش بالأعراف لا بأنه فيه منصق أمن فيه منصق أمن يا راجل ده بيجيبوا ناس مرأبين في المباريات يخش يا عامر والصحفي يقول لك قوم انت يا عامر في ايه وواحد ييجا واحد ما يجيش حتى الآن لم نلحظ ثم التعديل والحكاية مش حكاية ان انت تيجي المؤتمر ولا مثلا يعني ولا يبع عليك عشر جنيه ولا حتى عشر مليون لا 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 كل وقت لازم عنده شغل يا عامر كل وقت لازم شغله يؤدى للآخر يا عامر الدخول المتاح لأي حد في أي حتة في أي حاجة وكذا 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 نحن لا نعرف حتى هل اتحاد الكرة بس الراجل يعني أنا بريده هو اللي كان قس يعني كل ما يحدث ها ازاي يمشوا اللي كانوا واعدين على الطاولة وبيت الإدارات موجودة يعني ما يفاهمون يعني ازاي يعني ما هو برضو احنا محتاجين تطوير انا مش بقول على البشر لأنه أنا برضو في كل حتة اللي كانت بيقول إن العيب إن حد تكلم في الزمم يعني بتكلم على الإدارة وبالتالي لابد من تحديث الإدارة دي أول حاجة في علم تحديث إدارة كرة القدم أن تجلب نص تنفزه من بلدان كثيرة أقل مننا جمالا في كرة القدم مش هقول بقى أوروبا وبس وبالتالي لا رب ما عليش رأي حالتك في اللقاء السعودية وفلسطين في تصيات أسيا الأخيرة وطصفية كاس العالم أخيرا مش متذكر كاس عالم ولا أمم أسيا نرى إحناك في وجود الجمهور في فلسطين في الملعب مليان عن أخوه فلسطين بس وفي العلاء نحن بس نتكلم على النطش اللي احنا شفناه كلنا بعينينا من خلال التصفية الأخيرة ما هو ده الأمر الطبيعي لأنه أنت مش هتغلط لأنه لو غلطت هتتعاقب هم مش عارفين أن كل حاجة بقت متشافة كل حاجة بالوقتي خلاص كل حاجة تتعرف وما فيش حاجة تقدر تستخبع لحد هم فيش هزار هتغلط هتتعاقب ما هو فكرة أنه من يتحمل الخط قبل ما تقول لي من يتحمل إذا عمود النور وقع على واحد فكان قرارك أنك تبطل عندنا النور عشان ما تعورش عد تاني ومش عايزين وجع دماغت بقى دي مصيبة لكن يجب أن توضع أعمدة النور على أحدث ما يكون من تثبيت يجب أن نعاقب الذي ترك عمود النور يقع على البني أدمير وكذا موضوع وبالتالي الأسئلة ما هيش حرجة ولا بعيدة ولا صعبة خالص إنما يبهدوا بقى عن فكرة شكل الدولة المصرية مش كل شوية كل حد عطلان أو العربية اللي هي العمل يعني غلز يقول لك إن الدولة اللي قالت لي أو دوعي أمنية ما هي دي الدولة المصرية مش عكاس مها كده مش عكاس مها كده الأمن المصري إذا أراد الخروج لحديث لا هو أمن محترف أيها عنده لساني يتكلم بيه طبعا لساني يتكلم بيه ويخلج تكلم خد يرى ما لا أرى المواطن طبعا زي كل أمن بيحب برده في العالم ومن إمتى صامد الأمن يتدخل وقال المطش مش ينفعها تلعب وكل الراف وافت عشان كده بقول لحضرتك بوضوح شديد إذا كان هو الأمن فكان سيترك لنا خطاب كان سيترك لنا ما يدل على يعني عشان تاني ما فيش خطاب أمني معلش أريد أن أسمع من حضرتك الكلمة معلش عشان خطري حاوزنا أقول لك الإجابة يعني فعلا ما فيش حاوزنا أقول لك الإجابة إذا كان هناك خطاب أمني إحنا مش شعب قصر لا إحنا مش في وسائط هيقول لك ما هو الخطابات الأمنية ما ينفعش يكون معلومة بالصحيح بالصحيح أعلنت في مباراة الأهلي وبرمز عشان دي ناغمة زي محركة عارف ممكن حد يلعب عليه هو ده اللي يتلايب عليه إنه الأمن يقول رسمي وإنه بعدها يقول لهم طب وعلى فكرة أنا قدامي أسبوع ولعبه بعده هنا دي مربط الفرص ده مربط الفرص لأنه لو الكلام أمني بورق كان هيبقى معروف إنه لمدة يوم خالد تريبي بيقول لحضرتك يعني ما فيش جثة ما فيش جريم لازم يقول لحضرتك يوم يومين ثلاثة أسبوع عشرة أسبوعين وقفوا الكرة للدور الأول هيقول لنا ده لكن مش هيسبها يا أبن بوفي معلش يعني وحدثت في بارات الأهلي وبرمز صح صح مش كان فيه جواب صح إيه بقى ما فيش ورق لا صح ما فيش فاكسات ما فيش كليكسات ما ليش بقى نقول إيميلات والكلام الكبير ده لا لا المسألة مش كده فعلا لا أحد يمكنه أبدا نحراجة كرة من اللهب في اتجاه الأمن والجيش المصري لا 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 الموضوع مش كده خالص الكرة تحتاج من يستطيع إدارتها احترافيا الصناعة كده بتهددوها الصناعة دي لا يمكن أبدا نتركها هكذا هكذا مش بلاحظ أن الناس لوقتي أو مشجع كروت القدم مش بتكلم يعني مش بتكلم على الأهلوية لكن أنا بتكلم على باقي الجمهور اللي بتابع التفرج على الكروت القدم حيث أنه بقى دايما نشغل نفسه بارا بالأحداث اللي بارا الملعب والأحداث الإعلامية أكتر ما يشغل باله بالأحداث اللي جاء الملعب هل الكلام ده صحيح؟ بمعنى إيه؟ يعني الناس بقت مركزة أول في الكلام ومنركزة في اللي بيحصل وشوف مين قال إيه ومين عمل إيه أقلل ما الفرق ما بتلعب أقلل ما الناس بتلعب وخلاص بقى أنت لا تعطيني منتج فهركز خلاص في حاجة تانية جيب لي بقى فايدة أو تخلين أنا أصرق أنت لم تعاقب حد بيهتف في الملعب أو يسب منافسه أنت لا تتحدث عن فكرة تذاكر المباراة والجمهور اللي يجب يكون في الملعب وكذا أنت لا تتحدث عن جدوى المنتظم أنت لا تتحدث عن ما يجب أن نتحدث فيه أنه إحنا بنستعد كل وقت بقى في منطقته وفي سنه وفي مرحلته العمرية بنستعد المباراة كذا ومن الحد مباراة كذا ومن الأربع أنت بيستهيب للمساحات دي فأنت سايب الناس كلها على بعضها يلا أقل الدولة سندك وأنا أقول له يلا أقل الدولة سندك 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 ثلاثة سندك وهكذا طب أنت مستفيد إيه اللي بتدير أين المنتج اللي ستقدمه طيب الرأي حررتك قناقض رياضي وصحفي كبير جدا في مصر ورأي حررتك في النقد الرياضي اللي شغال على يعني القنوات الإعلامية اللي بتناقش قضية أو بتناقش رياضة كرة القدم بشكل خاص وفي الصحف كمان يعني هنتكلم على الصحف ونتكلم على القناة التلفزيونية بص هناك انحاجات واضحة جدا تمام كويس دا ينفع فيما هو فقوي يجوز مع التزام ضوابط المهن التاريخ يذكر كل الأشياء لكن في العام يصعب ان انا ابقى في العام وكون واخد اتجاه لا يجوز وعلى ادارات الاعلام لانه الاعلام فروع كثيرة جدا انه يتنتبه لده لا يمكنني ابدا ان اكون يعني فقوي وفي نفس الوقت اتحدث عن العام بنفس الدرجة او بنفس الصيغة ومن ثم اعراف كثيرة جدا زي ما قلنا على اتحاد الكورة عشان نبقى كمان بننقض انفسنا هناك نقابة صحفيين هناك نقابة اعلاميين هناك اكثر من جهة يجب ان تحسن حلاك دلوقتي قاعد معايا في قناة الناد الاهل حلاك ممكن راجل اهلاوي طيب حلاك بتتكلم بعقل صح؟ مش بتتكلم حلاك وتزايد وتتكلم على تزاود في الكلام وتغلط في الناس التانين وتسخن الدنيا على بعض طيب ده ليه ما بيحصلش ليه دايما بنشوف الفئوي بدل ما هو يتكلم بين يورد الله ويتكلم على المفروض يحصل ويتكلم علشان يهدي الفتنة اللي هم بيقولوا ان هي حصلة ما بين الجمهورين ليه ده ما بيحصلش لو قلت لحضرتك انت حين تدرك ان للمهنة ضوابط وانك يعني ما هو الاعلام بتبدأه دايما في الصحافة والصحافة هي الخدمة بلات صاحبة الجلالة بالكلام الكبير بقى انت جزء من تشكيل ضمير امة انت جزء من كلمة العدل وهو كلمة وهو اسم الله على الارض اذا لم ترعزي الضوابط فللتاريخ صفحات عمر ما بتسيفش حد وبالتالي انا مش هقول دروس لحد ولا حد يدين دروس كمان كلهم وعملوا لكن انا بقى اللي بطلبه زي ما طلبنا من اهل بكورة ان تكون هناك ضوابط ومحاسبة ان تكون ايضا للهيئات التي فرض عيني عليها ان تراقب وان تحاسب كل في منحاء النقابات والهيئات وكذا لازم دي تفعل ده لابد اولا انها تعمل تصريف لفيربي اتر اللي هو الفعل المساعد في الفرنسية عشان يبقى معروف ده مين وده مين يعني يا اخي حتى كابت خطيب ربنا يدينه الصحة رجل يعني ينتصر على الالم ياريت لنفسه او لأسرته او لاحفاده يعني حبا في جمهور عظيم رفع وعنان السماء كواحد من ابناء النادي الاهلي اتحدث دائما عن كابر عن كابر ووصلت اليه ومجلسه طبعا ومن ثم حتى ده يعني لا يحمد ومحدش بيقول ان يقولك الترخير ولا 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 ياخد عوات الشفاء والباقي هو بين العبد وربه هل ده يمكن ان يكون معقول هل ده ممكن ان يكون صيغة لان تتحدث عن مرض مرض كائن من كان بغض النظر عن صفة المشهور واشهر مشهور كمان سعصام يعني في الاخر باشخك شكرا جزيلا كالعدة بتشرفني وبتنواني وبتمتعني براك سعصام ربنا يخلى حضرتك ونأمل ونأمل لانه لا ذل لن افقد السقة في عمر الجنيني والذين معه بدون القاب انه يعيد تعديل الصورة اللي قلنا له هنرسمها سوا لبكرة افضل في كرة القدم بشكرك شكرا جزيلا وسنما حضرتكم لنهاية الفقرة الحوارية التانية مع ناقد ارياضي الكبير والصحفي الكبير الاستاذ عصام شلطوت فقرة الحوارية تالتة مع زميلي العزيز محمد سعيد يصطديف فيها واحد من النجوم النادي الاهلي على كابتن شريف عبد المنعم ولكن بعد فصل بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الالي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير والفقرة الاخيرة من برنامج الاهل الليلة فقرة مهمة جدا للنهاية جاية في توقيت لمتابعة الاحداث الجارية في الساحة الرياضية المصرية وتحديدا ما يجري في الدور العام المصري خلال الفترات الاخيرة ما بين اصرار النادي الاهلي وتأكيده على احترام اللوايح وعدم تكرار العشوائية التي حدست في الموسم الماضي من تأجيل مباريات وعدم تحديد موعيد لمباريات دون اي اسباب مقنع او دون اي امور واضحة بالنسبة للرأي العام حلقة النهاردة او الفقرة النهاردة في ختم هذه الحلقة بالتأكيد ده بشرفني فيها نجم كبير ضيف كبير ما تشرف ان انا موجود معالي ان انا من اشد المعجبين بي من ايام ما كان بيلعب في فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن شريف عبد المنان كابتن شريف منور الدنيا الله يخليك مرسي يا محمد ربيان انا كمان من مواجبين بي جدا الله يخليك كابتن شريف ده من زوءك وشرف لي بالتأكيد حاجة شرف والله وشكل واداء وكل حاجة الحياة توقف المكان انت موجود فيه الحمد لله حلقة النهاردة والفقرة يمكن خلال الايام القليلة الماضية الناس كتبتتكلم في امور وبتسأل فين اللوايح طب مين ليه الحق طب لو الامن اجل او الامن رفض استضافة مباراة الاتحاد موقفه ايه طب النادي مسئوليته ايه كل هذه الامور هنلقشها مع كابتن شريف عبد المنان نعرض جزء من بنود لايحة المسابقات لأول مرة منذ ان انطلقت المسابقة حتى هذه اللحظة الكل بيسأل عن اللوايح ومحدش عارف اللايحة بتقول ايه والوضع ايه لكن هنعرض اللوايح وهنشوف الظبط الوضع القانوني في الملف اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي شكله ازاي كابتن شريف اولا بياني النادي الاهلي كان واضح جدا وكان عايز يحط اطار عام من البداية ومش عايز يقرر اللي حصل الموسم الماضي وإحنا هنعرض دلوقتي اللوايح وهنشوف نتكلم في اللي حصل بالضبط في لايحة المسابقات الجديدة بالنسبة للموسم 2019-2020 بداية تعليقك على الاحداث والمواقف اللي اتخذت خلال الساعات القليلة الماضية هو بسم الله الرحمن الرحيم هو ما فيش في بياني النادي الاهلي اكثر من مبدأ تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص الجميع يعني لا الاهلي طرف ولا الزمالك طرف ولا اي حد إنما لما بيحصل حاجة على السحر يا دي حتضر بالمسابقة كلها وحتضر بالاندية كلها مش مصلحة نادي أو اتنين أو تلاتة لا وعلى وضع معين يعني أنا بعتقد إن بيبقى فيه قلة خبرة قلة تفكير في أحداث معينة بتحصل على الساحة يعني مباراتنا الزمالك مع ريزيون الغاني السنغالي حصل إنه خلاص حددت يوم 24 طب خلاص ما فيش ماتش يوم 19 بين أهل الزمالك ده مبدري الإسبوع ده مش موجود أصلا فيه تأجيل لإن عندنا ظروف طرقة على الساحة خطبرك الشكل المنتخب الشكل الأجندات الدولية وكلام تسمع حتى للمدرين فنيين إنهما في احتياج جامد جدا يعني شوقي وحسان بدري في احتياج لكل خمس ذهاء يعني إنهما يعدوا العدة للشكل اللي جاي بعد كده واحد حيلعب على أولمبياته وعلى أرضه البطولة ومحتاج يشوف رؤية أكتر محتاج لعيبة عنده يعني ما يطبعش مصابة ولعيبة مهمة جدا وده طبيعي في كل العالم يعني بيحصل وحسام البدري نفس الموضوع يقدر ياخد تجربة تانية غير سريليون لو لعبهم يقدر ياخدوا غير بتسوانة سوري أي حد يقدر يتمتع في كل القرارات الحكيمة إنهما يستغلوا صالح البلد لو يكلموا على البلد بقى يعني فكلام على البلد إنه أنت تدي كل الفرص وإتعاد لك نتأجل أسبوع كامل شامل في الدور العام يعني مش هجرة حاجة إنما هي أنت تروح ناقل الموضوع كله ومدخل الأندية في بعض ومدخل كل واحد برأي كل واحد يقوله النهاردة لا أنا مش حالع بكرة يحصل توجهات لازم نلعب ولازم وإنت أخده عن طريق البلد ومش البلد وبدين تقول دخل الأمن في الحكاية وبدين دولة ترجع تقول أصل الأمن اللي عايز قاعد كده يتكلم عفشي يتكلم على الأمن لا طب الأب الشرعي في المتاعي اللي بيتكلم عني أنا يعني المسؤول عني اللي هو فيه فترة معينة سنة على معتقد هو اللي يكون مسؤول عنها كل حاجة الوعود اللي هم أول ما جاءت اللجنة اللي هي موجودة يعني شيء مش عارف هو من الخبرة ولا هم تزنقوا ولا هو فيه حاجة مش واضحة مش واضحة وضيتنا الكل اللي احنا فيه دلوقتي وضيتنا الحكاية إن كل واحد بيمسك في تكافئ الفرص بتاعته وأنت كمان قدامك جماهير وقدامك ناس عايز تعرف أنا واحد من ناس أنا وأنت وجميع الزمال كوية مش هقول لها كنا عاديين نتفرج عماتش ياهل وزمالك طبعا يعني ده حدث بيلم الدنيا كلها بيلم الوطن العربي بيلم أفريقيا بيلموا كل الناس يعني يهمهم سورجوا على القمة لما يحصل تأجيل في برشلونة وريال مدريد ده تأجيل كهري وسأعتها مش هنتكلم يعني وبيفكروا في حلول قبل ما يعلنوا قرار التأجيل كمان وبيعودوا مع بعض ما يناسب بقية التكافئ الفرص اللي منكلم عنه وبقية الفرق كلها وبقية الدنيا كلها والمكان اللي حتلاقي فيه المباراة يعني فيه حاجات سهولة كانت ممكن تحصل غير إن أنا الحكاية تجيلي هو كده إحنا نقدر نبدع عن كل ده يعني يا خالد ليه الشكل ده حصل أو ليه أنا جدر مش عارف والله حكي بسيطة جدا أنا بحط نفسي دايما مكان المسؤول طيب إنت لو أنا المسؤول هتصرف إزاي هتصرف كده هقول بعدما يحصل مشاكل في المنطقة دي أنا هأجل الأسبوع ده كله هو كان عنده طريق من اتنين يعني أجل الأسبوع كله زوحراك ذكرت أن الأسبوع كله عشان تكافئ الفرص لأنه كمان فيه أندية نادي زي نادي الجونة مش متضامن مع الأهل هو نادي الجونة فكرته أنه لما الأهل لعب الزمالك ويروح يلعب الجونة في الجونة هو الجونة شايف أن الأهل لما يجيله وبعدما يواجه الزمالك أكيد هيكون فيه أمور حصلت في المباراة مكسب ليه هو لما الأهل يجيله سواء في إنذرات لقدر الله حد يصيب أو أيا كانت الطريقة أو الظروف مساحة الوقت اللي راح اللي ممكن ياخدها الأهل لو ملعبش الزمالك لما يروح يلعب الجونة فالجونة وجدت نظر في تكافؤ الفرص كانت من ناحية ديت مش فكرة أنه هو متضامن لا هو فكرة هو شايف مصلحته أن الأهل كان يلعب مع الزمالك طبعاً طبعاً كل أحد بيبقى وليه دي تكافؤ الفرص في الأحيان من كلام عنا الحكاية أنك أنت بتكبر الناس أنها تعمل حاجة لا أنت محتاجها ولا أنا محتاجها ولا صاحب الشأن مش هكاف أعمالها ليه يعني أنت بتعملها ليه يعني أنا مش يعني ناهينا عن الموضوع ده هم هم اللي حضر العفريط وهم اللي حيحلوا القصة نفسها وحي لازم حاجة ترضي جميع الأندية وترضي جميع الأمور تبقى للليحة تبقى لللواقح وتبقى للشرعية يعني أنا مش عارف يعني النهاردة أنت بتكلمني بتكلميش في ثلاث أربع سليب يعني ولازم بفيه متحدث راسم يعني يكلم يعني أنه النهاردة ناس زمالك هو اللي حينظم مباراة النهاردة الأهلي هو اللي حينظم مباراة لن تتكلم نهاردة الأهلي يتقوله المباراة يمكن تتأجل فأصبر كده شوية عشان إيه هيعصل في الأفق في شيء عارض اللايحة يا كبتان شريف المسابقات السنة الجديدة لا كل اللي قلت كل اللي حركت قلتوا على فكرة موجود في اللايحة سواء أنا المسؤول ولا الاتحاد مسؤول ولا مين المسؤول طيب أنا أفكأك بحاجة مهمة جدا أول حاجة عشان نبدأ ندخل في الموضوع قبل كمان ما نتترك لفكرة مسألة الرئيال وبرشلونة لأن هناك في أمور مشابهة كتير جدا للي حصل في الدور المصري وفي مباراة الأهلي وزي ماك في فترة أكيرة يوم 15 ستمبر الاتحاد المصري لقرط القدم عبر صفحته الرسمية أعلن في بيان رسمي أن إعلان جدول الدوري للدور الأول الدور الممتاز هيكون بعد 48 ساعة من إجراء الأرع وكان في تصريح مهم جدا قدامنا هو على الشاشة كابتن شريف ولكل المشاهدين تصريح لأستاذ حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أعلن فيه خلال حفل الأرع أن الجدول متضمنا موعد المباريات وأماكن إقامتها سوف يعلن في خدون 48 ساعة وهو الوقت الذي قدره ركزوا في المعاني يا جماعة الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لقرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة ونقف هنا يعني لورود الموافقات الأمنية لمين؟ للاتحاد والاتحاد اللي قدر إن 48 ساعة هيجيلوا الموافقات الأمنية يبقى من اللي بيخاطب الأمن؟ اه اتحاد طيب حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع آلية أو ملاحظات في الاعتبار قبل إعلان وتجنبا لأي تعديلات مستقبلا يعني الاتحاد هو اللي قال إن أنا أرسلت الجدول للجهات مين؟ الجهات المعنية عشان لو في أي ملاحظات تضحى في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأي تعديلات مستقبلا يبقى بالتالي اللي بيخاطب واللي بيتعامل مع الأمن مين؟ الاتحاد يبقى ما يجيش بعد كده يقول لي إيه؟ يروح انت خاطب طيب دي أول موسيقى في حاجة ثانية أريد سألك إيه هو الخطاب اللي راح للأمن على أساسه الأمن ألغى المباراة لم ينشف لو بنقارم باللي حصل السنة اللي فاتت في الكاس جواب النقر أو تأجيل مباراة الكاس الأسباب يعني اتنشر المرات دي ما فيش حاجة اتنشر خلق إيه؟ 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 يقولوا للفرق الأفريقية أن هنا فيه أمن وحننلعب حتى الزمالك هو هيلعب والأبادية الأندية لعبت يوم الخميس كلها ونلعب يوم السبت وفيه أمن وفيه كلها هم ما هارفوش يزوّقوا الحكاية وجم على مباراة مهمة حسبوها حزبة كبيرة قبل مباراة للنادي الزمالك الأفريقية أو حسبوها للنادي الآلي حزبة كبيرة كويس فما كانوش عندين يصطدموا بهذه المباراة في هذا الوقت هذا التوقيت معرفوش بقى يكلموا النادي الأهلي ويكلموا يعني النادي الأهلي يعرف من الجرائد ويعرف من السوشيال ميديا ده اللايحة لا ده محدش بعت للنادي الأهلي أصلا اللايحة انت محدش بعت لك اللايحة بتجبر الاتحاد أنه يخطب النادي صاحب الملعب لا هو أصلا أنت محدش خطبك مو محدش خطبك كمان يعني فدي اللجنة المعينة اللجنة اللي موجودة فيها أسماء كتير كلهم شخصيات بنحترمها كلها مش الكلمة أنا مش بحترمهم بس يعني ما تكدشين ليهم وضع غير النجاح أنت دلوقتي العين عليك جمدة جدا أنك أنت لازم تنجح دوليا وتنجح محليا ومحليا هو اللي بيأهلك للدوليا يعني فكان ضفعونهم يعني التصرف اللي ما تصرفوه ده كان لازم يتصرفوه في وقت قصير أو ما فكروش فيه قبل كده أو ما بيستعينوش بلجان زو خبرة أو فيه ناس بقى يعني موديهم في سكة أن هما ينجحوا أو ما ينجحوش أو أو بيقدروا قرار من غير ما يقروا اللايحة اللي هما عاملنا ما فيه حاجة كتير أو فيه عدم توازن في كل القرارات اللي طلعت أو في كل الحداث اللي حصلت دي خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي ده أحراجوا الدنيا كلها طب نعرض لايحة المسابقات؟ نعم طبعا من أول الدوري يا جماعة في لايحة المسابقات في لايحة الانضباط وكل الزملاء في النقد الرياضي لدرجة حتى الكل دولات سيبقى بيعرض مكافقات مالية حتى الزمل طريق رمضان كان عرض مكافقات مالية اللي يقدر يجيب الليحة المسابقات أو حتى الانضباط الليحة المسابقات هي ده بتاريخ 19-09-2019 أرسلت لي الأندية من خلال المدير التنفيذي الكابتن وليد العطار شروط ونظام بطولة الدوري العام لموسم الرياضي 2019-2020 أولا البند رقم أربعة الاتحد في مصر بيقول هنا في الشروط المسابقة سنوافقكم للأندية بالمسموح لهم بالدخول من الجماهير وعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية والمنظمين فور وصول التعليمات من الجهات الأمنية إذن الاتحاد اللي هيقول للأندية بالنسبة للدخول أو بالنسبة للتأمين الخاص من المباراة أنا هقولك اللي هيجيلي من الجهات الأمنية عشان اقولك الوضع بالنسبة للمباراة إيه على سبيل المثال 25 من هنا أو 25 من هنا يبقى إذن اللي بيتخاطب مع الجهة الأمنية أو الجهات الأمنية في الأمور دي الأب الشرعي الأب الشرعي هو مين؟ الاتحاد الاتحاد ده واحد طيب في نفس الليحة برضو البند رقم 8 في الصفحة الثانية في فقرة بتقول في حالة تعذر إقامة مباراة على الملعب الخاص بالنادي لأي سبب من الأسباب يجب على النادي تحديد الملعب البديل على وجه السرعة وأغز موافقة صاحب الملعب وجهات الأمن المختصة وموافاة الاتحاد بذلك خلال المدة التي تحددها لجنة المسابقات طيب أنا كنادي أهلي حصل تعذر في إقامة المباراة على السادة القاهرة تققل للجدول المعلب هل الاتحاد خطبني وقال لي حدد ملعب بديل على وجه السرعة وحدد لي فارج زمني عشان قدر أحدد ملعب البديل؟ ما حصلش هل الاتحاد القرى بعت للأهلي قال له حدد لي ملعب بديل مكان السادة القاهرة عشان تصديف مباراة القمة؟ ما حصلش أنا يعني أحاولك على حاجة أنا بيبقى عندي تمرين في الناد العالي وحفتح له الجمهور لازم أبلغ الأمن كويس تمام فإحنا فاهمين دورنا كويس قوي وكل الأندية فاهمة دورها كويس قوي ما الأهلي مع الله وعلاقة الأمن بالأندية كلها ممتازة ده تلفون يعني بيبقى علاقة مش خطبات حتى تبقى علاقات بالتلفونات والدنيا يا فندم احنا يعمل كذا 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 تفضلوا وبالأجل يروح قال له ابعات لي بس حاجة عشان أنا أبلغ بيها الدنيا والدنيا بتمشي حاليا حتى في الوقت اللي احنا فيه ده بكل السهولة وبكل يعني كل حاجة من غير ما حد بيحس ده مسؤولية أمن ومسؤولية نادي ومسؤولية كونه كلها بيعمل دوره وطبعا النادي الآلي مش عقول لك آه بالليحة وعافة في الآلي ما ينفعش ما يعملش دوره على أجمل وجه ده بالعكس ده اللايحة يا كافتن شريف كمان تحس الأدوار فيها مثل أغبطة كل ورقة أو كل بند في اللايحة بتقول عكس البند اللي بعدين أنا قلتلك على حاجة واحدة فين الخطاب اللي راح للتحاد للأمن من الاتحاد المفروض يبلغوا إن المباراة حتى تقوم مثلا في برج العرب وهل فيه خمس ألف مشجع وخمس ألف مشجع هل فيه خمسة عشرين وخمسة عشرين بدون جماهير وهل وهل فين المعطيات دي اللي هي كانت موجودة هي حتنخلي الناس كلها تمتصل ما حصلش بدليل حتى أنه ما خاطبش الأهلي وقال له صعب إقامة المباراة على أستاذ القاهرة شوف ملعب بديل تبقى للليحة اللي بتقول كده ده ما خاطبش الأهلي أصلا وقال له الكلام ده طب بالعكس يا كابتن شريف آخر ورقة متعلقة بموضوع الليحة وهم بيعرضوا جدول المباراة وبيبعتون للأنداء كابتن شريف آخر أسبوع لأسبوع السبعة عشر في الدول الأول اللي هو آخر مباراة ليه يوم 24 يناير 2020 في آخر فقرة في نهاية الجدول مكتوب طبعا الخطاب من اتحاد القورة يعني مصادرنا في الاتحاد الحمد لله يعني الناس هناك حب تأكد لنا لا أن فيه ليحة وفيه أمور واضحة فهي الورق موجود ختم الاتحاد توقيع رئيس لجلة المسابقات الأساس حسام الزنادي مكتوب في آخر ورقة ايه أو في آخر بند ايه قد يتم تغيير بعض ملاعب المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية دون الرجوع إلى النادي طب قل لي بقى يا كابتن شريف من دبي بيقولك في حال التعذر إقامة أي مباراة على الملعب الخاص بالنادي لأي سبب من الأسباب ضرورة أن أنت تخطبني وتقول لي ملعب قديل تمام؟ وهنا بتقول لي لو تم تغيير بعض الملاعب بناء على طلب الجهات الأمنية دون الرجوع للنادي يعني أنت هترجع لي ولا مش هترجع لي أنت هتأخذ القرار من نفسك ولا أنا هأخذ القرار وأقولك الملعب البديل لي لا قرار الأمن هنا بيبقى أعتقد أنا ما تكلم في العلاقة بين الاتحاد والأندية لا ما ده تحس أن كل ملعب تجيب عليك كلم أنت الأمن قالك هنا في المعطيات اللي عندك اللي هو في اللايحة اللي هو ببعايتها قالك أنت تخطب الأمن وبعد كده قالك قد تتم تغيير بعض الملاعب دون الرجوع للنادي بفترة يعني مفروض كده بكلمة بفترة لانشان أنا كمان لو أنا اللي مسؤول على المباراة مش فيه لو فيه جمهور مثلا هيروح أو فيه دعوات أو 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 مش ده فيه طبع والأمن بيختم على المطبوعات دي وبيطبخ مع كل حاجة وبوفر لي المكان اللي أنا هروح فيه كلعبين وكخصم جاي يلعب وكل واحد بيبقى رايح المباراة مع ال كل ما هو في إيده مش هنرجع لمشكلة المباراة بتاعة الفريس انغالي اللي هو راح الملحب قالك لا ده أنا هنا وانا هتمرر هنا قاله انت مفيش اي ما يفيد عندي مش هنين نوصل لدي هي ده الكلام اللي عادت بتقوله ده اللايحة بتقول نفس المشاكل ده تحس ان اللوايح مش منظمة لا بالعكس اللوايح من أخبطه كل بند عكس التاني وما ريضرش تمسك اللايحة بقى تعرف دلوقتي المسؤولية على مين هل المسؤولية على النهايد عشان محددش ملعب بديل زي ما تقالف البند رقم 8 ولا هل المسؤولية على الاتحاد انه ما اخترش النادي ان يوجد ملعب بديل ولا هل المفروض النادي ما لهش علاقة لان فيه بند في الخطاب بيقول ان انا لو تغير الملعب مرجعش للنادي اأجل دون الرجوع اللي حق النادي بس خلينا اتفق معاك انا هم غلطوا من الاول خالص الاول ما حصلت جواب اتحاد الفريقي النادي زمالك كان لازم الاسبوع ده يحصل فيه بات من بدري بدري ولا دخل الامن طرف فيه ولا دخل اي حد طرفيه ده قرارة كنت الاب الشرع فيه بتعجل الاسبوع ده يعني هو بس بتعجل الاسبوع واحد لما كنت برضو عايز تخش في جميع الاركان لازم توفي احترافه يا جامده قوي انك انت تخلي نادل عالي ما ياخدش يقول تكافه الفرص او موقفه او ياخد حقوقه او 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 هتلاقي كل الدنيا ممتسلة نادل عالي الحمد لله طوب وماشي كويس جدا ومش من مصلحته ان يقعد ميلعبش لازم يلعب ده لازم يلعب واللعب بتاعته كلها الحمد لله يعني على مستوى عالي جدا فهل من مزيد يعني يعني محتاج في الفترة اللي انا فيها نجمي عالي وعلى طول بإذن الله انما بيدخلك في حاجات بيحرجك فيها بيحرجك قدام جماهيرك بيحرجك قدام نفسك بيحرجك قدام الله انا مش فهم حاجة حتى انا مبعتليش حتى نقعد نتناقش فيها يعني انت بعتليش حاجة تقول لي حتى على قل انا وانت نقعد نتناقش فيها دلوقتي نقول لا ده نادي الاهلي ده قراره ده هو شايف ليه نظر ده انت مفيش اي حاجة انا عندي ولا عندي اسباب من معبعوتها ولا عندي ايها ولا بعتنا للناس كلها حاجة تثبت غير تعصف حقيق يعني ما يعني انا مش من نادي الاهلي مسلا ومن اي حتى اتفرج على الموضوع كده مبارا وفيه انت ليه بتصنع مشكلة؟ ليه اللغة دي؟ ليه بتعمل اللغة دي؟ يعني انا مش فاهم ليه بتصنع مشكلة؟ انك انت بعيد عن انا بعيد عن اللغة دي ومش هشاركك في اللغة دي عمري وحاطلع واقولك انا عايز تكفافورة عايز حقي ليه ليه بتعملوا لشكل ده؟ انتو مش بالعكس احنا المفروض البلد كلها دلوقتي ديها في قدم بعض ومش مباراة هي اللي حت احنا عايزين نقوم بالمنظومة ونتغاد عن الاخطاء اللي كانت موجودة السنة اللي فاتتك هتنشئيه انا مش عايز اقولك لسه لو ماتش ده في افريقيا كان حاد يفتح بقه ولا تلعب ولا ما تلعبش انا حيمشي وتلعب خالص عادي جدا ماتش تلعب قبل كده اللي هو دي سايد يعني لازم فرقة تكسب اهل وزمالك بجماهير والدنيا مش يجال فول ده ما فيش ظروف اسهل من دلوقتي ده ما فيش اجمل من كده وزمالك ممكن يتعادل وكانت الدنيا تروح بها لضربات الجزاء وما نعرفش برضو الدنيا فيها ايه وكان يبقى ماتش من ماتشاط دور الانجليزي يعني اللي هو الفرقة اللي بتكسب تلاتة وتركها تتعاجل تلاتة حاجاتها هدو مشكلها حلو اوي دروس كنت هدوها مستفادة وان كان استفادنا من اللقاء ده مكوين من جميع الوجوه استفادنا من الشكل اللي بتاع استفادت الاجهزة الفنية الجماهير عرفت وضع معين الاجهزة الفنية نفسها شافت ان انا اقدر اعالج لو عندي كسور في اي حتة ما عندي في الملعب او في خطوط او 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 حتى لو انا كسبان ده استفاد وده استفاد وكله استفاد من حقك انك تتمنى لجمهيرك احسن حاجة من حقك انك تتمنى لجمهيرك البطولات من حقك انك تتمنى ان الناس تقف جنبك من حقك انك لما تكسب بطولة كرة اليد الجماهير تطلع لغاية المطار وتحتفل بالولاد بشكل جميل جدا جميل نازة مالك في وجود ثلاث حراس من الامن يعني وقفين بيحتفلوا معاهم وما فيش اي حاجة والدنيا فرحانة جنب 4000 مشجع ساعة 4 الصبح او 5 الصبح الفجر فين في المطار يعني حتة حيوية واي قبل المباراة يعني قبل ما تاخد قرار خدت بالك انك انت تلغي فما فيش اي علامة غير ان بلدنا نازل فل ده حقيق بصك انك تتمنى الحمد لله يعني فهم قذلك فما تركني ما تجيش تقولي تخطني في حتة كده في خانة يدك البلد واحنا الوقت ده وما محصل الكلام ده لو موجود هيبقى فيه حورار بين الاطراف كلها والامور هتمشي لكن هيبقى فيه كاتنج اه انا مش هنلعب الماضي بالزبط لا لا هيعودوا ومحدش هيعطرج على تربيت زمانة وانت عادين كده بالزبط كده محدش هيعطرج ليه عشان كده لمصلحة مصر لمحنش تكلم بقى خلاص بصد دي مصر بس بالطريقة اللي هي بتدار بيها الحكاية دي ما افتكرش انهم لا والنادي الاه لما ييجي يبص في الموضوع ويناقش القضية نفسها قبل ما يطلع بيانة او المجلس يجتمع هيبحث يشوف اللايحة لاحة المسابات بتقول ايه اهلا المسؤولية عليها ايه المسؤولية على الاتحاد ايه وقص فجأة انا لاقي اللايحة كلها متضربة مع بعضها كل بند بيقول بند عكس التاني بند يقول ان انا كاتحاد منتظر الموافقات الامنية عشان اعلن الملاعب فين وبعد كده يقولك انت كنادي لو معرفتش تصديف المباراة على الملعب ده على وجه السرعة حدد لي ملعب بازيل وخاطب الامن وحدد لي وهات لي الجواب الامن اللي انت هتلعب في المكان كذا بعد كده يقولك ايه اذا طلب الامن عدم اقامة المباراة انا كاتحاد الغي دون الرجوع للنادي التضرب ده هو اللي بيعمل الازمة وهو اللي بيعمل المشكلة وفي الاخر هتلاقي الادوار مطلق بطة وفي النهاية بن كوسين عشوائية والعشوائية دي هو النادي الاهلي وصفها في بيانه عشان ما يقررش نفس اللي حصل الموسم الماضي هو حوار ما بين النادي الاهلي والاتحاد والمنظومة عشان المنظومة طبعا كويسة كابتن شريف الاتحاد ده اللي كان هو قبله بكم يوم قاعد معايا وبيسلمني درع الدول يعني لو فيه اي حاجة في الافق كان يقدروا يعودوا الكلام مع بعض يقول له كابتن محمود خد بالك احنا يمكن نكون فيه اتجاه معين وكلام فكابتن هو كان يبقى متفاهم للقصة كلها وكلهم كان في احتفالية جميلة جدا وناس وطلع راجل الكل متين كويسين جدا كان مشهد رائع كان مشهد جميل جدا فما كانش فيه اي حاجة تبين لك ان هيحصل حاجة وبهدين مين فينا في مبارات الزمالك ما بيقولش ان الزمالك ان شاء الله هو ان شاء الله الزمالك ما هيكسب هو اللي هيبقى في مبارياته ما جبناش سيرة حتى ان ممكن يحصل اي حاجة تعكر صفه الدنيا ان احنا كل الدنيا متمنى لزمالك ان هو يبقى هو اللي هيكسب بإذن الله هو الاقوى هو الاحسن هو 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 يعني ما حدش فينا حتى بيتمنى المصر اذا كان من مصري ولا اسماعيلي ولا الزمالك ولا الاهلي ولا الا دايما احنا في البطولات الدولية او الشيء اللي يخص مصر كله اي حد بيمثل مصر من الديها كبيرة اللي بنتمنى له كل الخير وبنتمنى له كل التوفيق يعني ما حصلتش يعني حتى ما تبع كارو الصفه اللي بتاعي يقولك اصله قل مش عارف مين بياخدوها غلط وبيفهموها غلط يمشوا دوية شوية السوشال ميديا انما احنا دايما ما نقدرش احنا عندنا دستور ديها تلات وراءات بنمشي معهم مع بعض حفظينهم ونحنا بنلعب بكرة الغيات لما كبرنا الغيات لما عادنا القعدة اللي احنا عادنا بنكلامه مع بعض دي فما عندناش احنا كانتوا بقى بتورطوه نحنا او بتورطو النادي الاهلي او بتورطو اي فرقة تانية بتطالب بحق كافؤ الفرص كان في الاول في مبدأ احترام الاندية دي وانك انت تخليها معك على حاجة اصرار حاجة مع الامن ومع الاتحاد الكورة كويس وفي حاجة لان انت دخل الماس معاك طوله واحدين ثلاثة خلاص يعني ما حكيها هتعدي والدنيا عديها حتى الجماهير بتاعتك لازم تفهم وضعك شكله ايه لما هتفضل على طول انت كده عملها سر وبتزنق في اخر اللحظة وكان وده وده الرياكشن اللي حصل حل بقى حل بقى الموضوع ولما تجي تحله هتبص اللايحة تلاقي اللايحة ما بتحل اكشن الموضوع بالعكس بتادولك اكتر اللايحة اللي انت حطيتك اتحاد كمان ما خرج قالك اه روح اه اتخطب انت مع الامن بعد كان ام يعني وده نفسه برا ودخل نفسه جوه وده نفسه برا فما انا شعف انا من ايه ما هو لو قال لي روح خاطب الامن ما كان قال لي الكلام ده وقت ما اجل المباراة لكن ده الهالي بعد ما النادي الاهلي اصدر بيان لا ولما يجي اخد قرارة علي انا هيبقى هو الاب الشرع بتاعي ولا هو مش هو الاب الشرع لما يجي فيه اي فاول مثلا خمسين الف جنيه غرامة وبتاعه هو اللي هيطبقها ده دي هتبقى بناء على لايحة ايه انا مش عارف وايقاف اللاعبين اربع مباراة ولجنة المسابقات هتقف عند لعب تصرف اي تصرف هتبقى على اي شكل وحنخطب مين حنرجع بقى لا لا احنا لسه تخلين في اتجاه تاني اللي بحاول نجيب لايحة الانضباط يعني الحمد لله ربنا قدرنا بقى انا شهر ونص عشان نجيب عشان نجيب المسابقات عشان ما حادش كلم احنا عايزينهم ينجحوا با احنا عايزين ان المنظومة تنجح يعني احنا مش عايزين نقف وقفة زي اي دي خالص يعني عشان نستفهم بس احنا عايزين كل الناس يمشي بس ادي كل حق دي حقه يعني احترمني احترمك اشتغل معايا على نجاح المنظومة كلها والمسابقة احنا تحت امرك كل حاجة فاحنا ما عندناش حاجة ضدك احنا بس انت متحرجناش ومتاخدش من حقوقي وتخليني انا واقف ساكت بتفرج عليك وانا ما عملش اي حاجة انا طلعت البيان قول انا عايز ما ابدأ تكافق الفرص وفين الوعود اللي انت وعدتوا هالي قبل البطولة ما بتبتلي او المسابقة تبتلي وانت كنت قاعد معايا من فترة ما نويتش لي معايا على فكرة ممكن كل حاجة هتتحل يعني وديا حتى ملاش الرسمي بقى والشكل اللي احنا بنطالب بيضا طيب اللغة الحوار والاحترام مش عايزة تقررنها بنفس الامور في اسبانيا لكن احنا طبعا نفس الفكرة الناس هنا بتحاول تعمل مسابقة محترمة بس الفكرة يا كابتن شريف ان الناس في اسبانيا الظرف السياسي هناك ناس كلها شايفة وفي مشكلة في كتالونيا في برشلونة ده من سنة فاتت من سنة بس اليومين دول الموضوع كبير جدا ووصل لمرحلة ان بقى في صعوبة ان برشلونة ستضيف الريال يوم 26 اكتوبر رابطة اللي اللي يجar الاسبانية حرصا حتى في بيانها الاخير حرصا على انتظام المسابقة ومش عن ناديين بس الريال وبرشلونة لا حرصا على تكافؤ الفرص مع 18 النادي هو الله كده حرصا على تكافؤ الفرص مع 18 النادي التاني وحرصا على قيمة المسابقة والحقوق التجارية والتسوقية ان المسابقة ما تخسرش بيبصوا كل حاجة بيبصوا مسايبين هفوة طلبوا من الناديين ومن لجمة المسابقات إنها تقوم بدورها والناديين يقوموا بدورهم ويتفقوا على معاد برشلونة أصدر بيان كلام ده كان بالأمس والريال حتى رد عليه ببيان تاني إنه في اتفاق أو شبه اتفاق على معاد يوم 18 ديسمبر ما فيش خلاف بين ريال و خالص رغم حالة الصراع الرياضي اللي بينهم ما فيش كلام ده بوس ده ده مهمة أول اللي انت قلتها دي يعني ده الناس بيتخاطب بعض ويتكلام مع بعض وكل حاجة اللي انجح المنظومة وانجح الدنيا إنه فيه زي ما انت قلت تسويق ورياضة ودولة وكل حاجة محطوطة قدام الله احترام المسابة ده يجيب فلوس اه هجيب كل حاجة احترام المسابة العالم كله بيتفرج عليهم كمان طبعا مباراة وإحنا العالم أهلي وزمالك كله بيتفرج عليهم كلنا بيستنى المباراة دي فعشان يحددوا معاد الناديين اقترحوا معاد البرصة صاحب المباراة رفض المباراة تروح لمدريد والريال رفض المباراة تكون عنده يعملوا سويتشي بس المعاد رفض إن أنا أخد المباراة تنظيمها المرة دي وإنت تاخد المرة اللي بعدها في الاتفاق الاثنين اعترضوا على الفكر طب المعاد قالوا 18 ربطة لليجا قالت لا 18 غير مناسب شوف بقى لغة الحوار والطرابين زي و الناس قاعدة بتتكلم ازاي كابتن شريف قالوا لا 18 غير مناسب 18 قد يكون هناك في توقيتات مباراة كأسمالك أسبانيا أنا باقترح كربطة لليجا الأسبانيا إن النغارات تكون يوم 4 ديسمبر وإدى مهلة للناديين لغاية يوم الاثنين الساعة 10 الصبح يحددوا المعاد النهائي للاتنين ويتفقوا عليهم ما اتفقوش جابوا قبل الأعياد وجابوا قبل كل حاجة عشان ما يبقاش ضد الأجازات عشان هما عندهم هناك الكريسموس والينير والحاجات دي بيبقى لهم وبعدين بيبقى فيه كمان بيبقى فيها أجواء فيها تلج وفيها مطر وفيها نادي تحسب كل حاجة حسبين كل حاجة والضعب مهلة لغاية يوم الاثنين الساعة 10 صباحا ربطة لليجا قالت إذا انتهت المهلة وما تم مش الاتفاق على معاد المباراة أنا هقوم بدوري أنا ونجمة المسابقات ونحدد معاد المباراة تبقى لمدة تكافؤ الفرص للربطة وللبطولة وحرصا على القيمة التسويقية والتجارية للبطولة نفسها في أسبانيا ومصدقيتها أمام العالم عندهم ربطة عشبانا لليجا لليجا ربطة المحترفين خلي عاديين حد بس عاديين ليجا عاديين ليجا واحدة للمحترفين خدت بالك تماشي الدنيا كلها وتبقى عارف من أول حد واحدين تلاتة واحدين تلاتة تلاتة جماعة قالك ان هو ده لازم يكون كده في المعدة خلاص ما عندهمش حاجة تانية ما عندهمش حاجة ده لك كل واحد عليه للي لي وإلا عليه فعملين لهم ربطة بتاعت محترفين عاملين شكل تصويقي وإداري ويوفر حتى ما بيشوصلش على اللعيبة اللعيب ملوش دعوة اللعيب ملوش داخل في الحكاية دي اللعيب اللي راح الأجندة الدولية واللي هو راح يلعب في التصفيات بتاعت أوروبا زهنه صافي من كل كلام ده مشاكل ريال مدريد مع كتالونيا مع الدنيا دي مفيش الكلام ده هو لا حقيق احنا هنا اعتقد ان احنا بندخل الدنيا كلها مع بعض حوارات مع بعض والراب تعينا بدورها التحاد لو قام بدوره في الملف ده وقعد مع النديين واتفع على معاد ما وفيه نقطة يا كابتن شريف كمان وهنا لما أجلوا المباراة في مصر حدد معاد بديل وقال لك ايه تأجيل المباراة ما عندوش معاد خلاص تم تودي بقى المباراة تاني لاخر المباراةين في الدورة ونخلص كانت لازمتها ايه لقرعة كان ايه لازمتها بقى ان انا هلعب في الزوار الرابع وانا مش هحقق الكلام ده وبعدين انت لو عملته قرعة او اي حاجة كان ممكن زيب انت كنت بتقرأ لاي حاجة ده تدي بند كده لو في الاحداث اللي هي الاترارية وكلام يدوني حال يخلوني انا خلاص انت دخلت تحت الوضع الاتراري فهنتطر معلش هنجيب مباراة ما كان مباراة هنجيب اصوان مكان مقولين حاجات كده يعني فكان لازم انت برضو تبقى عندك دراية بالحكاية دي معلش كل شكل جديد وبيبقى فيه مشاكل دي اللي بتقلل من قمة الدور المصري مش قلة خبرة يعني بيبقى فيه حاجات تزنقوا فيها ولازم الحل السريع ولازم الدنيا تمشي كان برضو في صرف تلات اربع ساعات كانوا يدوروا يحلوا الدنيا كلها البيان صدر من يومين والنهارده كل الصحفيين الزملائي كانوا مواجدين في الاتحاد وكل بيتوقع في التماء كان النهارده لغاية النهارده المطشة هتلعب كان فيه ناس فاكرة ان المطشة هتلعب هم قالبوا التلفزيون لأقولوا لزمانكم المعولين لا والزمانكم المعولين لا والزمانكم المعولين فاستغربوا يعني وفي القاهرة وفي القاهرة وفي حالة امنية ومستتبة مصر مصر بلد الامن والامانة كمتن شريف طيب ايه اللي ممكن يبتخذ من قرارات خلال الساعات الجاية من اتحاد الكرة النادي الاهلي قال كلمته الاتحاد اذا كان حريص على انتظام المسابقة كان لابد من هناك اجتماع بحث الامر يشوف اللايحة اللي فيها بنود متضربة عكس بعضها لان اكيدهم عارفين اللايحة مش هتساعدهم على ده لان اللايحة مرة مع النادي مرة مع الاتحاد مرة مع النادي مرة مع الاتحاد فهي يبص في اللايحة اللايحة مش هتساعده حلها ايه؟ هو كالتحاجح لها ازاي؟ المسابقة بالنسبة له كده اصبحت انا مش عارف هم موجودين اصلا او اللي هم فين انا معرفش انا اسمعت ان استاذ عام الجنيه سافر مسلا برا القاهرة ولا رجع ولا ايه انا معرفش انه لازم تبقى الامور اه متاخدة جدية اكتر من كده يعني يعني عشان برضو ده حاجة للعامة يعني مش للجماهير كلها يعني الجماهير كلها نفسها اهلي وزمالي كتاب كل يوم مش اه ده بجماهير زمالك مشتائل مباراة الاهلي فماذا الخسارة المادية من عدم اقامة المباراة؟ دياب كمان الرعاية والاعلانات والبس الفضائي الكل كان بنتزم مباراة في التوقيت ده العقد كان عايبقى كيلة لو هتوبقى هتوبقى بص يا محمد كمان ايه؟ هتوبقى عادة بقى كل ما هيجرى حاجة اقولك اجل اعمل ما تصلك اجلت قبل كده حصل ايه يعني؟ خلاص هتوبقى الحكاية برضو هتدخلك في الكلام اللي انت بتتكلم عنه ده انتم عندك موعيد اقامة سوبر مثلا او اي حاجة في بلد شوكيكة جنبنا هتلاقيها مشكلة طب وليه شميعنا انت جاي مع الاتحاد الفريكي وكل حاجة ماشية منتظمة مفيش وهو لما عملت حاجة صغيرة كده مع الاتحاد الفريكي حصل ايه؟ لجنة تحكمية وبتاع ما بلاش عارفين مين اللي هيحصل وحيتطلعوا الفرقة دي ولا حدخلوا الفرقة دي وعودة مباراة ده شميعنا انت هنا ما عملتش كده؟ كان الاتحاد الفريكي عنده طرابيزة زي ايه دي قاعدوا عليها اخدوا فيها كرار طي ليه هنا ما بتخدش كرارات دي وبتعلنها على طول كل كما تعقل نرضي يكون في اجتماع في الاتحاد وياخدوا كرارات في الموضوع ده؟ ده لازم ياخدوا كرارات حكاية بدلا ما تكبر بقى وتتوسع ويزنوك على شكل معين لا هو ادي الشكل ده ولا انا ادي الشكل ده ولا حد ادي الشكل ده على فكرة يعني واحنا يعني احتراما وانا بشكر مجلس صدرت من الاهلي وكان محمود الخضير انه جاءت اقول لك انا ما بكلمش على لغة انسحاب ولا بكلم على اي حاجة على فكرة لا 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 خالص انا لما اتطرق الى هذا الشي عشان ما تيه ما تدخلنيش في اصلا والاهلي كل ما يقول موقفه الناس تقول لك هنسحب الاهلي ما بنسحبش لا اصلا خلاص بقى قال لك اصلا فلان فلان زمان قال ناخد الفرقة وروح هناخد الفرقة وقام مش هنا وش هنا بقى كل بقى عاديني كانوا في التاريخ اه يعني كل فرقة هتقول لك لا انا مش حلعب كل فرقة كان لازم او لازم زي ما انت بتقول اللي من هنا وغاية 24 ساعة موضوع ده يتحل ويتحل منهم مش هتحل من عند انا عندهم صاحة زمانية لحل الموضوع عندهم كل حاجة عندهم صاحة زمانية من النهار ده لغاية يوم 30 عشرة قبل التوقف مش هو بس هو وبعد القيادات يعني لازم يكون فيه تعامل رسمي ودي مع نادي الاهلي واي والجونة وكل الفرق الموجودة اللي هي متضررة من هذا الشكل فلازم يكون فيه حل وتعدي بسلام خطي بالك وتعدي اكتر بفوز الزمالك على الفرقة دي وننتظم بقى يعني نمشي يعني انا مش هتروح انت تلعب اربع خمس مطشاط في الدورة وتستناني انا وانا اقول مش هلعب لما تلعبني يعني انت ما تمسكش خطي بالك في انها الرجل عايز حقي وكاين فرصي وانت شرية العادي ها دي برضو اللازم يتدخل فيها هو هي دي النقطة دي النقطة دي لازم يتدخل فيها لكن مش هتدخل فيها تبقى مشكلة مش لطيفة طيب من هنا لغاية تلاتين فيه كذا معاد مقترح ممكن نهاردة نعرضت قزع موقع رياضي كان بيتكلم ان فيه مصادر جوه الالتحاد بتقول ان فيه مباراة ممكن 28 لان مباراة الاهل 28 مع المصري مش هتتلاعب ان المصري عنده مطشف الكونفادرالية في نفس اليوم زي مارك في حال تخطي مباراة السنغال هيكون موجود في دول المجمعات درابطال افريقيا في 30-11 فعنده مساحة زمنية بعد هذه المباراة ان ممكن تتلعب هذه المباراة اللي الكلام ده تكتب النهاردة على المواقع حلول بالنسبة اه حلول حد في الاتحاد بيقترح حل من الحلول هل دي وجهة نظر حل من الحلول ان المباراة تتلعب مثلا يوم 28؟ هو ده الطريق اللي يمشوا فيها الجهة الحلول مع زي ما انت قلت قاعدوا مع بعض على طرابيزة مع الوضع في الاتبار مع وضع في الاتبار يعني الظروف كلها توافق يعني مش هانا هطلع اخد قرار برضو تحطيني في قرار تاني في زنقة تانية لازم نعرف كل حاجة مقرد الراجل مدير الفني بتاع الفريق اللي هو ما لعبش متضرر فرقة تانية بتلعبه وهو ما بلعبش وقاعد وانا ماشي في بداية الدورة اول 3 اسابيع عامل اداء ممتاز جدا وفجأة تيجي الظروف دي تدمر لكل الشغل اللي ما بعمله وفجأة تلاقي نفسك انت التالت في الجدول بداية الاول علامة كاملة فانت كمان بيفوتك حاجات حترجع للسانة اللي فاتت يعني انت بقى قدامك هما سابقينك ماطشين الفرق كلها وانت لسه لك مباريتين وحب برجل الدنيا كلها بتعمل برجلة دي برجلة للدنيا كلها وهو ده مبدأ تكافؤ الفرص بقى هو ده مبدأ تكافؤ الفرص يعني في سنة فاتت الهبوط خيس كل كان البطولة دي كانت ممكن تتلغي الهبوط والاستكمال بعد كاس الأمم والقيرت مشاكل غير طبعية ده انت بتلعب سنة إلى يوم انت لعبت الكاس بتاع كاس الموسم الماضي بتاع 2017-2018 تقول طنوطة مهمة جدا يا كابتن شيخ عبد عارف ليه الناس بتقولك فيه ناس قلت لك ايه هو الاهل اجل مباريته في الكاس لغاية لما يعمل صفقات الموسم الجديد هو ما يعرفش ان الكاس الاتحاد اعتبر ان الكاس موسم جديد لانه لو ما اعتبرتش ان الكاس موسم جديد الكاس ما ينفعش يتلعب لا ما ينفع لان الكاس هيبقى يتلعب بثلاث فترات قد فكان من مصلحة الاندية ان الاتحاد يعتبر الكاس موسم جديد والشكل الافريكي ده كان هتعمل ازاي يعني لو ما كانش كان يعتبره زي مالك ايه والاسماعيل ايه والاهلي ايه والبيرامدس ايه والمصري كان المصري هو اللي كان كان هتبرهم ايه ويلعبوا ازاي في كونفدرولية ويلعبوا ازاي في دوري دور الابطال والقير وقتها كل ده كان كانت عزمات كبيرة عزمات كبيرة وتعرضنا لها السنة اللي فاتت وما حدش تكلم على فكرة وتلعب الدوري وخلص الدوري وتلعب بعد البطولة وخلص تلعب ما حدش عمل اي مشاكل كان في ايه بقى ساعتها تكافر فرص على كل حاجة ويمكن الاهلي كمان يعني ساهم في ان الحكاية تمشي واحنا زي ما اقولنا قبل كده وزي الكابتن محمود بقال ايه منفسها شريفة دي رياضة ومنصة شريفة دي ما فياش ايه حاجة امشي في السكة دي هتلاقي الدنيا حلوة اول كسبت مبروك وكل الدنيا هتقولك مبروك واحنا اول ناس بنقولك مبروك مش لازم نسمى معاين اي حد في الموجود يعني يا رياضة موجود اه خسرت حار لك تزبط بقى الدنيا والمرة الجاية وانا مش حاب انا من غيرك ولا انت حتبقى انت من غيري ولا الحالة اللي هي في البلد دي اهل وزمالك ومصري واسماعيلي وبيرامت وعملت ازاي عملت حالة جام ده وزنة اله ومش معنى ان انا دلوقتي اتكلم على اقامة المباراة ان انا واسق وانت مش واسق او انا واسق وانت خايف واسق من ايه مش كده الكرة مش كده واسق من ايه المباراة تقالي زمال دي ما لهاش توقعات هي الفكرة في ليحة وتكافؤ فيه راس ما فيش توقعات فهم ما تشعله زمالك ما فيش توقعات يعني ولا في ايه مباراة على فكرة دلوقتي الفرق كلها دلوقتي يبقى اتطمعانة ان هي بقى لها ما ما حانش بقى بيلعب ديفينس او بيلعب زون ديفينس او 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 الا اللي بتوبقى عنده اصابات كتير اول يعني بيبقى عندك اصابات ومش قادر تواكب الفرق الجامدة اللي حتلعبها فلازم ترجع تلعب بشكل نص ملعب مزاحم شوية انك انت ما تمكنش الخصم ان هو يقدر يعملك حصالة بقى ويقدر يعد عليك بجون واثنين وثلاثة بتحول تخلي الدنيا في قضية الحدود واندك منافس ليه ما انا ما عرفش دلوقتي لو لعبتك النهاردة مين هيكون غايب عندك ولو لعبتك بعد بقرة مين هيكون غايب عندك وهو دلوقتي ممكن تكون الظروف احسن لك والله على معدار بخمس سيام الظروف ممكن يكون شو كويسة ليك وممكن لعب يضطرد وممكن لعب يضطرد ما يكونش موجود المطش الجايد مهم جدا ممكن لعب يتعور كل شيء وارد ما حصلت السنان اللي فاتت مثلا دي حصلت النهاردة والنهاردة تعرض حتى احد لعبنات زمالك في الجانس اساسي للطرد كل شيء وارد في الكورة من عام لعيبة هو طريق حمد في الفرقة فكل حاجة موجودة فما تقوليش انا هعارف ان في حد هيكسب او التوقيت ده مناسب ليه يلعب ولا ملعبوش لا ماتش اهل وزمالك ده انا معرفوش حقيقة بالظبط يعني كنتيجة لما انت بتتكلم على فرقة ما شاء الله معه مدرب بوقف على حيلها بيسمعوا كلام مدرب بيحبوه مم في لغة موجودة على الواقع احنا بنتفرج عليها معرفة ايه فايلر كل الناس قاعدة بتتكلم الراجل ده جعل من اللاعبين ناس تانية طبعوا كل اللي عندهم اه 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 دي الحالة اللي احنا شايفنا مم ده ده الشغل النجاح راجل منه المهاجمة اللي اتحجمها دي كلها وهم معرفوش كمان انما الراجل اثبت انه هو لعيب كورة مش مدرب كورة بس تلعيب كورة وفاهم احساس اللي عيب شكله ايه عارف يطلعه ده حالة اللي موجودة على الساحة دلوقتي ده راجل انه طلعه شاعر عليك منتخب سويسر عايزه خلاص بقى يبقى الاهلي بينجم اي حد وبيوصل اي حد للعالمية يعني ده ايه يبقى نشوفه ريني قريب هنا في مصر بإذن الله ان شاء الله بإذن الله طي وجوده ريني فايلر معنات الاهلي في فترة حالية ومفيش مباراة والاهلي في بانه طبعا مفيش مباراة الجونة ومتالات الجايدة ده ده قول فصل موضوع منتهي لغاية خمسة عشرين نوفمبر مدة طويلة جدا يا كابتن شريف مدة طويلة جدا والبعض اكتهد انبارح وحاوي يقولك ايه اصلي ده انت مرأيه اكتر مني ده انت حتى مباراتك مع المصر مش هتلعبها مهول انا مش هلعب مع المصر مش بمزاجي مهول مصر عنده مصر في تكافل فرص انت حتبقى مراح معايا مفيش تكافل فرص لا ومشانا اللي يبراح بمزاجي لا لا لو الدنيا ماشي الطبيعي إنت معايا معاك انا ما عنديش حاجة انا ارضها متميز عنك متميز عنك بالعكس؟ ده انا اللي حلعب في افريقيا ده انا اللي حلعب مجموعة دوري مجموعات ده انا اللي اطلع من الاربعين يوم دول وانا مريح على محمن الشارط افريقيا Hamb لعب luca اللعبة المص號ة يعني اللي هي بتقدر تلمي نفسها تاني وتقدر وتقريب وتنافس المنافسة الشريف اللي حلي تع magnesium وبين اخواتها في الملعب هما دول بس دول حظ اللعيبة دي ان هي تقدر ترجع لك وتبقى جوال منظومة في لعيبة منهم تحت أنظار منتخب المصري فده يبقى حظ اللعيبة دي وحظ منتخب المصري باللعيبة انها ترجع الاربعين ديوم دول او التحضير للبطولات اللي موجودة حظ حسن بدري بقى وحظ شوى غريب شوى غريب في الفترة اللي جاي عدم قامة المباراة الفترة الجاي بالنسبة للأهلي ده ممكن يكون مادة تأثيره على اللعبين والفريق في الظل ان الفترة الجاي ممكن ينضم بحوالي 12-14 لعب للمنتخبات الوطنية الفترة الجاي سواء منتخب اول منتخب اول منتخب اولمبي وممكن حتى ساعتها علي معلول اليو ديانج يكونوا موجودين في مائة اليو تونس في الفترة اللي جاي فعدد كبير نص الفريق مش هتكون موجودة مثلا ماشي ينتكلم عن علي معلول مثلا اليو ديانج اللي هم هايبقوا بيلعبوا موجودين في احتكاجات رسمية ودولية يعني بالنسبة بقية اللعيبة هيبقى لها هنا شكل في نص اللعيبة ما شاء الله اكتر من نص اللعيبة موجودة في المحافل الدولية يعني عندك انت مع حسيم ومع شاوة غريب شاوة فيش حد حيوعد المجموعة بقى اللي هي بره الحكاية دي ليها اعدادات وليها اشتراكات هقولك على حاجة بقى هم عادين دلوقتي هم البطل هم البطل بمعنى الحمد لله مقدين العلامة الكاملة اه واخدين بطولة السوبر الفترة الرفاء كل واحد واقف على حيله كل اللعيب كده بصرط لقيه خسيس له اتنين تهتحكيله بركز تركيز شامل فورما صح انك هتفكهم وترجع تلمونهم تاني اللعيب مع نفسه انا كالعيب مع نفسي عارف ان انا لو رحت ومرجعتش في كلنا زي بعض في تساوي في الفرص مزبوط بل بالعكس الفرصة الكويسة للي هو مش موجود الفرصة دي يأكل فيها الحديد ويأكل فيها الملعب ويأكل فيها الدنيا كلها عشان يغير فكر الناس المسؤولة عنه يعني الفني والإدارة وكل حاجة وخص بالشكل كامل عيبي يعني يعني موجود محتاج الحتة دي فبتبقى فيها فوائد وساعات طبعا لوقته معين بتبقى فيه راحة الدنيا رياحت شوية معاك بس ده باحب على كل يعني مش هتلاقي ناس بتلعب هناك بس أنا بطشاط بس أنا وانت قاعد ما بتلعبش لا بس أنا لمدة الراحة أطول للأسف انت كمان راجع على مش هتقدر ترايح حتى باك انك راجع على ويه الأزمة بقى راجع بقى على ايه على شغل جامد أه دي الأزمة وشغل انت مطالب به السنادي قدام الجماهير وقدام كلها وعمل شكل يخليك عندك مسؤولية كبيرة فهنبدأ الماشيين بنفس الشكل بإدارة مسكة اللاعبين وإدارة بتبحث على المطلب الأول اللي هو أفريقيا يعني نزمة جماهيرية واللعيبة من نفسها جواحد والإدارة والدنيا كلها وعملين حالة للفرق كلها هدف هدف يعني تقى في دورين بتجيب 11 هدف فرقتين مهما كان فيش حاجة اسمها جيبت 11 هدف في مطشين يعني يعني ما فيش حاجة فرقة تكسب فرقة 11 سفر في السيشل دي اللي شئت نسكوهم كذبوهم 11 سفر 11 واحد 11 واحد أو حاجة زي كان فيه أرقام كبيرة قوي يعني غير طبعية لا رحمة يعني فهمت إزاي ما بحدش بيرحم حد كل ما قدر أدوس عليك هدوس عليك ومش هي دي اللغة اللي بقيت ترفحها اللي عندها كبيرة بتبع الستفزاز اللي حصل فيه من السنة الفاتنك بتوصل مرتين للبطولة ويحصل أسباب خارج عن إرادتك أو بإرادتك وبتخسر البطولة غير مقبول يعني وإحنا مش بتعودنا على كده فبإذن الله كل التوفيق إن الراحة السلبية اللي هتبقى موجودة تبقى راحة من الضغط العصبي من كل شيء بيوضي إيه إصابات أو إيه حاجة واللعيبة اللي هي إن شاء الله دي قدر ترجع تكمل الدنيا بقى أو تبقى أنت عندك حرية أربعة خمسة في وسط المرعة مشاف تلعب مين نحن نهاردة لما بلعبش إليو ديانج خطبها لك بعد ما قدم إبراك جويسة جدا الناس على طول أسئلتها جاهزة إنما في غيره زيه إتنين تلات سلبت بمحاضرة إتنين تلاتها في الموجان إنتا مش هتحس بغربة ولأولاعب قال لي الجانج أقول لك طب ما تلعب حمد فتحي ولأولاعب حمد فتحي طب من السلية ملا راح فين فلان لكلهم زي بعض يعني ما هو دي نجاح ودي أفضل حاجة حصلت في فترة الشهر الشهر ونص اللي فاته إن أنت صدرت رسالة للجمهور إن ما عنديش أساسي واحتياطي ونلتين بالكامل سين أنت متقبله كلعيبة وإمكانيات كويسة أنت ربنا نصرك في كل ما اتهمت بي أنت بتقول رسالة المهمة أولا كابتنشة في الحلقة أنت بنا نصرك عملتوا حاجة أنت رات عادة تحدف عليك أنت ربنا بنصرك أنت ربنا إذن أنت أجل أنت وأجهزتك الفنية وكل حاجة ماشي بما يورد الله يعني ما فيش حاجة أنت ما ما فيش في يدك حاجة تعمل تعمل الصح بتشتغل وبتكتهت تعمل الصح مش هو بس وراجب بيجي يتكلم كلمتين وجنبه بيكلم كلمتين والدنيا ماشي أزاي ومعنى الدستور اللي احنا من دورش عليه بيحاول يخترقونا كمان من جوه وقعو بنا وبين بعد من جوه وده من إيش هيحصل حتى لو حد يشز ولا حد راح كده ولا حد يجي كده بيرجع تاني لوحده بيرجع تاني يقعد على الدنيا يقول النادل أحلي يعني أنا معرفكش ولا يعرف شريف وأعرف النسر ما شوه الله شوه طعمل ازاي النسر طائر طائر ازاي في مدينة نصر مشهد ده مشهد حضاري غير طبيعي اللي عادي يعرف النادل أحلي يروح يقف يبص للنسر ده كده وتفرج عليه هيلقي فايته كتير او فايته كتير اوي في ناس ممكن تكون ونسعت بيه اني كنت من واحد من النسر ده كنت بحطه على سيدري او ما زلت او بالنسبة لي الكيان الكبير يعني عاست طبعا انت بتلعب حاسس بأمتو بس الشؤل المكان وانك تتواجد في المكان والشعار النادي ده بتحس بتمتو اكتر واكتر وانت مبطل بس اي حاجة موجودة دلوقتي لو كان الموجود في أمتو في أمتو بس منه اه إنه مش إحنا تدلقي إنه رجعين المتشف اللي بعده طيارات في الملعب فحاجة كتير وتعلمناها بس زمانه دلوقتي ببقى سعيد طبعا لما بشوف التجمح يبقى شكل عامل إزاي لما مدية نصر بهذا الشكل حاجة غير طبيعية وكل الناس اللي كانوا موجودين والرحلون بنعز نفسنا في كل حد اليومين دول من أعضاء النادي الأهل اللي كانوا موجودين الأسرة كلها اللي بنفقدهم الموجودين العايشين اللي بيتفانوا في حب الأهل وكل حاجة هو ده الكيان وده العيلة الواحدة بجد نحن نشوف حتى لما بتحصل حالة وفاة هده إيه بنبقى عيلة واحدة هده إيه بنبقى فين مع بعض وبنشوف بعض وعايزة أقولك على حاجة بنبقى شايفين بعض بالعينين ما بنقولش حاجة يعني أول ما بص كده لأي حد ببقى عارفه وعايز يقول إيه خلاص إحنا كلنا عكراك واحد فممكن أخدش أبقى أنا ليه ريكويست أو ليه طلب أو أي حاجة ولا إيه اللي حيحقق لي الموضوع ده مش مش جاهز للمنطقة عنده حاجات تانية أكوى عنده حاجات تالتة أروح أخد بعضي ويقولي إيه في إيه أقول له ولا حاجة ربنا يكون فعونا كعني وأرشيه وبعدين أنا بنتكلم في حاجة يمكن إحنا بقى نقعد نتعشى مع بعض بعد ما بيشوف يقولي جان فيها أقوله واحد ثلاثة أربعة خمسة ست ست سعب عايزين نتكلم في جازة بقى نتكلم ونتعشى مع بعض بجد يعني بقيت عيلة واحدة عيلة هي عيلة واحدة أقولك من قلبي والله يعني مش ومعايش ديه طلبات على فكرة غير إنه يكتهد إنه يساعد في النجاح يكتهد إنه يكون اسمه موجود في اللوح اللي إنت شايفها دي وفي بطولات وفي الكوز يكتهد إنه هو يبقى من يعني ضمن المنظومة يعني حلو قوي شارف لينا كلنا إنه إحنا حتى ما زلنا بنقدم كل مننا في موقعه يعني أنت بتكلم فالنادي هنا قاعد على وتطرقت أنت في المضوع وأنا تطرقت وكل واحد بيروح في الحتة اللي هي بتاعت اللي يقدر يقدر يقدي فيها الحب ويخلي الناس كمان تسق في حاجات بتحصل في الوسط بعيدين يعرفوا من إيه نحنا فإحنا عشان نتكلم بلغة البيت والعيلة وكلام هنبقى مزوقين الكلام ومعشي نوعنا على طول بنقول الحقيقة ما الحقيقة لازم تبقى واضح الناس نحن لازم نقول الحقيقة عشانا يجي لك يقولك أنا تسفرج على قناة نادل إحلي ما شاء الله فيها المصدقية وفيها المتاع ويجي لي تلفونات بس أنا عايزك تنوه بعد كذا تقول كذا وكذا 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 بس إحنا عايزينكم تقولوا مش عاصلحنا بنتعرض لكذا وكذا من الجمهور من الجماهير والناس دي بكلهم كده بنقول لهم ما أنتو كمان عارفين كذا وكذا وكذا في طلعوا إحنا لتنين فاهمين الحكاية بس إحنا عايزين يبقى أقوى من كده وإحنا عايزين يخشوا في إحنا بالرد بس بالرد في الملعب لا بالرد بالورا إحنا بالرد بس إحنا بالرد بالصحة بالرد في الملعب فما فيش سبيس أو مساحة كابتان شريف إحنا ممكن نعضع لك على حاجة حتى ساعات بالأسف بشوف حاجات زي كده في أماكن تاني ممكن نعض ساعة نعيد ونزيد ونعيد ونزيد في الكلام وتكافه في فرص مش عارف فيه وكان هيلعب مارش مش عارف إمتى ولو كان لعب مارش ده كان كسب كان حصل إيه واخد قرار ووافق على كده بعد كده رجع في الكلام وهو فين القيم أصلي مش عارف فين المبادئ وإحنا بنتمرب في الملعب قصة مجاهدين نفسيين حنينزل ملعب أنت مطالب مني أنك كل يوم توريني أنت إيه الجديد عندك حتى ما بيقوروا يعودوا عملوا استوديوهاته عاديين يجيبوا آخر فايلر فمن ماتش كبير لماتش كبير يعني ما يسموش سموها ماتش كبير ماتش الزمالك في السبار مش ماتش كبير ماتش الزمالك يقولك أسليسة فايلر ماتش الانتاج الحرب مش ماتش كبير انت ماتش الانتاج الحرب اللي كسبين فرع بلاها 3-0 كبت المختار مختار في الدوري ما بيعملش مش ماتش كبير لا وما بيرحمكش كل السنة اللي فاتت متعادل معك مراتين أو حاجة ذاك مثلا فكل ده انت بتتعرض له وانت لازم تشتغل أنا أقسم لك بالله أنا ما بتصرقش على حاجة في السوشيال ميديا يعني يقولولي ده قال عليك كذا وعمل عليك كذا يقوله خييول كويس فأنا موجود يعني الحمد لله بس أنا ما أغلطش يعني في الانتاني بقى عايزين يغلطوا عايزين يعملوا هم براحتهم طيب بس مش هتلاقي رضا من عند ربنا ولا نجاح معايش يزوث في الخلوة عن النص بشكل عام طيب البعض ممكن يصف ان النادي الأهلي ما بيتكلم في اللوايح وفي القوانين وفي تكاف الفرص بيقولك أصددا كده بيضع العراكيل عراكيل يبقى ده مش من النادي الأهلي ده حد هو اللي بيكمل الماقولات اللي بتاعمل في الشواع النادي الأهلي ده الناس هتتجنن ده مش عارفين نجولك منين ده هم عايزينك تاخد وتدي صعب أوه احنا اللي حناخد ولا حندي عندنا حاجات شغالين فيها احنا من نجدهم بتاعة تجيب سرتي وتعمل فيها وانا مش هشوفك ولا هسمعك ومش شخص معين على فكرة تتكلم بشكل عام ده فيه ناس هم اللي بيولعوا ناحية تانية عشان تولع فمصلحتهم ان يبقى في حوار وانت تتفرج عليهم الحاجات اللي بتطلع فيديوهات دي وبتطلع ويعملولك حاجات انت غير مسؤولة عنها انت نفسك عشان يرضيك وانت انطرافت تماما كل حاجة تسيء ليك او تسيء لغيرك انطرافت تماما افضل رد ليك انك بتنتصر وبتكسب وبتفكر في مشوارك انت ما عندكش مشوار غير كده انت ما الناس عايشة للنجاح اتبالك وناس عايشة للاصول وناس عايشة مش عارفة انه ممكن بكرة الصبحة ما بيقوش موجودين يعني كابتل محمود الخطيب كان ليه كلمة مهمة جدا كانت قالت في حفل تسليم درع الدوري قالك النادي الاهلي دايما بيشتغل عشان ينجح والبعض بيحاول ان هو يشتغل عشان يعمل لك ازمات او يفشلك لكن هو ما بيفكرش ازاي هو ينجح اعتقد كلمة السر في نجاح النادي الاهلي ان هو مركز في طريقه وعارف هو عايز ايه سواء في المشوار المحلي في المشوار الافريقي في تجهيز فريق الكورة في البنية التحتية والانشائية جوان النادي الاهلي وضع مختلف كبير مجهود كبير جدا يعني المجهود الكبير ده انت حتى بتلمسه في النادي كل يوم انت موجود نعم شوف احنا على ثلاثة اربعة هندية اخدت بالك 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 بمصر بقى الريس بقى مسك كوي الجهد دي اسكندرية قال الله بهم افضات والدنيا وناس بتعجم عليه من الناحياتي احنا الدنيا هي فترة كده يعني هتبقى واحلى كلمة لها جابت بحمود اللي هي المنافسة الشريفة المنافسة الشريفة البتاعت بتصلوا كده خدت الكلمة دي وتقول الكلمة دي حلوة ايه يعني يبيني بالنفسة يبيني بالنفسة الشريفة انت اريني ممكنياتك في الملعب انزل كل الملعب وكل خلي الناس تهتفلك صح يعني وبعدين مش انت مش عاف تمسك عليها حاجة لان عمرك محتاجة تمسك عليها حاجة وخاصة الكابتين معمود الخطيب يعني لو جبت سيرتو من اقوة هو العيب هاتلي امسك عليها حاجة مش عتعرف تمسك عليها حاجة انا كنت تقدر تمسك عليها ان انا مش هاغب في الملعب وبجري وبحر واعترض ومش عارف ايه اسلوب لعبي كده طريقتي كده بلعب في كل حيطة في الملعب بحر انها اتعرض لده وده مسلا ايه ان انا كنت محمول خطيب معروف كنت عاسي شاحاتة رمز كبير كلنا بيحبه رمز كبير كلنا بيحبه ما نتكلم بيحبه بيقدره قد ايه الملعب بص عامل ازاي وكان ايه واحسن لعيف واسيا ودنيا ودينيا ودينيا ومعديني جي يمسك المنتخب فياخد 3 بطلات افريق البراجة ده كويس ولا مش كويس. صح. اما السماء مش هتشوف فيه رموز. رموز انت دي تلمحها وتتكلم عنها كويس. وقدام انت عيشت معهم و جاتت لك مش هستطور عليك ان الفرصة انك انت تبقى معهم وتعيش معهم وتشوف النادية دي حتى لما تيجي تتكلم عنهم جاية تقولي الحقيقة. هو ما من حقهم علينا ومن حقنا على الناس ان احنا نبلغهم جنفي عظماء في البلد دي من الرياضيين. مفروض احنا كلنا نكمل المسيرة معهم بإذن الله. كابتن شريف انا بشكرك والوقت جري بسرعة. وانا نتمنى بالتأكيد نقض اكتر من كده ونتكلم في تفاصيل تمان اكتر من كده عندنا مشوار افريقيا ومجموعة افريقيا. والفترة الجاية نشوف الساعات الجاية الا يحصل فيها لكن الاسف بقى الوقت كان دايئة جدا وقدر امكان حاولنا بس نقدم للمشاهد فكرة عن الاحداث الحالية وجهت نظرك بالتأكيد كانت مفيدة جدا بالنسبة للمشاهد الاهلاء وحتى للمشاهد بشكل عام. لا انا بقول لك ان شاء الله كل التوفيق. نظر النادي القلي ما تخافش يعني النادي القلي بيمشي في الصحة على طول. بازن الله. وكل الدنيا بتمشي مع النادي القلي انا عارف النادي القلي ما بيغلطش يعني. الحمد لله. نورت الدنيا وشرفتنا. شكرك. شكرا جزينا كابتن شريف شكرا جزينا. شكرا جزينا. شكرا او النهاردة تلعب مباراة من الاسبوع الخامس في الاسبوع الرابع. لكن بشكل عام عرضنا جزء من بنود ليحة المسابقات للموسم الجديد. 2019-2020. وشفتوا كمية العراقيل والمغالطات ما بين بنده واخر في المسئولية. مين المسئول عن تنظيم المباراة؟ مين المسئول عن الحصول على الموافقات الامنية في حال تأجيل مباراة؟ مين المسئول عن تجهيز ملعب بديل؟ وهل الاتحاد يختر النادي بتأجيل المباراة؟ ولا يختروا بتحديد ملعب بديل؟ أمور كتيرة جدا. لكن في النهاية النادي الاهلي ما بيصدر بيانة. او لما بياخد قرار بياخد قرار بناء على رؤية فنية ورؤية إدارية بناء على ليحة بيمشى عليها على مدار موسين كامل. وعارف ازاي يقدر بيتكلم في حقوقه دون ان يطلب حقوق ليست من حقوقه. والنادي الاهلي بيتكلم دايما في مبدأ تكافؤ الفرص. ما بيتكلمش في انه هو عايز ياخد حق مش من حقه. بالعكس النادي الاهلي حريز على ان المسابقة تكون مسابقة منتظمة. والمثل اللي موجود في اسبانيا اكبر دليل عن ان النادي الاهلي فعلا لما بيتكلم بيتكلم صح. لانه هدفه في النهاية المسابقة دي ازاي تنجح. ومش هيحس بقيمة المسابقة او مش هيحس بقيمة البطولة الا اللي فيز بيها عدد مرات كتير وعارف قيمة البطولة. عارف العائدات اللي بتيجي من وراء بطولة الدورة العام. فالبطولة بقيمتها بعظمتها. ما يحسش بها اللي تقعب وشيء فيها على مدار السنين طويلة جدا وعارف ازاي بطولة ازاي دي لازم كلنا نشتغل عشان نعليها ونكبرها. والمواقف ازاي دي للأسف ممكن تخسرها مبلغ ملايك كبيرة جدا. فنتمنى الفترة الجاية ان يكون فيه قرار سريع من الاتحاد لاعادة هيكلة الامور وازاي اعادة تغيير الموعد واعادة الاحداث بالنسبة للدوري في المرحلة الجاية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير بإذن الله في حلقات اخرى قادمة من برنامج الاهل الليلة.